يشرفني أن أدعو راعي هذا المجلس العامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المستمرة ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم بساكم الله بالخير في حد من دس وراء الصفوف يسمحوا لي ما شفتكم الموجودين لكن حياكم الله جميع بداية يسعدني جدا أن أشوف هذه الويو النيرة المتفائلة الطموحة اللي نحن نراهن عليهم نراهن عليهم بمسؤولية مسؤولية بلد مسؤولية أمة مسؤولية أهل مسؤولية جيل بعدكم وإن شاء الله تفحوا بهم لكن قبل ما أبدأ في الكلمة أريد أبلغ وصية للجميع سلام من الشيخ خليفة أبوه الجميع وسلام خاص من الشيخ محمد بن راشد على الجوه ترجمة نانسي قرارة أبوه الجميع ترجمة نانسي قرارة هم ترجمة نانسي قرارة وتجب السبب или يكببها منتعلق بها You can't be angry at them It's just who they are The second type of people Branch People There are some people who come into your life They're like branches on a tree They're stronger than leaves But you have to be careful with them They will stick around for more seasons But if you go through a storm in your life It is possible that you can lose them ". المتوقعة يزال لغة أفضل من أطلقتهم. حيث أنهم بشعرونها من بيضاء تهمة أجل على شرق. هل يمكنك أفضل على فقدمك على جددهم. ومعضك من قصة الحصول كيلة تشعرونون مهم. ولكن أكثر سيكون متغد منهم. مجدون أكثر من ذلك. العبلة، كيفية يمتالي داخل الناس إذا أعرف بعض الناس الذي يدعون على محاركتهم قدبدما تشعرون مجددا إلى شرق. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا الذي تم عرضته لكن المغزى من الموضوع هو الحكمة في هذا الموضوع كل إنسان تمر في حياته تحديات تحديات هذه مرة تكون صعبة مرة تكون أصعب خاصة لما يكون الموضوع وطن فرحلتكم أنتم ورحلة جيل لحمل وطن مهم الواحد يشد الحزام ويرحم ويجاهد على أساس يرجع متسلح جاهز يستلم الرأي وبتحدث عن هذا الموضوع اليوم نحن لقائنا هنا في سؤال يطرح نفسه ليه؟ لهذا السبب أنتم جيل مهمة كنت سعيد جداً أني أشوف أكثر البنات والأولاد التي كنت قابلهم تخصاتهم مشرفة كثير منكم مهندسة تشرف بكم نحن هذه حظ بلادكم بكم أخواني أخواني وجودكم هنا اليوم بساطة جداً هو علشان الطرف والطرف الآخر يفكر بصوت عالي لأننا كلنا شركاء في الموضوع شركاء في هذا الوطن شركاء في همومة شركاء في سعادة شركاء في تقدمة شركاء في أمنه شركاء في حتى رسالة ردعه كلنا شركاء لكن هناك حد مننا من مستلم الراية ويركض فيها وحد مننا من مستلم الراية في فترة أن يسلمها وفي حد مننا من عليه الدور أن يستلم الراية جاية لا محالة سنة الحياة مهم جداً للإنسان يفكر بصوت عالي مثل ما أنا سويت اليوم وأمس أول أمس معي في بيتنا بيتنا الصغير لما عرفت أني أنا أقوم وأتحدث في جيل بالنسبة إلي أنا فارق السن كبير خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة فحبيت أني أنا عرف ما يفكرون عيالي والمناسبة جبت واحدة من بناتي اسمها حصة هنا جبت لنا عندها فكار زينة حقيقة عندي ورقة وما جبتها للأسف كانت كاتبت أنها يروحها فتقول لي أبويا يقول هذه الفقرات فلما طلعت الورقة المكتوبة بنت عمرها خمسة عشر سنة ورجعت في التاريخ لما كان عمري أنا خمسة عشر سنة وعلى فكرة يوم كان أكثر جيلي عمرها خمسة عشر سنة فرحت تعرفون لي لأن التحدي في المستقبل أعقد التحدي في المستقبل ثقيل ولو ننظر للتاريخ نلقى الأمور تستاد حقيقة صعوبة تعقيدة الفارق بين الماضي والحاضر والمستقبل الماضي فيه جوع وقلة أمن لكن كلنا في محيط صغير في محيط رواحنا أتذكر أول ما قال لي أبويا رحمة الله عليه بتصير ويانا قنص وعرفت أني أنا بسير برى الإمارات وذاك اليوم برى بوضبي قبل الاتحاد كنت صغير عمري خمسة سنين نزلت في منطقة اسمها باكستان فتوقعت أن ما فيه شيء اسمه دولة في العالم غير بوضبي أو غير محيط نص صغير فتفاجأت أن فيه شيء اسمه باكستان اليوم الذي في السن هذا يعرف أكثر عن محمد بن زايد يوم كان عمره خمسة سنين بوايد واليوم يوم سمعت أفكار من حصة بهذه الطريقة فرحت لأن العلم الذي أنتم تسلحوا به وال التقنية التي أنتم تعلمونها لازم تكون أحسن الموجود في العالم والأسباب الرئيسية نحن عندنا خيار خيار هذا مطروح والكثير يعرف وهن اثنين ما لهن ثالث هل نحن نريد نعتمد على الكم ولا نريد نعتمد على النوعية السؤال يطرح نفسه بطريقة أخرى هل دولة الإمارات بلادنا عندنا الخيار أن نعتمد على الكم لا فما عندنا خيار إلا نحن نروح للكوليتي للنوعية فمن هذا المنطلق لازم يكون تسليح حقيقي اللي هو العلم الكم بحيث أن نحن ننافس بكم دول العالم أنا لا أريد أن نحن نريد ننافس شركة بوينج كلكم تعرفون من شركة بوينج نحن لا نريد ننافس شركة إيرباس كيف نصنع أحسن طيارة إيرباس نقل سواء 100 200 أو 500 راكب وش هذا هدفنا يا أخوان بعيالي نحن هدفنا أن نحن النافس في اللندا النافس نيوزيلندا النافس حتى كوريا الجنوبية النافس سنغفورة على فكرة أطلب من كل واحد منكم تقرون تاريخ كوريا الجنوبية وتقرون تاريخ سنغفورة وبقول باختصار في 30 ثانية إذا قدرت الدولتين قبل 50 سنة كانت دول فقيرة بل تحت تحت الخطص يعني الفقر فدائما الواحد يسأل نفسه كيف كيف هذه الجماعة قدروا فأعيالي من الأخير دائما دائما الذي يسبق الآخر يسبقه بثلاث حاجات رئيسية رئيسية واحد الحجم لازم يكون حجمه صغير يقدر يناور اثنين وهو مهم لازم يكون عنده سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات ومكانيات ثلاثة لازم تكون هنا قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه موكل يوم اتجاه هذه العوام الرئيسية لأن نحن مارين على مرحلة اسمها مرحلة انتهاء المكون الرئيسي لاقتصادنا وهو البترول على فكرة جاي في عمركم مش في عمرنا بس في عمركم لهذا السبب لازم من أمن الأمور من الآن ونعمنها بطريقة بحيث لما أنتوا كجيل تستلمون الرأي تستلمونها وانتوا بخير تستلمونها وانتوا بعز تستلمونها وانتوا عندكم القدرة أنكم اضطيرون فيها ما تستلمون الرأي وانتوا ضعاف لهذا السبب نحن عندنا رهان على أن التعليم في هذه البلد المبروك بكم وبهلكم يكون رقم واحد في العالم ما نقدر نقبل رقم اثنين لازم يكون حقيقة أخواني أخوات أن دولة الإمارات مغرية 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 ليش مغرية لأن نحن عندنا اليوم أكثر من عشرين مليون ساعي تقريبا تقريبا مغرية مغرية لأنها فيها اقتصاد قوي مغرية لأن فيها مواصلات واتصالات مميزة على المستوى المنطقة والعالم مغرية لأن عندنا أمن وأمان نحمد الله عليه فهذا الوضع هو اللي لما تسوي المؤسسات المتخصصة استبيان وتسأل شباب مثلكم في دول مختلفة من الدول العربية والسؤال يأتي وين الجهة المفضلة تعيش فيها ويأتي الرقم سبعين في المئة من الشباب العربي يعيش في الإمارات السبب على أساس نحط الأمور في نصابها الحقيقي والصحيح السبب يعيش هو أن قبل خمسين سنة قبل سبعة واربعين سنة توفقنا بقيادة حكيمة مش دكية بس لا حكيمة 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 الأساس التي نحن اليوم نتمتع في أن نتنفس أكسجين في دولة الإمارات نقي بسعادة كل الذي يصير اليوم يعينا ونرى من الشرق الغرب هو فضل ربي وبركات القيادة التي اليوم ممعنا الله يرحمهم ويطولوا عماركم وعمارهلكم أمورنا طيبة لكن نحن قاعدين نحط رؤية 25 سنة قدام 50 سنة قدام أكيد عندنا وحدة في عمار حصة أكيد موجودة أنتو عندكم أهلكم حد عماره 65 سنة أكيد في حد من أهلكم عماره 65 سنة وكيد حد من أهلكم اللي عماره 65 سنة بخير وصاح وفرح ويحبكم وأنتو تحبون صح طيب لما نقول 50 سنة قدام هذا عمر حصة 65 سنة بعد 65 سنة هذا عمرها بيكون السؤال هي في وضع فرح وسعادة وأمان مثلكم نحن ما نقبل اللي يكون أحسن منكم قبل ما ننتقل الموضوع هذا أريد أقول أن ترى أنتو أمل هذه البلاد أنتو مستقبلها وأنتو السلاح الحقيقي ترى ليس الثلاثة مليون برميل لا أنتو مستقبلها بلد أنتو صمام أمانها مسيرتكم يمكن تشوفونها طويلة الإنسان ما يقول يقول عشر سنين فاتت علي أذكر يوم كنت في صف لفلانة وأنا اليوم مرت عشر سنين بسرعة لكن لما تنظر الوجه الآخر تقول العشر سنين قدام ومتى بتوصلني لا صدقوني بتوصل لكن المهم توصل ونحن في أمان توصل هذه العشر سنين وبلدنا بخير أنا متأكد الذي شفته في تجربتي البسيطة من مخلطتي البسيطة مع العقول النيرة والويوه الفرحة المتفائلة أن نحن نراهن على الإنسان الصحيح في مستقبل لأمانة كبيرة مثل دولة الإمارات المتفائل المتفائل هداني لأن لأن أعتقد لو أنا في سنكم بستفيد منها كثير مع أني أنا في هذا السن أستفيد وعيد إذا إذا كانت نظرتك إيجابية رأيت التحديات فرصا في المستقبل ونجاحا في الناس وطاقات وماهم يعني الناس هذه الطاقات ووافع أنت تشوف إيجابية لكن نحن دائما ننظر للموضوع بطريقة أخرى أكمل أقرأ في الموضوع هذا لأن جميل يقول براشد أسوأ شيء أسوأ شيء تفعله هو أن تنتظر لأن الانتظار ضياع الوقت وضياع للسنوات وفوات للإنجازات الإنسان الإيجابي لا ينتظر الابتسامة الحظ الإنسان الإيجابي لا ينتظر الابتسامة الحظ له بل يبتسم هو للحياة هو يسعى منطلقا خلف أحلامه وطموحاته القائد الإيجابي يستطيع أن يتحكم في الفرعون الصغير الذي بداخله ويتواضع للناس وينسب وينسب النجاح لفريق عمله قبل الأخير في جملة حلوة البوراست يقول فيها الرياضة تعلمنا الإصرار والعمل الجماعي واحترام القوانين والعدالة مع خصومنا جميلة خصومنا المقصود حسب اعتقادي أنه حتى لو تلعب مباراة بينقبونغ مثلا وتنغلب وتصبح تهني صاحبك آخر فقرة بقراها كتابة وراشد لما أرسل الكتاب لي لأن جملة فيها وايد تأثرت منها يقول الأخ والصديق والرفيق المسيرة محمد بن زايد على نهيان تعلمنا من مؤسسي الإمارات بأن المستحيل هو وجهة نظر بأن المستحيل هو وجهة نظر وبأن الإيجابية والتفائل هو أسلوب حياة وبأن سعادة شعب الإمارات هي غاية العمل الحكومي في دولتنا جميلة يا أخواني إذا مشكور يا براشد وين ما تكون والله يحفظك إن شاء الله أريد أنتقل إلى موضوع دخلناه في التربية والتعليم اللي هو مادة الأخلاق كثير من الناس يتساءل ليش وكثير من الناس يفرض راية لوجهة نظر مختلفة وأنا أقدر أقول لك كل وجهة نظر صحيحة بنسبة وتناسب لكن دعوني أقول لكم من وين نحن نجينا لهذا الموضوع أو وين نحط هنا العالم تغير العالم اليوم ممكن تركب طيارة الإمارات تتريق عند هلك الصبح تتغدى في بريطانيا على غدى اجتماع وبعدين تركب الطيارة البرتش وتطلع من لندن في نفس اليوم وتنزل في نيويورك تتعشى على اجتماع وبعدين تركب الطيارة في نفس الليلة وترجع أجدادنا اللي أنتوا أجدادكم يعني اللي عشنا وياهم كانوا على أساس يروحون العمرة أو الحج كان رايح على مركوب كان هذا أي كان كان ياخذ ستة شهور وخمسين في المئة المركوب لا يرجع لأنه ممكن يموت في الطريق وإذا الله سلم يعني الشايب ولا زوج ذاك اليوم وترجع بالسلامة فكانت الحياة مختلفة اليوم نحن نعيش في حياة مختلفة الشيء الثاني على اساس أطرقهم بسرعة على اساس ما أخرق لو كل واحد يرجع خلفية في التاريخ أو يروح عند هلا هو نسكون أمه ولا جدته بيحصلهم في قرية أين كان قرية وبيحصل هالقرية ما قل فيها من جنس آخر اليوم نحن المتأثرات التي موجودة علينا ناهيك عن السوشال ميديا أو الإعلام حتى لو تعيش في مدينة جارك وهو جارك وولد عمك ساكن عنك ركوب سيارة وما أريد أدخل في تفاصيل أكثر بس أريد أشرحها بالطريقة وأقول أن اللي يأثر علينا واي ونحن في المقابل ما عندنا أنتي بايوتكلة ما عندنا المضاد الحي ونأخذه والأنتيك اللي نأخذه نأخذه من وقت قصير من الوالد وللوالدة والأصدقاء اللي ممكن يكون عنده شوية حكمة على فهم للموضوع لكن إذا كان هذا غريب على دولة الإمارات مع أن نحن اليوم عندنا تسعة مليون غير إماراتي وعندنا سوشال ميديا ودخلنا هذا المادة في السنة اللي فاتت طيب أنا وايد أقدر تاريخ اليابان اليابان هذه المادة دخلت في منهاج الياباني منهاج التربية والتعليم الياباني سنة 1870 يعني دعنا نقول في آخر 1800 نحن نتكلم عن حوالي 140 سنة طيب ليش الياباني ندخلوها لأنه حسوا شوية في أن بعض العادات والتقاليد بتنهز عندهم نحن نحتاج دائما منبه ينبهنا الصبح تحط الساعة خمس ونص يدق الجرس عشان تنش نحن نحب يكون عندنا صديق مو بقريب وايد لكن قريب بحيث إذا تورطنا نتصل فيه يا فلان أو فلان شرائك طيب نحتاج أيضا شيء ينبهنا في أن نحن نحافظ على هذه القيم ونحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة ما نبهت نخطف عنا ما نبه أن يدخل علينا شيء غريب يخرب من قيمنا قبل ما نتفق على أن تكون هنا جامعة إنوأيو في بلادكم تلقيت هي مدير الجامعة وتحدثت في الموضوع هذا مطولا لكن ما الذي خلاني أتشجع أن تكون جامعة إنوأيو في دولة الإمارات عامل رئيسي مهم هو أن تكون جامعة مميزة صحيح لكن من ميزة هذه الجامعة يعيالي هو أن إنوأيو موجودة في الأرجنتيا فرع موجودة في باريس وعندي علم تكلم عن كذا سنة أنها تفتح في آسيا أظن إلحين فتحت في الصين أنا عندي قناعة أن تذكرون القصة في باكستان عندما تكلم في باكستان عندي قناعة أن نحن على الدخل اللي يانا هذا من عادات وتقاليد مختلفة بدنا ندفع ضريبة لكن في المقابل ردة الفعل عند نسبة معينة من مجتمعنا بتكون غير مسيطرة عليها طيب كيف تقدر تسوي جمع لهذا المجتمع بحيث أنك أنت تسيطر في أنك أنت تخرج بطريقة جميلة لازم تدخل هذه المادة واتدخل مادة أخرى اللي موجودة ومميزة فيها إن وي نحن كمجتمع شرق أوسطي نحن كعرب كمسلمين تعلمنا شيء تعلمنا نحن دائما صح وهذه كارثة حقيقة ترى نحن ما اخترعنا الويلة على أساس نكون دائما صح وعلى أساس وعلى أساس العلم هذا مربوط بإجتهاد بإجتهاد لكن نحن كعرب تعلمنا دائما نقول نحن صح وهذه تحدي في الويلة في الويلة في الويلة سوالي سوالي عن هذا الموضوع السنغفورة كيف خرجت من ماليزيا السباب بتعرفونها بعدين لكن كيف سنغفورة وصلت إلى اليوم نحن نطرش أولادنا يدرسون أو شيباننا يتعالجون مع أنها كانت من أفقر الدول الموجودة في العالم كوريا الجنوبية على أساس الشيء بشيء يذكر كانت لقبل عشرين سنة تاخذ معونات من دول الغنية اليوم من الجي 20 نحن في دولة الإمارات لازم نعرف الكلتش الطرف الآخر عادات وتقاليد الطرف الآخر نحن بالنسبة لنا في دولة الإمارات لازم نعرف في جيلكم في عمركم بعد 25 سنة من اليوم لازم نعرف كيف نتعامل مع تشاين ولازم نعرف كيف نتعامل مع تشيلي ونوقع عقود وياهم ونفوز نحن بالعقود ونربح شركات الإمارات الإماراتية كنت أقول بالنسبة لثروتنا فيكم أهم من ثروة ثلاثة مليون برميل وهي حقيقة بدونكم بدونكم ما فيه ثلاثة مليون برميل بدونكم ما نقدر نكمل مسيرة لهذا السبب بسمه الشيخ محمد بن راشد لحفظ وحفظكم قام بخلق وزارة بسمكم مش وزارة بسم غيركم بسمكم أنتم وحط فيها من أكفى بناتنا على فكرة اللي حصل أولاد أكفى منها حطينا ما حصلنا هذه المناسبة أريد أذكر في دقيقتين موضوع مهم يخص الأغلبية في القاعة كل عام أنتم طيبين إن شاء الله يقال دائما أن لمرات فيها ريال لمرات فيها رجال صحيح لكن والله الرجال أنتم حوال لمرات فيها رجال لمرات فيها رجال وهي المبروكة وهي المعلمة في مواصفات جميلة فيكم لكن اللي اللي يهم في الموضوع هذا أن نحن ترى إذا نتكلم عن أن نحن نستغل الدولار هذا بحجمه الكامل وإن شده شد بحيث أن نستفيد من كل فلس فيه هو أن نحن نستفيد منكم ما نقدر نهمش خمسين في المئة أو ثنين وخمسين في المئة من مجتمع دولة لمرات مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة في أن تقوم في مناصب لما أنا كنت ضابط القوات المسلحة ما كنت أحلى من المرأة وكنت تسويها اليوم عندنا وحدة اسمها مريم المنصوري أريد بهذا اليوم المبروك وكل عام أنتم طيبين إن شاء الله أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم والله وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات وبالنسبة لي لا أريد أن يفوتني أيضا أن نذكر أمهات شهدانا أريد أن أتحدث بالمصطلح لمرأتي أكثر نحن الحرم المبروكة لما جبلنا ولد أو بنت مبروكة نقول بطنها الجنة وحقيقة أنا أشهد بالله أن هذه الأمهات التي أنا زرت وتحدثت فقدوا فقدوا أعز ما يملكون واحد أنا أشهد أنهم ربا وإن شاء الله نحسب عيالهم عند ربي من الشهداء شيء ثاني أريد أقول أن هذه الأمهات ترى حقهم علينا هنا لا يمكن أن ننساهم وهم بالنسبة لي أنا قدوة المجتمع حقيقة في في قصة جميلة أريد أذكرها ويمكن تسمعها صاحبة الحدث نعزي وحدة في ولدها فتقول أنا بخير فحسيت بها أن متأثرة فرديت عليها طرح مرة ثانية وكان طرحي أم يعني أحسن الله أعزات ونحن عيالة قالت يا محمد أنا مبزعنا أنا متأثرة على ولدي غالي سار أنا مبزعنا أنا بالمناسبة هذه أريد أشكرك فتفاجأت كيف كيف أم فاقد ولدها ظناها تبت تشكرني في هذا كل لحظة قالت محمد أنا أدري لو هذا ما تم هناك هذا بيتم هناك تعرفون هذه النظرية ما تقول بالنسبة لي هاي نظرية استراتيجية على فكرة في كل حدث يصير في العالم على مرور التاريخ إذا انتظرت هي كلام بيتك انتهى الموضوع سواء محاربة مخدرات أو إرهاب أو حرب بعينها هذه الحرمة التي كانت تكلمني لم يكن متعلمة كانت أمكم خدكم لكن تشوف الموضوع بطريقة ثانية في عندنا أمهات في هذه البلد خلقتهم الأحداث قسم بالله يا عيالي ما تصدقون حتى لو تنسرد القصة لكم الواحد يعني يفتخر اللي عنده شك في أي مجال يروح الموضوع موضوع مو بصعب تشتغل مهندس في عدنك تشتغل في اتصالات مهندس تشتغل في شركات إلى آخر موضوع هذه المناسبة تذكرني بس مع رضايدكس مع رضايدكس مريت على شركتين أريد أذكرهم بالاسم ولكن في شركات أخرى يعني أنا لا أريد أن أتحدث عنهم لكن الشركات هذه ممكن سمعت من واحدة اسمها دارك متر واحدة اسمها أيرث شفت مهندسين ومهندسات موجودات يسوون تقنية على فكرة خمسين أو ستين في المئة ما لها دخل في الشرك العسكري لكن عندهم كوالتي نوعية من الصناعة أنا فخور أن هذه الصناعات موجودة في بلادي بيدين تصنع بيدين مهندسين إماراتيين التخصصات المختلفة التي تفكرون فيها بدون شك نحتاج إلى تخصصات الهندس هذا هذا التخصص الذي نحن ما نقدر نقول كفاية منه وهذا التخصص الذي في المستقبل هو مستقبل أمة ولكن بلادكم هناك منطقة منطقة غير مستقرة منطقة صعبة فيها تحديات فيها وجهات نظر مختلفة لكن أنا عندي قناعة أن بلادنا الإمارات اليوم مثل النور اللي منور في أرض مظلمة قدوة للآخرين ما احترامي لكل جيران وقدوة حسنة وعلى فكرة أنا ما أزايد ولا أرفع الهمم اليوم أنا أقول حقائق في أرقام حقائق والأرقام يا أخواني يا أخواتي عمرها ما تنافق إذا تحط رقم ورقم يطلع الرقب صحيح بس المهم تحسبها صح فدولة الإمارات غض النظر عن التحديات في المنطقة إلا أن قدوة حسنة لمنطقة في الشرق الأوسط وتعرفوا شو حاولنا نسوي نحن في دولة الإمارات خلال الستين سنة لمرات ترى من منطقة الشرق الأوسط حد يروح يسوي بحث كم رسالة إيجابية طلعت من منطقة الشرق الأوسط للعالم بلادكم هذه كل يوم نحاول نرسل رسالة إيجابية للعالم أننا نحن عايشين في منطقة فيها الحرارة خمسين والرطوبة مية والمنطقة فيها هذه الأوضاع ولكن نحن نحاول نرسل رسالة إيجابية توصل شرق وغرب أقصاه من أقصاه وهذه حقية لما تكلمنا عن اليابان بساعة تكلمنا عن المادة اللي خليني أرجع لها حقيقة حادثة صارت في مكان ما اليوم خلتني أزعل النتيجة من إماراتي هذا الطرح نحن ترى مستعدين نخدم بلادنا في كل شيء أنا لا أريد أن أدخل في التفصيل الموضوع الذي تصار ترى مو بعيب الواحد يشتغل يا أخواني في بلاده يخم لا والله بكمل تسمح لي بكمل مو بعيب الواحد يشتغل في بلاده يسونك تكسي وخاصة إذا كانت مناسبة إذا فيه شيء اسمه إكسبو ونحن قاعدين نعرض للعالم والعالم كله موجود عندنا في دارة المرات لازم نظهر للعالم مو بالمبنى الموجود الإنسان الموجود الإماراتي ومعدن أشوه اليابان من أقوى اقتصادات العالم اليابان من أجمل تاريخ يكتب عن الدول اليابان دولة دولة يخليك وضعك لما تشوف اليابانيين يتصرفون بهذا التصرف اللي تشوفه جدامك تحترم نفسك أنا متأكد أنكم قريتوا هذا الموضوع وعرفتوا عن هذه البلد وعادتوا وتقاليد لكن ترى هذا ما يجي من فراغ مش معقولة اليابان صار فيها هذا الأدب والأحلاق والاحترام بناء على نحن بنقول في اللازل المحلية الضرب الوسمي وظهر العشر لا ما بطريقة هذا جيل يورث على جيل هذه صنعة تصنعها أنت تصنعها وتحكها جيل طيب أنا رايح في هذا الاتجاه في الطرح كل واحد منكم كل وحدة منكم سفير لبلادة يمثل بالطريقة اللي لما ينظر لبلادة ومنجزاتها أو ينظر لبلادة وحبه وحجم حبه لبلادة يقول أنا بتصرف في الطريقة هاي لا نكابر يا عيالي على بلادنا وسمعة بلادنا أبدا وايد مهم أن نفكر مرتين نعطي نفسنا خمس ثواني تفكير لأنكم أنتوا سفراء حد منكم بيبقى حد منكم بيروح يتعلم برا الناس ما بتعرف هذا الإنسان اللي جايينها اسمه العامري ولا من الفجيرة ولا من العين من مدينة ولا من قرية ولا من العائلة الفلانية أي شيء بتسويه إيجابي بيقولون الإماراتي أي شيء بتسويه سلبي بيقولون الإماراتي ونحن كنا مسؤولين للصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد لأن كنا كلكم راعا كلكم راعا على سمعتها البلاد وخاصة الإنسان لما يتغرب أرجع مرة ثانية وأقول الأمل فيكم كبير لأنكم أنتم تعلمتم صح وأنت تربيتم صح وأنت أحسن مننا ولازم تكونون أحسن مننا مو بكيفكم لازم تكونون أحسن منبهاتكم ويدودكم هذا السلاح الذي تريدونه لأن المرحلة الجاية مرحلتكم يجب أن تكون سهلة لكن سهلة بالعلم الذي تعلمونه سأتشوفكم مرة ثانية وكان يوم طيب وكل عام أنتم طيبين السلام على أهل يشرفني أن أدعو راعي هذا المجلس العامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للحوات المسلمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر المتفائلة الطموحة التي نحن نراهن عليهم نراهن عليهم بمسؤولية مسؤولية بلد مسؤولية أمة مسؤولية أهل مسؤولية جيل بعدكم وإن شاء الله تفحوبهم لكن قبل ما أبدأ في الكلمة أريد أن أبلغ وصية للجميع سلام من الشيخ خليفة أبوه الجميع والسلام خاص من الشيخ محمد بن راشد على الجوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قبل ما ترجمة نانسي قنقر Like leaves, they are there to take what they need And as soon as it gets cold or a wind blows in your life, they are gone You can't be angry at them, it's just who they are The second type of people, branch people There are some people who come into your life and they are like branches on a tree They are stronger than leaves, but you have to be careful with them They will stick around for more season But if you go through a storm or two in your life, it's possible that you can lose them Most times, they break away when it's tough Although they are stronger than leaves, you have to test them out before you run out there And put all your weight on them In most cases, they can't handle too much weight But again, you can't be mad with them, it's just who they are The final type of people are rude people If you can find some people in your life who are like roots of a tree, then you have found something special Like roots of a tree, they are hard to find Because they are not trying to be seen Their only job is to hold you up and help you live a strong and healthy life If you thrive, they are happy for you They are still low-key and don't let the world know that they are there And if you go through an awful storm, they will hold you up Their job is to hold you up, come what may To nourish you, feed you and water you Just like a tree has many limbs and many leaves There are few roots Look at your own life How many leaves, branches and roots do you have? And what are you in other people's lives? You may want to call them today Or send them a message Just to thank them for being roots in your life I'm sure that many of you and your friends have seen this What did you do? But the issue of the problem is that the problem is that the problem is that the problem is in this issue All human beings is em Every person is in their life Especially when the problem is grouvelous Exalt A story It is a person فرحلتكم أنتم ورحلة جيل لحمل وطن مهم الواحد يشد الحزام ويرحل ويجاهد على أساس يرجع متسلح جاهز يستلم الرأي وأتحدث عن هذا الموضوع اليوم نحن لقائنا هناك سؤال يطرح نفسه لماذا؟ لهذا السبب أنتم جيل مهمة كنت سعيد جداً أن أرى أكثر البنات والأولاد التي كنت قابلهم تخصاتهم مشرفة كثير منكم مهندسة تشرف بكم نحن هذه حظ بلادكم بكم وجودكم هنا اليوم بساطة جداً هو علشان الطرف والطرف الآخر يفكر بصوت عالي لأننا كلنا شركاء في الموضوع شركاء في هذا الوطن شركاء في همومة شركاء في سعادة شركاء في تقدمة شركاء في أمنة شركاء في حتى رسالة ردعة كلنا شركاء لكن هناك حد مننا من مستلم الراية ويركض فيها وحد مننا من مستلم الراية وفي فترة أن يسلمها وفي حد مننا من عليها الدورة أن يستلم الراية جاية لا محالة سنة الحياة ف مهم جداً للإنسان يفكر بصوت عالي مثل ما أنا سويت اليوم وأمس أول أمس مع عيالي في بيتنا بيتنا الصغير لما عرفت أني أنا بقوم وبتحدث في جيل بالنسبة لي أنا فارق سن كبير 25 سنة 30 سنة فحبيت أني أنا عرف ما يفكرون عيالي والمناسبة جبت واحدة من بناتي يسمى حصة هنا جبت لنا عندها فكار جيدة حقيقة عندي ورقة وما جبتها للأسف كانت كاتبت أنها يروحها فأقول لي أبويا يقول هذه الفقرات فلما طلعت الورقة المكتوبة بنت عمرها 15 سنة ورجعت في التاريخ لما كان عمري أنا 15 سنة وعلى فكرة يوم كان أكثر جيلي عمري 15 سنة فرحت تعرفون لي لأن التحدي في المستقبل أعقد التحدي في المستقبل ثجيل ولو ننظر للتاريخ نلقى الأمور تستاد حقيقة صعوبة عقيدة الفارق بين الماضي والحاضر والمستقبل الماضي فيه جوع وقلة أمن لكن كنا في محيط صغير في محيط رواحنا أتذكر أول ما قال لي أبويا رحمة الله عليه بتصير وي أنا قنص وعرفت أني أنا بسير برى الإمارات وذاك اليوم برى بوضبي قبل الاتحاد كنت صغير عمري 5 سنين نزلت في منطقة اسمها باكستان فتوقعت أنه لا يوجد شيء اسمه دولة في العالم غير بوضبي أو غير محيط نص صغير فتفاجأت أنه هناك شيء اسمه باكستان اليوم الذي في السن هذا يعرف أكثر عن محمد بن زايد يوم كان عمري 5 سنين بوايد واليوم يوم سمعت أفكار من حصة بهذه الطريقة فرحت لأن العلم الذي أنتم تسلحوا به والتقنية التي أنتم تتعلمونها لازم تكون أحسن الموجود في العالم والأسباب الرئيسية نحن عندنا خيار خيار هذا مطروح والكثيرة عارفة وهن اثنين ما لهن ثالث هل نحن نريد أن نعتمد على الكم أو نريد أن نعتمد على النوعية السؤال يطرح نفسه بطريقة أخرى هل دولة الإمارات بلادنا عندنا الخيار أن نعتمد على الكم لا فما عندنا خيار إلا نحن نروح للكوليتي للنوعية فمن هذا المنطلق لازم يكون تسليح حقيقي اللي هو العلم الكم بحيث أن نحن ننافس بكم دول العالم أنا لا أريد أن نقول أننا نريد أن ننافس شركة بوينج كلكم تعرفون من شركة بوينج نحن لا نريد أن ننافس شركة إيرباس كيف نصلنا أحسن طيارة إيرباس نقل سواء مئة مئتين أو خمسمائة راكب ليس هذا هدفنا يا أخوان بعيالي نحن هدفنا أن نحن ننافس فنلندا النافس نيوزيلندا النافس حتى كوريا الجنوبية النافس سنغفورة على فكرة أطلب من كل واحد منكم تقرون تاريخ كوريا الجنوبية وتقرون تاريخ سنغفورة وبقولها باختصار في ثلاثين ثانية إذا قدرت الدولتين قبل خمسين سنة كانت دول فقيرة بل تحت الخطس الفقر فدائما الواحد يسأل نفسه كيف كيف هذه الجماعة قدروا فأعيالي من الأخير دائما دائما اللي يسبق الآخر يسبقه بثلاث حاجات رئيسية رئيسية واحد الحجم لازم يكون حجمه صغير يقدر يناور اثنين وهو مهم لازم يكون عنده سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات ومكانيات ثلاثة لازم تكون هناك قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه موكل يوم اتجاه هذه العوام الرئيسية لأننا نحن مارين على مرحلة اسمها مرحلة انتهى المكون الرئيسي لاقتصادنا وهو البترول على فكرة جاي في عمركم وليس في عمرنا بس في عمركم لهذا السبب لازم نأمن الأمور من الآن ونأمنها بطريقة بحيث لما أنتوا كجيل تستلمون الراية تستلمونها وانتوا بخير تستلمونها وانتوا بعز تستلمونها وانتوا عندكم القدرة عندكم مطيرون فيها ما تستلمون الراية وانتوا ضعاف لهذا السبب نحن عندنا رهان على أن التعليم في هذه البلد المبروك بكم وبهلكم يكون رقم واحد في العالم ما نقدر نقبل رقم سنين لازم يكون حقيقة أخواني أخوات أن دولة الإمارات مغرية مغرية ليش مغرية لأن نحن عندنا اليوم أكثر من عشرين مليون ساعة تقريبا ثلاثة عشرين مغرية لأنها فيها اقتصاد قوي مغرية مغرية لأن فيها مواصلات واتصالات مميزة على المستوى المنطقة والعالم مغرية لأن عندنا أمن وأمان نحمد الله عليه فهذا الوضع هو اللي لما تسوي المؤسسات المتخصصة استبيان وتسأل شباب مثلكم في دول مختلفة من الدول العربية والسؤال يأتي وين الجهة المفضلة تعيش فيها ويأتيك الرقم سبعين في المئة من الشباب العربي يبايعيش في الإمارات السبب على أساس نحط الأمور في نصابها الحقيقي والصحيح السبب يعيالي هو أن قبل خمسين سنة قبل سبعة واربعين سنة توفقنا بقيادة حكيمة مش دكية بس لا حكيمة حطت البنية التحتية صح حطت الأساس التي نحن اليوم نتمتع في أننا نتنفس أكسجين في دولة الإمارات نقي بسعادة كل اللي صاير اليوم يعيالي ونشوفه من الشرقها الغربها هو فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم ممعانا الله يرحمهم ويطول أعماركم وأعمار أهلكم أمورنا طيبة لكن نحن قاعدين نحط رؤية 25 سنة قدام 50 سنة قدام أكيد عندنا وحدة في عمر حصة أكيد موجودة أنتوا عندكم أهلكم حد عمره 65 سنة أكيد في حد من أهلكم عمره 65 سنة وأكيد حد من أهلكم اللي عمره 65 سنة بخير وصاحي وفرح ويحبكم وأنتوا تحبونا صح؟ طيب لما نقول 50 سنة قدام هذا عمر حصة 65 سنة بعد 65 سنة هذا عمرها بيكون السؤال هي في وضع فرح وسعادة وأمان مثلكم نحن ما نقبل اللي يكون أحسن منكم قبل أن أنتقل من الموضوع هذا أريد أن أقول أن أنتوا أملها لبلاد أنتوا مستقبلها وأنتوا السلاح الحقيقي ترى ليس الثلاثة مليون برميل لا أنتوا مستقبلها بلد أنتوا صمام أمانها مسيرتكم يمكن تشوفونها طويلة الإنسان ما يقول يقول عشر سنين فاتت علي ما هذا أذكر يوم كنت في صف لفلانة وأنا اليوم مرت عشر سنين بسرعة لكن لما تنظر الوجه الآخر تقول عشر سنين قدام ومتى توصلني لا صدقوني بتوصل لكن المهم توصل ونحن في أمان توصل هذه العشر سنين وبلدنا بخير أنا متأكد اللي شفته في تجربتي البسيطة من مخلطتي البسيطة مع العقول النيرة والويوه الفرحة المتفائلة أننا نراهن على الإنسان الصحيح في مستقبل لأمانة كبيرة مثل دولة الإمارات الإمارات إذا جميل حقيقة ليس مجاملة في أخويا لا والله لكن من أجمل الكتب التي قرأت بقرأ لكم جميل بسيطة منها لأن أعتقد لو أنا في سنكم باستفيد منها كثير معني أنا في هذا السن أستفيد وعيد إذا كانت نظرتك إيجابية رأيت التحديات فرصا في المستقبل ونجاحا في الناس وطاقات وماهم يعني الناس هذه الطاقات ووافع أنت تشوفها إيجابية لكن نحن دائما ننظر للموضوع بطريقة أخرى أكمل أقرأ في الموضوع هذا لأن جميل يقول براشد أسوأ شيء أسوأ شيء تفعله هو أن تنتظر لأن الانتظار ضياع الوقت وضياع للسنوات وفوات للإنجازات الإنسان الإيجابي لا ينتظر الابتسامة الحظ الإنسان الإيجابي لا ينتظر الابتسامة الحظ له بل يبتسم هو للحياة هو يسعى منطلقا خلف أحلامه وطموحاته القائد الإيجابي يستطيع أن يتحكم في الفرعون الصغير الذي بداخله ويتواضع للناس وينسب النجاح لفريق عمله قبل الأخير في جملة حلوة البوراستاني يقول فيها الرياضة تعلمنا الإصرار والعمل الجماعي واحترام القوانين والعدالة مع خصومنا جميلة خصومنا المقصود حسب اعتقادي أنه حتى لو تلعب مباراة بينقبونج مثلا وتنغلب وتصير تهني صاحبك آخر فقرة بقراها كتابة براشد لما أرسل كتاب لي لأن الجملة فيها وايد تأثرت منها يقول الأخ والصديق والرفيق المسيرة محمد بن زايد على نهيان تعلمنا من مؤسسي الإمارات بأن المستحيل هو وجهة نظر بأن المستحيل هو وجهة نظر وبأن الإيجابية والتفائل هو أسلوب حياة وبأن سعادة شعب الإمارات هي غاية العمل الحكومي في دولتنا جميلة يا أخواني إذا مشكور يا أبو راشد ولما تكون والله يحفظك إن شاء الله أريد أنتقل إلى موضوع دخلناه في التربية والتعليم اللي هو مادة الأخلاق كثير من الناس يتساءل ليش وكثير من الناس يفرض راية لوجهة نظر مختلفة وأنا أقدر أقول كل وجهة نظر صحيحة بنسبة وتناسب لكن دعوني أقول لكم من وين نحن نجينا لهذا الموضوع وين حطينا العالم تغير العالم اليوم ممكن تركب طيارة الإمارات تتريق عند هلك الصبح تتغدى في بريطانيا على غدا اجتماع وبعدين تركب الطيارة لبريتش وتطلع من لندن في نفس اليوم وتنزل في نيويورك تتعشى على اجتماع وبعدين تركب الطيارة في نفس الليلة وترجع بلاتك أجدادنا اللي أنتوا أجدادكم يعني اللي عشنا وياهم كانوا على أساس يروحون لعمرة أو الحج كان رايح على مركوب كان هذا أي كان كان ياخذ التشهور وخمسين في المئة المركوب لا يرجع لأنه يمكن أن يموت في الطريق وإذا الله سلم يعني الشايب أو زوج ذاك اليوم وترجع بالسلامة فكانت الحياة مختلفة اليوم نحن نعيش في حياة مختلفة الشيء الثاني على أساس أطرقهم بسرعة على أساس ما أخرق لو كل واحد يرجع خلفية في التاريخ أو يروح عند هلة وينسكون أمه ولا جدته بيحصلهم في قرية أين كان قرية وبيحصل هالقرية ما قل فيها من جنس آخر اليوم نحن المتأثرات اللي موجودة علينا ناهيك عن السوشال ميديا أو الإعلام حتى لو تعيش في مدينة جارك وهو جارك وولد عمك ساكن عنك ركوب سيارة وما أريد أدخل في تفاصيل أكثر بس أريد أشرحها بالطريقة هاي وأقول أن اللي يأثر علينا واي ونحن في المقابل ما عندنا أنتيبيوتوكلا ما عندنا المضاد الحي ويناخذه والأنتيك اللي ناخذه ناخذه من وقت قصير من الوالد وللوالدة والأصدقاء اللي ممكن يكون عنده شوية حكمة على فهم للموضوع لكن إذا كان هذا غريب على دولة الإمارات مع أن نحن اليوم عندنا تسعة مليون غير إماراتي وعندنا سوشال ميديا ودخلنا هذا المادة في السنة اللي فاتت طيب أنا وايد أقدر تاريخ اليابان اليابان هذه المادة دخلت في منهاج الياباني منهاج التربية والتعليم اليابانية سنة 1870 يعني دعنا نقول في آخر 1800 نحن نتكلم عن حوالي 140 سنة طيب لماذا اليابانيين دخلوها لأنه حسوا شوية في أن بعض العادات والتقاليد بتنهز عندهم نحن نحتاج دائما منبه ينبهنا الصبح تحط الساعة خمس ونص يدق الجرس عشان تنش نحن نحب يكون عندنا صديق مو قريب وائد لكن قريب بحيث إذا تورطنا نتصل فيه يا فلان أو فلان شرائك طيب نحتاج أيضا شيء ينبهنا في أن نحن نحافظ على هذه القيم ونحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة ما نبهى تنخطف عنها ما نبهى أن يدخل علينا شيء غريب يخرب من قيمنا قبل ما نتفق على أن تكون هنا جامعة نو في بلادكم جامعة تلاقيت هي مدير الجامعة وتحدثت في الموضوع هذا مطولا لكن ما يجعلني أتشجع أن تكون جامعة نو في دولة في دولة المرات عامل رئيسي مهم هو أن تكون جامعة مميزة صحيح لكن من ميزة هذه الجامعة يعيالي هو أن نو موجودة في الأرجنتيا فرع موجودة في باريس وعندي علم تكلم عن كذا سنة أنها تفتح في آسيا أظن أن الآن فتحت في الصين أنا عندي قناعة أن تذكرون القصة باكستان عندما تكلم في باكستان عندي قناعة أن نحن على الدخل اللي ديانة هذا من عادات وتقاليد مختلفة بدنا ندفع ضريبة لكن في المقابل ردة الفعل عند نسبة معينة من مجتمعنا بتكون غير مسيطرة عليها طيب كيف تقدر تسوي جمع لهذا المجتمع بحيث أنك أنت تسيطر في أنك أنت تخرج بطريقة جميلة لازم تدخل هذه المادة واتدخل مادة أخرى اللي موجودة ومميزة فيها نويو نحن نحن كمجتمع شرق وسطي نحن كعرب كمسلمين تعلمنا شيء تعلمنا نحن دائما صح وهذه كارثة يا عيالي حقيقة ترى نحن ما اخترعنا الويلة على أساس نكون دائما صح وايد ما هم نتعلم وعلى فكرة العلم هذا ليس مربوط بالسن العلم هذا مربوط باجتهاد لكن نحن كعرب تعلمنا دائما نقول نحن صح وهذه تحدي في الكلش مالنا ترى في ناس وايد صح هناك تحت الطرف الثاني من الكرة الأرضية والطرف الآخر صح أيضا أقول لكم قصة خارج عن النص هذا أتمنى أنني لم أمسجل لايف سوالي واحد تلفون أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع كثير لكن ما أريد أن أقول أن هناك صح في طرف آخر نتعلم منهم مبعب ترى سنغفورة قبل خمسين سنة كانت مستنقعات وإذا تعرفون الأسباب إذا قريتم عن هذا الموضوع السنغفورة كيف خرجت من ماليزيا أسباب تعرفونها بعد لكن كيف سنغفورة وصلت إلى اليوم نحن نطرش أولادنا يدرسون أو شيباننا يتعالجون مع أنها كانت من أفقر الدول الموجودة في عالم كوريا الجنوبية على أساس الشيء بشيء يذكر كانت قبل عشرين سنة تأخذ معونات من دول غنية اليوم من الجي نحن في دولة الإمارات لازم نعرف الكلتش الطرف الآخر عادات وتقاليد الطرف الآخر نحن بالنسبة لنا في دولة الإمارات لازم نعرف في جيلكم في عمركم بعد خمس وعشر سنة من اليوم لازم نعرف كيف نتعامل مع تشاين ولازم نعرف كيف نتعامل مع تشيلي ونوقع عقود وياهم ونفوز نحن بالعقود ونربح شركات إماراتية كنت أقول بالنسبة لثروتنا فيكم أهم من ثروة ثلاثة مليون برميل وهي حقيقة بدونكم ما في ثلاثة مليون برميل بدونكم ما نقدر نكمل مسيرة لهذا السبب اسمه الشيخ محمد بن راشد على حفظ وحفظكم قام بخلق وزارة بسمكم مش وزارة بسم غيركم بسمكم أنتم وحط فيها من أكفى بناتنا على فكرة اللي حصل أولاد أكفى منها حطينا ما حصلنا أكفى بهاي المناسبة أريد أذكر في دقيقتين موضوع مهم يخص الأغلبية في القاعة كل عام أنتم طيبين إن شاء الله يقال دائما أن اللي مرات فيها ريال لمرات فيها رجال صحيح لكن والله الرجال لنتم الله حوى للمشاهدة هناك مثل يقال في الغرب يقول تطوير الوزر إلى المكسوم نحن لدينا المرأة تمثل أكثر من 50% لا لا حقيقة هي الأم والمربية وهي الأخ والزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة في مواصفات جميلة فيكم لكن اللي اللي يهم في الموضوع هذا أن نحن ترى إذا نتكلم عن أن نحن نستغل الدولار هذا بحجم الكامل وإن شد شد بحيث أن نستفيد من كل فلس فيه هو أن نحن نستفيد منكم ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة المرأة مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة في أن تقوم في مناصب لما أنا كنت ضابط القوات مسلحة ما كنت أحلى من المرأة وما كنت تسويها اليوم عندنا وحدة اسمها ماريا من منصوري أريد بهذا اليوم المبروك وكل عام أنتو طيبين إن شاء الله أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على مهاتكم المبروكات وبالنسبة لي ما يريد ما يريد يفوتني أيضا أن نذكر أمهات شهدانا شهدانا أريد أتحدث بالمصطلح للمرأتي أكثر نحن الحرم المبروكة عندما تجيب لنا ولد أو بنت مبروكة نقول بطنها الجنة وحقيقة أنا أشهد بالله أن هذه الأمهات التي أنا زرت وتحدثت وتحدثت فقدوا عز ما يملكون واحد أنا أشهد أنهم ربا وإن شاء الله نحسب عيالهم عند ربي من الشهداء شيء ثاني أريد أقول أن هذه الأمهات ترى حقهم علينا هنا لا يمكن ننساهم وهن بالنسبة لي أنا قدوة المجتمع حقيقة في في قصة جميلة أريد أذكرها ويمكن تسمعها صاحبة الحدث نعزي وحدة في ولدها فتقول أنا بخير فحسيت بها أنها متأثرة فرديت عليها الطرح مرة ثانية وكان طرحي أمي يعني أحسن الله أعزات ونحن عيالس كلنا قالت يا محمد أنا مبزعنا أنا متأثرة على ولدي غالي سار أنا مبزعنا أنا بالمناسبة هذه أريد أشكرك فتفاجأت كيف أم فاقد ولدها ظناها تبت تشكرني في هذه لحظة قالت محمد أنا أدري لو هذا ما تم هناك هذا بيتم هناك تعرفون هذه النظرية بالنسبة لي هذه نظرية استراتيجية على فكرة في كل حدث يصير في العالم على مرور التاريخ إذا انتظرت هيك لين بيتك انتهى الموضوع سواء محاربة مخدرات أو إرهاب أو حرب بعينها هذه الحرمة التي كانت تكلمني لم يكن متعلم كانت أمكم خدكم لكن تشوف الموضوع بطريقة ثانية في عندنا أمهات في هذه البلد خلقت هم الأحداث قسم بالله يعيالي ما تصدقون حتى لو تنسرد القصة لكم الواحد يفتخر أن عندنا نساء بهذا الشكل كل عام أنت طيبين أمهات شكاً الموضوع لا يوجد صعب أو مستحيل أحدد أنك أنت تروح في مكان تحترف فيه أنت تكون مستحيل لا تروح في مكان أنت هاوي تروح له هناك فرق بين الهواية والاحتراف نحن عندنا هواية كريائية لنلعب كرة قدم كرة طائرة كرة يد هذه هواية لا يوجد صعب تعمل مهندس في عدنك تعمل في اتصالات مهندس تعمل في شركات إلى آخر وهذه المناسبة تذكرني بس مع رضايدكس مع رضايدكس مريت على شركتين أريد أذكرهم بالاسم ولكن هناك شركات أخرى لا أريد أن أتحدث عنهم لكن الشركات هذه ممكن سمعته من واحدة اسمها دارق متر وواحدة اسمها أرث شفت مهندسين ومهندسات موجودات يسوون تقنية على فكرة خمسين أو ستين في المئة ما لها دخل في الشرك العسكري لكن عندهم كوالتي نوعية من الصناعة أنا فخور أن هذه الصناعات موجودة في بلادي بيدين تصنع بيدين مهندسين إماراتيين تخصصات المختلفة التي أنتم تفكرون فيها بدون شك نحن نحتاج إلى تخصصات الهندسية هذا التخصص الذي نحن ما نقدر نقول كفاية منه وهذا التخصص الذي في المستقبل هو مستقبل أمة ولكن بلادكم بتقبلكم في تخصصات مختلفة لا تفكروا في هذا الموضوع المهم أن تركزون على أن هذه احتراف وليس هواية أنا من الناس المتفائلين جدا مثل ما ذكرت مساعبكم ومتفائل جدا في خمسين سنة جاية مع العلم أننا نحن في منطقة غير مستقرة منطقة صعبة فيها تحديات فيها وجهات نظر مختلفة لكن أنا عندي قناعة أن بلادنا لمرات اليوم مثل النور اللي منور في أرض مظلمة قدوة للآخرين ما احترامي لكل جيرانا وقدوة حسنة وعلى فكرة أنا ما أزايد ولا أرفع الهمم اليوم أنا أقول حقائق في أرقام حقائق والأرقام يا أخواني يا أخواتي عمرها ما تنافق إذا تحط رقم ورقم يطلع الرقب صحيح بس المهم تحسبها صح فدولة الإمارات غض النظر عن التحديات في المنطقة إلا أن قدوة حسنة لمنطقة في الشرق الأوسط تعرفوا ما حاولنا نسوي نحن في دولة الإمارات خلال 60 سنة لمرات ترى من منطقة الشرق الأوسط حد يروح يسوي بحث كم رسالة إيجابية طلعت من منطقة الشرق الأوسط للعالم بلادكم هذه كل يوم نحاول نرسل رسالة إيجابية للعالم أن نحن عايشين في منطقة فيها الحرارة 50 والرطوبة 100 والمنطقة فيها هذه الأوضاع ولكن نحن نحاول نرسل رسالة إيجابية توصل شرق وغرب أقصاه إلى أقصاه وهذه حليل لما تكلمنا عن اليابان بساعة تكلمنا عن المادة اللي خليني أرجع لها حقيقة حادثة صارت في مكان ما اليوم خلتني أزعل النتيجة من إماراتي هذا الطرح نحن ترى مستعدين نخدم بلادنا في كل شيء أنا مريد أن أدخل في التفصيل الموضوع الذي تصار ترى مو بعيب الواحد يشتغل يا أخواني في بلاده يخم اللي موجود الإنسان اللي موجود الإماراتي ومعدن أشوه اليابان من أقوى اقتصادات العالم اليابان من أجمل تاريخ يكتب عن الدول اليابان دولة يخليك وضعك لما تشوف اليابانيين يتصرفون في هذا التصرف اللي تشوفه جدامك تحترم نفسك أنا متأكدة أنكم قريتوا هذا الموضوع وعرفتوا عن هذه البلد وعاداته وتقاليده لكن ترى هذا ما يجي من فراغ مش معقولة اليابان صار فيها هذا الأدب والأخلاق والاحترام بناء على نحن نقول في اللهزة المحلية الضرب الوسمي وظهر العشر لا ما موب بالطريقة هذا جيل يورث على جيل هذه صنعة تصنعها أنت تصنعها وتحكها جيل طيب أنا رايح في هذا الاتجاه في الطرح كل واحد منكم كل وحدة منكم سفير لبلادة يمثل بالطريقة اللي لما ينظر لبلادة ومنجزاتها أو ينظر لبلادة وحبه وحجم حبه لبلادة يقول أنا بتصرف الطريقة لا نكابر يا عيالي على بلادنا وسمعة بلادنا أبدا وايد مهم أن نفكر مرتين نعطي نفسنا خمس ثواني تفكير لأنكم أنتم سفراء حد منكم بيبقى حد منكم بيروح يتعلم برا الناس ما بتعرف هذا الإنسان اللي جايينها اسمه العامري ولا من الفجيرة ولا من العين مدينة ولا من قرية ولا من العائلة الفلانية أي شيء بتسويه إيجابي بيقولون الإماراتي أي شيء بتسويه سلبي بيقولون الإماراتي ونحن كلنا مسؤولين للصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد لأن كنا كلكم راعا كلكم راعا على سمعة هذه البلاد وخاصة الإنسان لما يتغرب أرجع مرة ثانية وأقول الأمل فيكم كبير لأنكم أنتم تعلمتم صح وأنت تربيتم صح وأنت أحسن مننا ولازم تكونون أحسن مننا ليس بكيفكم لازم تكونون أحسن من إبهاتكم ويدودكم هذا السلاح الذي تشلونه لكي المرحلة الجاية مرحلتكم يجب أن تكون سهلة لكن سهلة بالعلم الذي تعلمون سعد أن أراكم مرة ثانية وكان يوم طيب وكل عام أنتم طيبين السلام على أهل يشرفني أن أدعو راعي هذا المجلس العامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للحوات المستمعي اشتركوا في القناة خضر السيح خضر السيح السلام عليكم بساكم الله بالخير في حد من دس وراء الصفوف يسمحوا لي ما شفتكم الموجودين لكن حياكم الله جميع بداية يسعدني جدا أن أشوف هذه ديو النيرة المتفائلة الطموحة الطموحة التي نحن نراهن عليهم نراهن عليهم بمسؤولية مسؤولية بلد مسؤولية أمة مسؤولية أهل مسؤولية جيل بعدكم وإن شاء الله تفحوبهم لكن قبل ما أبدأ في الكلمة أريد أن أبلغ وصية للجميع سلام من الشيخ خليفة أبوه الجميع والسلام خاص من الشيخ محمد بالراشد على الجوه ترجمة نانسي قنوحة ترجمة نانسي قبل 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 نانسي قبل ترجمة نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل نانسي قبل ترجمة 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 نانسي قبل ونصرنا أحسن طيارة إربس نقل سواء مئة مئتين أو خمسمائة راكب ما هذا هدفنا يا أخوان بعيالي نحن هدفنا أن نحن النافس في اللندا النافس نيوزيلندا النافس حتى كوريا الجنوبية النافس سنغفورة على فكرة أطلب من كل واحد منكم تقرون تاريخ كوريا الجنوبية وتقرون تاريخ سنغفورة وبقولها باختصار في ثلاثين ثانية إذا قدرت الدولتين قبل خمسين سنة كانت دول فقيرة بل تحت تحت الخطس يعني الفقر فدائما الواحد يسأل نفسه كيف كيف هذه الجماعة قدروا فأعيالي من الأخير دائما دائما الذي يسبق الآخر يسبقه بثلاث حاجات رئيسية رئيسية واحد الحجم لازم يكون حجمه صغير يقدر يناور اثنين وهو مهم لازم يكون عنده سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات ومكانيات ثلاثة لازم تكون هنا قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه موكل يوم اتجاه هذه العوام الرئيسية لأننا نحن مارين على مرحلة اسمها مرحلة انتهى المكون الرئيسي لاقتصادنا وهو البترول على فكرة جاي في عمركم مش في عمرنا بس في عمركم لهذا السبب لازم نأمن الأمور من الآن ونأمنها بطريقة بحيث لما انتم كجيل تستلمون الرأي تستلمونها وانتم بخير تستلمونها وانتم بعز تستلمونها وانتم عندكم القدرة انكم اضطيرون فيها ما تستلمون الراية وانتم ضعاف لهذا السبب نحن عندنا رهان على أن التعليم في هذه البلد المبروك بكم وبهلكم يكون رقم واحد في العالم لا نستطيع أن نقبل رقم اثنين لازم يكون حقيقة تقريبا ثلاثة عشرين مغرية لأنها فيها اقتصاد قوي مغرية لأن فيها مواصلات واتصالات مميزة على المستوى المنطقة والعالم مغرية لأن عندنا امن وامان نحمد الله عليه فهذا الوضع هو اللي لما تسوي المؤسسات المتخصصة استبيان وتسأل شباب مثلكم في دول مختلفة من الدول العربية والسؤال يأتي وين الجهة المفضلة تعيش فيها ويأتي كل رقم سبعين في المئة من الشباب العربي يبايعيش في الإمارات السبب على اساس نحط الأمور في نصابها الحقيقي والصحيح السبب يعيالي هو أن قبل خمسين سنة قبل سبعة واربعين سنة توفقنا بقيادة حكيمة مش دكية بس لا حكيمة حطت البنية التحتية صح حطت الأساس اللي نحن اليوم نتمتع في أننا نتنفس أكسجين في دولة الإمارات نقي بسعادة بسعادة كل اللي يصير اليوم يعيالي ويشوفه من الشرق الغربها هو فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم ممعنا الله يرحمهم ويطول أعماركم وأعماره هلكم أمورنا طيبة لكن نحن قاعدين نحط رؤية 25 سنة قدام خمسين سنة قدام أكيد عندنا وحدة في عمر حصة أكيد موجودة أنتوا عندكم أهلكم حد عمره 65 سنة أكيد في حد من أهلكم عمره 65 سنة وأكيد حد من أهلكم اللي عمره 65 سنة بخير وصاح وفرح ويحبكم وأنتوا تحبون صح طيب لما نقول 50 سنة قدام هذا عمر حصة 65 سنة بعد 65 سنة هذا عمره بيكون السؤال هي في وضع فرح وسعادة وأمان مثلكم نحن ما نقبل اللي يكون أحسن منكم قبل ما ننتقل الموضوع هذا أريد أن أقول أن أنتوا أمل هذه البلاد أنتوا مستقبلها وأنتوا السلاح الحقيقي ليس ثلاثة مليون برميل لا أنتوا مستقبلها بلد أنتوا صمام أمانها مسيرتكم يمكن تشوفونها طويلة الإنسان ما يقول يقول عشر سنين فاتت علي ما هذا أذكر يوم كنت في صف لفلانة وأنا اليوم مرت عشر سنين بسرعة لكن لما تنظر الوجه الآخر تقول عشر سنين قدام ومتى بتوصل لي لا صدقوني بتوصل بس المهم توصل ونحن في أمان توصل هاي العشر سنين وبلدنا بخير أنا متأكد اللي شفته في تجربتي البسيطة من مخلطتي البسيطة مع العقول النيرة والويوه الفرحة المتفائلة أن نحن نراهن على الإنسان الصحيح في مستقبل لأمانة كبيرة مثل دولة الإمارات المتفائل المتفائل هداني يا الشيخ محمد بن راشد أخوي الشيخ محمد بن راشد جميل حقيقة مش مجاملة في أخوي لا والله لكن من أجمل كتب اللي قرأت بقرأ لكم جمل بسيطة منه لأن أعتقد لو أنا في سنكم بستفيد منها كثير مع أني أنا في هذا السن أستفيد وعيد إذا كانت نظرتك إيجابية رأيت التحديات فرصا في المستقبل ونجاحا في الناس وطاقات ومواهب يعني الناس هذه الطاقات وواهب أنت تشوفها إيجابية لكن نحن دائما ننظر للموضوع بطريقة أخرى بكمل أقرأ في الموضوع هذا لأنه جميل يقول براشد أسوأ شيء أسوأ شيء تفعله هو أن تنتظر لأن الانتظار ضياع الوقت وضياع للسنوات وفوات للإنجازات الإنسان الإيجابي لا ينتظر لابتسامة الحظ الإنسان الإيجابي لا ينتظر لابتسامة الحظ له بل يبتسم هو للحياة هو يسعى منطلقا خلف أحلامه وطموحاته القائد الإيجابي يستطيع أن يتحكم في الفرعون الصغير الذي بداخله ويتواضع للناس وينسب النجاح لفريق عمله قبل الأخير في جملة حلوة البوراش يقول فيها الرياضة تعلمنا الإصرار والعمل الجماعي واحترام القوانين والعدالة مع خصومنا جميلة خصومنا المقصود حسب اعتقادي أنه حتى لو تلعب مباراة بينج بونج مثلا وتنغلب تهني صاحبك آخر فقرة بقراها كتابة براشد لما أرسل الكتاب لي لأن جملة فيها وايد تأثرت منها يقول الأخ والصديق والرفيق المسيرة محمد بن زايد قال نهيان تعلمنا من مؤسسي الإمارات بأن المستحيل هو وجهة نظر بأن المستحيل هو وجهة نظر وبأن الإيجابية والتفائل هو أسلوب حياة وبأن سعادة شعب الإمارات هي غاية العمل الحكومي في دولتنا جميلة يا أخواني إذا مشكور يا براشد وين ما تكون والله يحفظك إن شاء الله أريد أنتقل إلى موضوع دخلناه في التربية والتعليم اللي هو مادة الأخلاق كثير من الناس يتساءل ليش وكثير من الناس يفرض راية لوجهة نظر مختلفة وأنا أقدر أقول لك كل وجهة نظر صحيحة بنسبة وتناسب لكن دعوني أقول لكم من وين نحن نجينا لهذا الموضوع وين حطنا العالم تغير العالم اليوم ممكن تركب طيارة الإمارات تتريق عند هلك الصبح تتغدى في بريطانيا على غدى اجتماع وبعدين تركب الطيارة البريتش وتطلع من لندن في نفس اليوم وتنزل في نيويورك تتعشى على اجتماع وبعدين تركب الطيارة في نفس الليلة وترجع بلاتك أجدادنا اللي أنتوا أجدادكم يعني اللي عشنا وياهم كانوا على أساس يروحون لعمرة أو الحج كان رايح على مركوب كان هذا أي كان كان ياخذ ستة شهور وخمسين في المئة المركوب لا يرجع لأنه يمكن يموت في الطريق وإذا الله سلم يعني الشايب ولا زوج ذاك اليوم وترجع بالسلامة فكانت الحياة مختلفة اليوم نحن نعيش في حياة مختلفة الشيء الثاني على اساس أطرقهم بسرعة على اساس ما أخرق لو ناهيك عن السوشال ميديا أو الإعلام حتى لو تعيش في مدينة جارك ما هو جارك وولد عمك ساكن عنك ركوب سيارة وما أريد أدخل في تفاصيل أكثر بس أريد أشرحها بالطريقة وأقول أن اللي يأثر علينا ونحن في المقابل ما عندنا أنتيبيوتكلة ما عندنا المضاد الحيوي نأخذه والأنتيك اللي نأخذه نأخذه من وقت قصير من الوالد وللوالدة والأصدقاء اللي ممكن يكون عنده شوية حكمة على فهم للموضوع لكن إذا كان هذا غريب على دولة الإمارات مع أننا نحن اليوم عندنا تسعة مليون غير إماراتي وعندنا سوشال ميديا ودخلنا هذا المادة في السنة اللي فاتت طيب أنا وايد أقدر أقدر تاريخ اليابان اليابان هذه المادة دخلت في منهاج الياباني منهاج التربية والتعليم اليابانية سنة ألف وثمانمية وآخر سبعين يعني دعنا نقول في آخر ألف وثمانمية نحن نتكلم عن حوالي مية و أربعين سنة طيب ليش الياباني ندخلوها لأنه حسوا شوية في أن بعض العادات والتقاليد بتنهز عندهم نحن نحتاج دائما منبه ينبهنا الصبح تحط الساعة خمس ونص يدق الجرس عشان تنش نحن نحب يكون عندنا صديق مو بقريب وايد لكن قريب بحيث إذا تورطنا نتصل فيه يا فلان أو فلان شو رايك طيب نحتاج أيضا شيء ينبهنا في أننا نحن نحافظ على هذه القيم ونحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة ما نبهت نخطف عنها ما نبه أن يدخل علينا شيء غريب يخرب من قيمنا قبل ما نتفق على أن تكون هنا جامعة إنوأيو في بلادكم تلاقيت هي مدير الجامعة وتحدثت في الموضوع هذا مطولا لكن ما الذي خلاني أتشجع أن تكون جامعة إنوأيو في دولة الإمارات عامل رئيسي مهم هو أنها تكون جامعة مميزة صحيح لكن من ميزة هذه الجامعة يعيالي هو أن إنوأيو موجودة في الأرجنتيا فرع موجودة في باريس وعندي علم تكلم عن كذا سنة أنها بتفتح في أسيا أظن أني الآن فتحت في الصين أنا عندي قناعة أن تذكرون القصة في باكستان لما تكلمت في باكستان عندي قناعة أن نحن على الدخل اللي يانا هذا من عادات وتقاليد مختلفة بدنا ندفع ضريبة لكن في المقابل ردة الفعل عند نسبة معينة من مجتمعنا بتكون غير مسيطرة عليها طيب كيف تقدر تسوي جمع لهذا المجتمع بحيث أنك أنت تسيطر في أنك أنت تخرج بطريقة جميلة لازم تدخل هذه المادة واتدخل مادة أخرى اللي موجودة ومميزة فيها إنوأيو نحن كمجتمع شرق أوسطي نحن كعرب كمسلمين تعلمنا شيء تعلمنا نحن دائما صح وهذه كارثة يا عيالي حقيقة ترى أن نحن ما اخترعنا الويلة على أساس نكون دائما صح وايد مهم نتعلم وعلى فكرة العلم هذا ليس مربوط بالسن العلم هذا مربوط باجتهاد لكن نحن كعرب تعلمنا دائما نقول نحن صح وهذه تحدي في الكلتر مالنا ترى في ناس وايد صح هناك تحت الطرف الثاني من الكرة الأرضية والطرف الآخر صح أيضا أقولكم قصة خارج عن النص هذا أتمنى أنني لم أمسجل لايف سوالي واحد تلفون أنا ما ريد أخوض في هذا الموضوع كثير لكن اللي أريد أقول أن في ناس صح في طرف آخر نتعلم منهم مبعب ترى سنغافورة قبل خمس سنة خمسين سنة عفوا كانت مستنقعات وإذا تعرفون الأسباب إذا قريتم عن هذا الموضوع السنغافورة كيف خرجت من ماليزيا أسباب تعرفون بعد لكن كيف سنغافورة وصلت إلى اليوم نحن نطرش أولادنا يدرسون أو شيباننا يتعالجون مع أنها كانت من أفقر الدول الموجودة في العالم كوريا الجنوبية على أساس الشيء بشيء يذكر كانت لقبل عشرين سنة تاخذ معونات من دول غنية اليوم من الجي تونتي نحن في دولة الإمارات لازم نعرف الكلتش للطرف الآخر عادات وتقاليد الطرف الآخر نحن بالنسبة لنا في دولة الإمارات لازم نعرف في جيلكم في عمركم بعد خمسة وعشرين سنة من اليوم لازم نعرف كيف نتعامل مع تشاين ولازم نعرف كيف نتعامل مع تشيلي ونوقع عقوده ونفوز نحن بالعقود ونربح شركات إماراتية كنت أقول بالنسبة لثروتنا فيكم أهم من ثروة ثلاثة مليون برميل وهي حقيقة بدونكم بدونكم ما فيه ثلاثة مليون برميل بدونكم ما نقدر نكمل المسيرة لهذا السبب بسمه الشيخ محمد بن راشد لحفظه وحفظكم قام بخلق وزارة بسمكم مش وزارة بسم غيركم بسمكم أنتم وحط فيها من أكفى بناتنا على فكرة اللي حصل أولاد أكفى منها حطينا ما حصلنا هذه المناسبة أريد أذكر في دقيقتين موضوع مهم يخص الأغلبية في القاعة كل عام أنتم طيبين إن شاء الله يقال دائما أن لمرات فيها ريال لمرات فيها رجال صحيح لكن والله الرجال أنتم حوال بكم الله يجب نحن لازم في مثل يقال في الغرب يقول يقول للمرأة المرأة إلى الماكسيم نحن ترى إذا نتكلم عن أن نحن نستغل الدولار هذا بحجمه الكامل وإن شده شد بحيث أن نستفيد من كل فلس فيه هو أن نحن نستفيد منكم ما نقدر نهمش 52% من مجتمع دولة المرأة مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة في أن تقوم في مناصب لما أنا كنت ضابط القوات المسلحة ما كنت أحلى من المرأة وما كنت تسويها اليوم عندنا وحدة اسمها مريم المنصوري أريد بهذا اليوم المبروك وكل عام أنتوا طيبين إن شاء الله أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على المهاتكم أريد من خلالكم من خلالكم المبروكات وبالنسبة لي لا أريد أن يفوتني أيضا أن نذكر أمهات شهدانا أريد أن أتحدث بالمصطلح لمرأتي أكثر نحن الحرم المبروكة لما جيب لنا ولد أو بنت مبروكة نقول يا أل بطنها الجنة وحقيقة أنا أشهد بالله أن هذه الأمهات التي أنا زرت وتحدثتها فقدوا عز ما يملكون واحد أنا أشهد أنها ربا وإن شاء الله نحسب عيالهم عند ربي من الشهداء شيء ثاني أريد أقول أن هذه الأمهات ترى حقهم علينا هنا لا يمكن أن ننساهم وهم بالنسبة لي أنا قدوة المجتمع حقيقة في قصة جميلة أريد أذكرها ويمكن تسمعها صاحبة الحدث نعزي وحدة في ولدها فتقول أنا بخير فحسيت بها أنها متأثرة فرديت عليها الطرح مرة ثانية وكان طرحي أمي يعني أحسن الله أعزات ونحن عيالة كلنا قالت يا محمد أنا مبزعنا أنا متأثرة على ولدي غالي أنا مبزعنا أنا بالمناسبة هذه أريد أشكرك فاتفاجأت كيف أم فاقدة ولدها ظناها تبت أشكرني في هذا كل لحظة قالت محمد أنا أدري لو هذا ما تم هناك هذا بيتم هناك تعرفون هذه النظرية ما تقول بالنسبة لي هاي نظرية استراتيجية على فكرة في كل حدث يصير في العالم على مرور التاريخ إذا انتظرت أجيك لين بيتك انتهى الموضوع سواء محاربة مخدرات أو إرهاب أو حرب بعينها هذه الحرمة اللي كانت تكلمني ما كانت متعلمة كانت أمكم خدكم لكن تشوف الموضوع بطريقة ثانية في عندنا أمهات في هذه البلد خلقتهم الأحداث قسم بالله يا عيالي ما تصدقون حتى لو تنسرد القصة لكم الواحد يعني يفتخر أن عندنا نساء بهذا الشكل كل عام متوطيبين النقطة التي قبل الأخير هي كثير منكم متخصصة أو يتخصص أنا دائما كنت أقول كلمة في هذا الموضوع وأريد أعيدها مرة ثانية الذي عنده شك في أي مجال يروح الموضوع تحترفي تحترفي أنت تكون موضوع هناك فرق بين الهواية والاحتراف نحن عندنا هواية كريائية لنلعب كرة قدم كرة طائرة كرة يد هذه هواية تشتغل مهندس تشتغل في اتصالات مهندس تشتغل في شركات إلى آخري وهذه المناسبة تذكرني بس مع رضايدكس مع رضايدكس مريت على شركتين أريد أذكرهم بالاسم ولكن في شركات أخرى يعني لا أريد أتحدث عنهم لكن الشركات هذين ممكن سمعتهم من واحدة اسمها دارك متر واحدة اسمها ارث شفت مهندسين ومهندسات موجودات يسوون تقرية على فكرة خمسين أو ستين في المئة ما لها دخل في الشرق العسكري لكن عندهم كوالتي نوعية من الصناعة أنا فخور أن هذه الصناعات موجودة في بلادي بيدين تصنع بيدين مهندسين إماراتيين تخصصات المختلفة التي تفكرون فيها بدون شك نحتاج إلى تخصصات الهندس هذا هذا التخصص الذي نحن ما نقدر نقول كفاية منه وهذا التخصص الذي في المستقبل هو مستقبل أمة ولكن بلادكم بتقبلكم في تخصصات مختلفة العيالي فلا تفكروا في هذا الموضوع ويد المهم أن تركزون على أن هذه احتراف وليس هواية أنا من الناس المتفائلين جدا مثل ما ذكرت مساعدكم ومتفائل جدا في خمسين سنة جاية مع العلم أن نحن في منطقة غير مستقرة منطقة صعبة فيها تحديات فيها وجهات نظر مختلفة لكن أنا عندي قناعة أن بلادنا اللي مرات اليوم مثل النور اللي منور في أرض مظلمة قدوة للآخرين ما احترامي لكل جيرانا وقدوة حسنة وعلى فكرة أنا ما أزايد ولا أرفع الهمم اليوم أنا أقول حقائق في أرقام حقائق والأرقام يا أخواني يا أخواتي عمرها ما تنافق إذا تحط رقم ورقم يطلع الرقب صحيح بس المهم تحسب صح فدولة الإمارات غض النظر عن التحديات في المنطقة إلا أن قدوة حسنة لمنطقة في شرق الأوسط وتعرفوا شو نحن حاول نسوي نحن في دولة الإمارات خلال ستين سنة اللي مرت ترى من منطقة الشرق الأوسط حد يروح يسوي بحث كم رسالة إيجابية طلعت من منطقة الشرق الأوسط للعالم بلادكم هذه كل يوم نحاول نرسل رسالة إيجابية للعالم أننا نحن عايشين في منطقة فيها الحرارة خمسين والرطوبة مية والمنطقة فيها هذه الأوضاع ولكن نحن نحاول نرسل الرسالة الإيجابية توصل شرق وغرب أقصاه من إلى أقصاه وهذه حقير لما تكلمنا عن اليابان بساعة تكلمنا عن المادة اللي خليني أرجع لها حقيقة حادثة صارت في مكان ما اليوم خلطني أزعل النتيجة من إماراتي هذا الطرح نحن 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 نستعد نخدم بلادنا في كل شي أنا لا أريد أن أدخل في التفصيل الموضوع الذي تصار ترى ترى مو بعيد الواحد يشتغل يا أخواني في بلاده يخم لا والله بكمل سمح لي بكمل مو بعيد الواحد يشتغل في بلاده سنك تكسي وخاصة إذا كانت مناسبة إذا فيه شيء اسمه إكسبو ونحن نعرض للعالم والعالم كله موجود عندنا في دولة الإمارات لازم نظهر للعالم مو بالمبنى الموجود الإنسان الموجود الإمارات يومعد نشوه اليابان من أقوى اقتصادات العالم اليابان من أجمل تاريخ يكتب عن الدول اليابان دولة يخليك وضعك لما تشوف اليابانيين يتصرفون في هذا التصرف الذي تشوفه قدامك تحترم نفسك أنا متأكد أنكم قرأتوا هذا الموضوع وعرفتوا عن هذه البلد وعادتوا وتقاليدها لكن ترى هذا ما يجي من فراغ وليس معقولة اليابان صار فيها هذا الأدب والأخلاق والاحترام بناء على نحن نقول في اللازل المحلية الضرب الوسمي وظهر العشر لا ليس بطريقة هذا جيل يورث على جيل هذه صنعة تصنعها أنت تصنعها وتحكها جيل طيب أنا رايح في هذا الاتجاه في الطرح كل واحد منكم كل وحدة منكم سفير لبلاده يمثل بالطريقة اللي لما ينظر لبلاده ومنجزاته أو ينظر لبلاده وحبه وحجم حبه لبلاده يقول أنا بتصرف بطريقة هاي لا نكابر يا عيالي على بلادنا وسمعة بلادنا أبدا وايد مهم أننا نفكر مرتين نعطي نفسنا خمس ثواني تفكير لأنكم أنتم سفراء حد منكم بيبقى حد منكم بيروح يتعلم برا الناس ما بتعرف هذا الإنسان اللي جايينها اسمه العامري ولا من الفجيرة ولا من العين مدينة ولا من قرية ولا من العائلة الفلانية أي شيء بتسويه إيجابي بيقولون الإماراتي أي شيء بتسويه سلبي بيقولون الإماراتي ونحن كنا مسؤولين للصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد لأن كنا كلكم راعا كلكم راعا على سمعتها البلاد وخاصة الإنسان لما يتغرب أرجع مرة ثانية وأقول الأمل فيكم كبير لأنكم أنتم تعلمتم صح وأنت تربيتم صح وأنت أحسن مننا ولازم تكونون أحسن مننا مو بكيفكم لازم تكونون أحسن من لبهاتكم ويدودكم هذا السلاح الذي تريدونه لكي المرحلة الجاية مرحلتكم يجب أن تكون سهلة لكن سهلة بالعلم الذي تعلمونه سعدت أراكم مرة ثانية وكان يوم طيب وكل عام أنتم طيبين السلامة على أهل يشرفني أن أدعو راعي هذا المجلس العامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للحوات المسلم اشتركوا في القناة خضر السلام خضر السلام السلام عليكم بساكم الله بالخير في حد من دس وراء الصفوف يسمحوا لي ما شفتكم الموجودين لكن حياكم الله جميع بداية يسعدني جدا أن أشوف هذه الويوم النيرة المتفائلة الطموحة اللي نحن نراهن عليهم نراهن عليهم بمسؤولية مسؤولية بلد مسؤولية أمة مسؤولية أهل مسؤولية جيل بعدكم بعدكم وإن شاء الله تفرحوا بهم لكن قبل ما أبدأ في الكلمة أريد أبلغ وصية للجميع سلام من الشيخ خليفة أبوه الجميع سلام خاص من الشيخ محمد بن راشد على الجوه تفرحوا بهم وصع أخير like leaves on a tree they are only there for a season you can't depend on them or count on them because they are weak and only there to give you shade like leaves they are there to take what they need and as soon as it gets cold or a wind blows in your life they are gone you can't be angry at them it's just who they are the second type of people branch people there are some ترجمة نانسي قنقر 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 وطن ترجمة نانسي قنقر 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 أنا أقوم وأتحدث في جيل بالنسبة لي أنا فارق السن كبير 25 سنة أو 30 سنة فحبيت أني أعرف ما يفكرون عيالي والمناسبة جبت واحدة من بناتي ثم أحصها هنا جبت لنا عندها فكار جيدة حقيقة عندي ورقة لم أجبتها للأسف كانت كاتبت أنها يروحها فتقول لي أبويا يقول هذه الفقرات فلما طلعت الورقة المكتوبة بنت عمرها 15 سنة ورجعت في التاريخ لما كان عمري أنا 15 سنة وعلى فكرة يوم كان أكثر جيلي عمري 15 سنة فرحت تعرفون لماذا؟ لأن التحدي في المستقبل أعقد تحدي في المستقبل ثقيل ولو ننظر للتاريخ نلقى الأمور تستاد حقيقة صعوبة عقيدة الفارق بين الماضي والحاضر والمستقبل الماضي فيه جوع وقلة أمن لكن كلنا في محيط صغير في محيط رواحنا أتذكر أول ما قال لي أبويا رحمة الله عليه بتصير لي أنا قنص وعرفت أني أنا بسير برا الإمارات وذاك اليوم برا بوضبي قبل الاتحاد كنت صغير عمري خمس سنين نزلت في منطقة اسمها باكستان فتوقعت أن ما في شيء اسمه دولة في العالم غير بوضبي أو غير محيط نص صغير فتفاجأت أن في شيء اسمه باكستان اليوم الذي في السن هذا يعرف أكثر عن محمد بن زايد هذا اليوم كان عمرا خمس سنين أبوايد واليوم يوم سمعت أفكار من حصة بهذه الطريقة فرحت لأن العلم الذي أنتم تسلحوا به التقنية التي أنتم تعلمونها لازم تكون أحسن الموجود في العالم ولأسباب رئيسية نحن عندنا خيار خيار هذا مطروح والكثير يعرفه وهن اثنين ما لهن ثالث هل نحن نريد نعتمد على الكم؟ أو نريد نعتمد على النوعية؟ السؤال يطرح نفسه طريقة أخرى هل دولة الإمارات بلادنا عندنا الخيار أن نعتمد على الكم؟ لا فما عندنا خيار إلا نحن نروح للنوعية فمن هذا المنطلق لازم يكون تسليح حقيقي الذي هو العلم لكم بحيث أن نحن ننافس بكم دول العالم أن نحن نريد ننافس شركة بوينغ كلكم تعرفون من شركة بوينغ نحن نريد ننافس شركة إيرباس كيف نصنع أحسن طيارة إيرباس نقل سواء مئة مئتين أو خمسمائة راكب ما هذا هدفنا يا أخوان بعيالي؟ نحن هدفنا أن نحن ننافس في اللندا ننافس نيوزيلندا ننافس حتى كوريا الجنوبية ننافس سنغفورة على فكرة أطلب من كل واحد منكم تقرون تاريخ كوريا الجنوبية وتقرون تاريخ سنغفورة وبقولها باختصار في ثلاثين ثانية إذا قدرت الدولتين قبل خمسين سنة كانت دول فقيرة بل تحت الخطس الفقر فدائما الواحد يسأل نفسه كيف؟ كيف هذه الجماعة قدروا؟ فأعيالي من الأخير دائما دائما اللي يسبق الآخر يسبقه بثلاث حاجات رئيسية رئيسية واحد الحجم لازم يكون حجمه صغير يقدر يناور اثنين وهو مهم لازم يكون عند السلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات ومكانيات ثلاثة لازم تكون هنا قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه موكل يوم اتجاه هذه العوام الرئيسية لأننا نحن مارين على مرحلة اسمها مرحلة انتهاء المكون الرئيسي لاقتصادنا وهو البترول على فكرة جاي في عمركم ليس في عمرنا بس في عمركم لهذا السبب لازم نأمن الأمور من الآن ونأمنها بطريقة بحيث لما أنتو كجيل تستلمون الرأي تستلمونها وانتو بخير تستلمونها وانتو بعز تستلمونها وانتو عندكم القدرة أنكم تطيرون فيها ما تستلمون الرأي وانتو ضعاف لهذا السبب نحن عندنا رهان على أن التعليم في هذه البلد المبروك بكم وبهلكم يكون رقم واحد في العالم لا نستطيع أن نقبل رقم ثنين لازم يكون حقيقة أخواني أخوات أن دولة الإمارات مغرية مغرية ليش؟ مغرية لأن نحن عندنا اليوم أكثر من عشرين مليون ساعي تقريبا ثلاثة عشرين مغرية لأنها فيها اقتصاد قوي مغرية لأن فيها مواصلات واتصالات مميزة على المستوى المنطقة والعالم مغرية لأن عندنا أمن وأمان نحمد الله عليه فهذا الوضع هو اللي لما تسوي المؤسسات المتخصصة استبيان وتسأل شباب مثلكم في دول مختلفة من الدول العربية والسؤال يأتي وين الجهة المفضلة تعيش فيها ويأتي كل رقم سبعين في المئة من الشباب العربي يبايعيش في الإمارات السبب على أساس نحط الأمور في نصابها الحقيقي والصحيح السبب يعيالي هو أن قبل خمسين سنة قبل سبعة واربعين سنة توفقنا بقيادة حكيمة مش دكية بس لا حكيمة حطت البنية التحتية صح حطت الأساس اللي نحن اليوم نتمتع في أننا نتنفس أكسجين في دولة الإمارات نقي بسعادة بسعادة كل اللي يصاير اليوم يعيالي ويشوفه من الشرقها لغربها هو فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم ممعانا الله يرحمهم ويطول عماركم وعمار أهلكم أمورنا طيبة لكن نحن قاعدين نحط رؤية خمس وعشرين سنة قدام خمسين سنة قدام أكيد عندنا وحدة في عمر حصة أكيد موجودة أنتوا عندكم أهلكم حد عمرا خمس وستين سنة أكيد في حد من أهلكم عمرا خمس وستين سنة وأكيد حد من أهلكم اللي عمرا خمس وستين سنة بخير وصاحي وفرح ويحبكم وأنتوا تحبونا صح؟ طيب لما نقول خمسين سنة قدام هذا عمرا حصة خمس وستين سنة بعد خمس وستين سنة هذا عمرا بيكون السؤال هي في وضع فرح وسعادة وأمان مثلكم؟ نحن ما نقبل اللي يكون أحسن منكم إعجابي أعجابي أعجابي شكرا أعجابي أنتوا مستقبلها وأنتوا السلاح الحقيقي ترى مش الثلاثة مليون برميل لا أنتوا مستقبلها بلد أنتوا صمام أمانها مسيرتكم يمكن تشوفونها طويلة الإنسان ما يقول يقول عشر سنين فاتت علي أذكر يوم كنت في صف لفلانة وأنا اليوم مرت عشر سنين بسرعة لكن لما تنظر الوجه الآخر تقول عشر سنين قدام ومتى بتوصلني لا صدقوني بتوصل بس المهم توصل ونحن في أمان توصل هذه العشر سنين وبلدنا بخير أنا متأكد اللي شفته في تجربتي البسيطة من مخلطتي البسيطة مع العقول النيرة والويوه الفرحة المتفائلة أننا نراهن على الإنسان الصحيح في مستقبل لأمانة كبيرة مثل دولة الإمارات أمانة كبيرة أمانة كبيرة جميل حقيقة مش مجاملة في أخويا لا والله لكن من أجمل كتب القريت بقرالكم جمل بسيطة منه لأن أعتقد لو أنا في سنكم بستفيد منها كثير مع أني أنا في هذا السن أستفيد وايد إذا كانت نظرتك إيجابية رأيت التحديات فرصا في المستقبل ونجاحا في الناس وطاقات ومهم يعني الناس هذه الطاقات ووافع أنت تشوفها إيجابية لكن نحن دائما ننظر للموضوع بطريقة أخرى أكمل أقرأ في الموضوع هذا لأن جميل يقول براشد أسوأ شي أسوأ شي تفعله هو أن تنتظر لأن الانتظار ضياع الوقت وضياع للسنوات وفوات للإنجازات الإنسان الإيجابي لا ينتظر لابتسامة الحظ الإنسان الإيجابي لا ينتظر لابتسامة الحظ له بل يبتسم هو للحياة هو يسعى منطلقا خلف أحلامه وطموحاته القائد الإيجابي يستطيع أن يتحكم في الفرعون الصغير الذي بداخله ويتواضع للناس وينسب النجاح لفريق عمله قبل الأخير في جملة حلوة البراس يقول فيها الرياضة تعلمنا الإصرار والعمل الجماعي واحترام القوانين والعدالة مع خصومنا جميلة خصومنا المقصود حسب اعتقادي أن حتى لو تلعب مباراة بنغ بونغ مثلا وتنغلب تصير تهني صاحبك آخر فقرة بقراها كتابة براشد لما أرسل كتاب لي لأن جملة فيها وايد تأثرت منها يقول الأخ والصديق والرفيق المسيرة محمد بن زايد على نهيان تعلمنا من مؤسسي الإمارات بأن المستحيل هو وجهة نظر بأن المستحيل هو وجهة نظر وبأن الإيجابية والتفائل هو أسلوب حياة وبأن سعادة شعب الإمارات هي غاية العمل الحكومي في دولتنا جميلة يا أخواني إذا مشكور يا أبو راشد من ما تكون والله يحفظك إن شاء الله أريد أنتقل إلى موضوع دخلناه في التربية والتعليم اللي هو مادة الأخلاق كثير من الناس يتساءل ليش وكثير من الناس يفرض راية لوجهة نظر مختلفة وأنا أقدر أقول كل وجهة نظر صحيحة بنسبة وتناسب لكن دعوني أقول لكم من وين نحن نجينا لهذا الموضوع أو من نحطنا العالم تغير العالم اليوم ممكن تركب طيارة الإمارات تتريق عند هلك الصبح تتغدى في بريطانيا على غدا الاجتماع وبعدين تركب الطيارة لبريتش وتطلع من لندن في نفس اليوم وتنزل في نيويورك تتعشى على اجتماع وبعدين تركب الطيارة في نفس الليلة وترجع بلادك أجدادنا اللي أنتوا أجدادكم يعني اللي عشنا وياهم كانوا على أساس يروحون العمرة أو الحج كان رايح على مركوب كان هذا أي كان ياخذ ستة شهور وخمسين في المئة المركوب ما يرجع لأنه ممكن يموت في الطريق وإذا الله سلم يعني الشايب ولا زوج هذاك اليوم وترجع بالسلامة فكانت الحياة مختلفة اليوم نحن نعيش في حياة مختلفة الشيء الثاني على أساس أطرقهم بسرعة على أساس ما أخرق لو كل واحد يرجع الخلفية في التاريخ أو يروح عند هلة ونسكون أمه ولا جدته بحصلهم في قرية أيًا كان قرية وبيحصل هالقرية ما قل فيها من جنس آخر اليوم نحن المتأثرات اللي موجودة علينا ناهيك عن السوشال ميديا أو الإعلام حتى لو تعيش في مدينة جارك وهو جارك وولد عمك ساكن عنك ركوب سيارة وما أريد أدخل في تفاصيل أكثر لس أريد أشرحها بالطريقة هاي وأقول أن اللي يأثر علينا وإي ونحن في المقابل ما عندنا أنتي بايوتوكلا ما عندنا المضاد الحي ويناخذه والأنتيك اللي ناخذه ناخذه من وقت قصير من الوالد وللوالدة والأصدقة اللي ممكن يكون عنده شوية حكمة على فهم للموضوع لكن إذا كان هذا غريب على دولة الإمارات مع أن نحن اليوم عندنا تسعة مليون غير إماراتي وعندنا سوشال ميديا ودخلنا هذا المادة في السنة اللي فاتت طيب أنا وايد أقدر تاريخ اليابان اليابان من هذه المادة دخلت في منهاج الياباني منهاج التربية والتعليم اليابانية سنة 1870 يعني دعنا نقول في آخر 1800 نحن نتكلم عن حوالي 140 سنة طيب لماذا الياباني دخلوها لأن حسوا شوية في أن بعض العادات والتقاليد تنهز عندهم نحن نحتاج دائما منبه ينبهنا الصبح تحط الساعة خمس ونص يدق الجرس عشان تنش نحن نحب يكون عندنا صديق مو بقريب وائد لكن قريب بحيث إذا تورطنا نتصل فيه يا فلان أو فلان شرايك طيب نحتاج أيضا شيء ينبهنا في أن نحن نحافظ على هذه القيم ونحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة ما نبهت تنخطف عنا ما نبهت أن يدخل علينا شيء غريب يخرب من قيمنا قبل ما نتفق على أن تكون هنا جامعة إنو أي وفي بلادكم تلاقيت هي مدير الجامعة وتحدثت في الموضوع هذا مطولا لكن ما يجعلني أتشجع أن تكون جامعة إنو ويو في دولة المرات عامل رئيسي مهم هو أن تكون جامعة مميزة صحيح لكن من ميزة هذه الجامعة يعيالي هو أن إنو ويو موجودة في الأرجنتين فرع موجودة في باريس وعن عندي علم تكلم عن كذا سنة أنها تفتح في آسيا أظن إلحين فتحت في الصين أنا عندي قناعة أن تذكرون القصة باكستان عندما تكلم في باكستان عندي قناعة أن نحن على الدخل اللي يانا هذا من عادات وتقاليد مختلفة بدنا ندفع ضريبة لكن في المقابل ردة الفعل عند نسبة معينة من مجتمعنا بتكون غير مسيطرة عليها طيب كيف تقدر تسوي جمع لهذا المجتمع بحيث أنك تسيطر في أنك أنت تخرج بطريقة جميلة لازم تدخل هذه المادة وتدخل مادة أخرى اللي موجودة ومميزة فيها إن وي نحن كمجتمع شرق أوسطي نحن كعرب كمسلمين تعلمنا شيء تعلمنا نحن دائما صح وهذه كارثة حقيقة ترى نحن ما اخترعنا الويلة على أساس نكون دائما صح ويد مهم نتعلم وعلى فكرة العلم هذا مو مربوط بالسن العلم هذا مربوط باجتهاد لكن نحن كعرب تعلمنا دائما نقول نحن صح وهذه تحدي في الكلش صح ومربوط 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 طرف آخر نتعلم منه مبعيب ترى سنغفورة قبل خمس سنة كانت مستنقعات وإذا تعرفون الأسباب إذا قرأتوا عن هذا الموضوع السنغفورة كيف خرجت من ماليزيا أسباب بتعرفونها بعدي لكن كيف سنغفورة وصلت إلى اليوم نحن نطرش أولادنا يدرسون أو شيباننا يتعالجون مع أنها كانت من أفقر الدول الموجودة في العالم كوريا الجنوبية على أساس الشي بشي يذكر كانت لقبل عشرين سنة تأخذ معونات من دول غنية اليوم من الجي تونتي نحن في دولة الإمارات لازم نعرف الكلتشر الطرف الآخر عادات وتقاليد الطرف الآخر نحن بالنسبة لنا في دولة الإمارات لازم نعرف في جيلكم في عمركم بعد خمس وعشرين سنة من اليوم لازم نعرف كيف نتعامل مع تشينا ولازم نعرف كيف نتعامل مع تشيلي ونوقع عقوده ونفوز نحن بالعقود ونربح شركات إماراتية كنت أقول بالنسبة لثروتنا فيكم أهم من ثروة ثلاثة مليون برميل وهي حقيقة بدونكم ما في ثلاثة مليون برميل بدونكم ما نقدر نكمل مسيرة لهذا السبب بسمه الشيخ محمد بن راشد على حفظه وحفظكم قام بخلق وزارة بسمكم مش وزارة بسم غيركم بسمكم أنتم وحط فيها من أكفى بناتنا على فكرة أولاد أكفى منها حطينا ما حصلنا بهاي المناسبة أريد أذكر في دقيقتين موضوع مهم يخص الأغلبية في القاعة كل عام أنتم طيبين إن شاء الله يقال دائما أن المرات فيها ريال المرات فيها رجال صحيح لكن والله الرجال أنتم يقال في الغرب يقول نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50% لا لا حقيقة هي الأم والمربي وهي الأخة وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة في مواصفات جميلة فيكم لكن اللي اللي يهم في الموضوع هذا أن نحن ترى إذا نتكلم عن أن نحن نستغل الدولار هذا بحجمه الكامل ونشد بحيث أن نستفيد من كل فلس فيه هو أن نحن نستفيد منكم ما نقدر نهمش 52% من مجتمع دولة المرأة مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة في أن تقوم في مناصب لما أنا كنت ضابط القوات مسلحة ما كنت أحلى من المرأة وممكن تسويها اليوم عندنا وحدة اسمها ماريون منصوري أريد بهذا اليوم المبروك وكل عام أنتم طيبين إن شاء الله أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على المهاتكم والله وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات وبالنسبة لي ما يريد ما يريد يفوتني أيضا أن نذكر أمهات شهدان أريد 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 أتحدث بمصطلح لمرأتي أكثر نحن نحن الحرم المبروكة لما جيب لنا ولد أو بنت مبروكة نقول لأل بطنها الجنة وحقيقة أنا أشهد بالله أن هذه اللمهات التي أنا زرت وتحدثت فقد وعز ما يملكون واحد أنا أشهد أنهم ربا وإن شاء الله نحسب عيالهم عند ربي من الشهداء شيء ثاني أريد أقول أن هذين الأمهات ترى حقهم علينا هنا لا يمكن أن ننساهم وهم بالنسبة لي أنا قدوة المجتمع حقيقة في في قصة جميلة أريد أذكرها ويمكن تسمعها صاحبة الحدث نعزي وحدة في ولدها فتقول أنا بخير فحسيت بها أنها متأثرة فرديت عليها الطرح مرة ثانية وكان طرحي أمي يعني أحسن الله أعزات ونحن عيالك كلنا قالت يا محمد أنا وبزعلان أنا متأثرة على ولدي غالي صار أنا وبزعلان أنا بالمناسبة هذه أريد أشكرك فتفاجأت كيف أم فاقدة ولدها ظناها تبا تشكرني في هذا لحظة قالت محمد أنا أدري لو هذا ما تم هناك هذا بيتم هنا تعرفون هذه النظرية ما تقول بالنسبة لي هذه النظرية استراتيجية على فكرة في كل حدث يصير في العالم على مرور التاريخ إذا انتظرت أجيك لين بيتك انتهى الموضوع سواء محاربة مخدرات أو إرهاب أو حرب بعينها هذه الحرمة التي كانت تكلمني لم يكن متعلمة كانت أمكم خدكم لكن تشوف الموضوع بطريقة ثانية في عندنا أمهات في هذه البلد خلقتهم الأحداث قسم بالله يا عيالي ما تصدقون حتى لو تنسرد القصة لكم الواحد يعني يفتخر أنه عندنا نساء بهذا الشكل كل عام أنت طيبين النقطة قبل الأخير هي كثير منكم متخصص أو يتخصص أنا دائما كنت أقول كلمة في هذا الموضوع وأريد أعيدها مرة ثانية اللي عنده شك في أي مجال يروح الموضوع مهو بصعب أو مستحيل أحدد أنك أنت تروح في مكان تحترفي يوبي بروفشنال مهو بتروح في مكان أنت هاوي تروح له في فرق بين الهواية والاحتراف نحن عندنا هواية كريائية لنلعب كرة قدم كرة طائرة كرة يد هذه هواية تشتغل مهندس في عدنوك تشتغل في اتصالات مهندس تشتغل في شركات إلى آخر وهذه المناسبة تذكري بس مع رضايدك مريت على شركتين أريد أذكرهم بالاسم ولكن هناك شركات أخرى لا أريد أن أتحدث عنهم لكن الشركات هذه ممكن سمعتهم من واحدة اسمها دارك متر ووحدة اسمها ايرث شفت مهندسين ومهندسات موجودات يسوون تقنية على فكرة خمسين أو ستين في المئة ما لها دخل في الشق العسكري لكن عندهم كوالتي نوعية من الصناعة أنا أنا فخور أن هذه الصناعات موجودة في بلادي بيدين تصنع بيدين مهندسين إماراتيين تخصصات المختلفة التي تفكرون فيها بدون شك نحن نحتاج إلى تخصصات الهندس هذا التخصص الذي نحن لا نستطيع أن نقول كفاية منه وهذا التخصص الذي في المستقبل هو مستقبل أمة ولكن بلادكم بتقبلكم في تخصصات مختلفة إلى حيالي فلا تفكرون في هذا الموضوع ويد المهم أن تركزون على أن هذه احتراف وليس هواية أنا من الناس المتفائلين جدا مثل ما ذكرت مساعدكم ومتفائل جدا في خمسين سنة جاية مع العلم أننا نحن في منطقة غير مستقرة منطقة صعبة فيها تحديات فيها وجهات نظر مختلفة لكن أنا عندي قناعة أن بلادنا الإمارات اليوم مثل النور اللي منور في أرض مظلمة قدوة للآخرين ما احترامي لكل جيرانا وقدوة حسنة وعلى فكرة أنا ما أزايد ولا أرفع الهمم اليوم أنا أقول حقائق في أرقام حقائق والأرقام يا أخواني أخواتي عمرها ما تنافق إذا تحط رقم ورقم يطلع الرقب صحيح بس المهم تحسب صح فدولة الإمارات غض النظر عن التحديات في المنطقة إلا أن قدوة حسنة لمنطقة في شرق الأوسط تعرفوا ما حاولنا نسوي نحن في دولة الإمارات خلال الستين سنة الإمارات ترى من منطقة الشرق الأوسط حد يروح يسوي بحث كم رسالة إيجابية طلعت من منطقة الشرق الأوسط للعالم بلادكم هذه كل يوم نحاول نرسل رسالة إيجابية للعالم أن نحن عايشين في منطقة فيها الحرارة خمسين والرطوبة مية والمنطقة فيها هذه الأوضاع ولكن نحن نحاول نرسل رسالة إيجابية توصل شرق وغرب أقصاه من إلى أقصاه وهذه هذه حرير لما تكلمنا عن اليابان بساعة تكلمنا عن المادة التي تجعلني أرجع لها حقيقة حادثة صارت في مكان الماء اليوم خلتني أزعل النتيجة من إماراتي هذا الطرح نحن نستعدين نخدم بلادنا في كل شيء أنا لا أريد أن أدخل في التفصيل الموضوع الذي تصار ليس بعيد أن يشتغل في بلاده يخم لا والله أكمل تسمح لي أكمل ليس بعيد أن يشتغل في بلاده يسونك تكسي وخاصة إذا كانت مناسبة إذا هناك شيء اسمه إكسبو ونحن نعرض للعالم والعالم كله موجود عندنا في دار الممارات لازم نظهر للعالم ليس بالمبنى الموجود الإنسان اللي موجود الإمارات ومعدن أشوه اليابان من أقوى اقتصادات العالم اليابان من أجمل تاريخ يكتب عن الدول اليابان دولة يخليك وضعك لما تشوف اليابانيين يتصرفون بهذا التصرف الذي تشوف ه جدامك تحترم نفسك أنا أنا متأكد أنكم قريتوا هذا الموضوع وعرفت عن هذه البلد وعاداته وتقاليده لكن ترى هذا ما يجي من فراغ ليس معقولة اليابان صار فيها هذا الأدب والأخلاق والاحترام بناء على نحن نقول في اللهزة المحلية الضرب الوسمي وظهر العشب لا ما بالطريقة هذا جيل يورث على جيل هذه صنعة تصنعها أنت تصنعها وتحك جيل طيب أنا رايح في هذا الاتجاه في الطرح كل واحد منكم كل وحدة منكم سفير لبلاده يمثل بالطريقة اللي لما ينظر لبلاده ومنجزاته أو ينظر لبلاده وحبه وحجم حبه لبلاده يقول أنا بتصرف طريقة لا نكابر يا عيالي على بلادنا وسمعت بلادنا أبدا وايد مهم أن نفكر مرتين نعطي نفسنا خمس ثواني تفكير لأنكم أنتم سفراء حد منكم يبقى حد منكم يروح يتعلم برا الناس لا يعرف هذا الإنسان الذي ينهى اسمه العامري ولا من الفجيرة ولا من العين مدينة ولا من قرية ولا من العائلة الفلانية أي شيء بتسويه إيجابي بيقولون الإماراتي أي شيء بتسويه سلبي بيقولون الإماراتي ونحن كننا مسؤولين للصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد لأن كننا كلكم راعا كلكم راعا على سمعة هذه البلاد وخاصة الإنسان لما يتغرب أرجع مرة ثانية وأقول أمل فيكم كبير لأنكم أنتم تعلمتم صح وأنت تربيتوا صح وأنت أحسن منا ولازم تكونون أحسن منا مو بكيفكم لازم تكونون أحسن من إبهاتكم ويدودكم هذا السلاح اللي أنتم تشلونه عشان المرحلة الجاية مرحلتكم لازم تكون سهلة لكن سهلة بالعلم اللي بتعلمون سعدت أشوفكم مرة ثانية وكان يوم طيب وكل عام أنتم طيبين السلامة على أهل آل يشرفني أن أدعو راعي هذا المجلس العامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مهيان ولي عهد أبو ضبي نائب 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 القائد الأعلى للحواف المسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم بساكم الله بالخير في حد من دس وراء الصفوف يسمحوا لي ما شفتكم الموجودين لكن حياكم الله جميع بداية يسعدني جدا أن أشوف هذه الويوم النيرة المتفائلة الطموحة التي نحن نراهن عليهم نراهن عليهم بمسؤولية مسؤولية بلد مسؤولية أمة مسؤولية أهل مسؤولية جيل بعدكم وإن شاء الله تفحوا بهم لكن قبل ما أبدأ في الكلمة أريد أن أبلغ وصية للجميع سلام من الشيخ خليفة أبوه الجميع وسلام خاص من الشيخ محمد بن راشد على الجميع في فيديو لنك أبروكم يا أتب لك أそうだ första أسنهم أليف أرد قبل أن المترجم للقناة 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 كل إنسان تمر في حياته تحديات تحديات هذه مرة تكون صعبة مرة تكون أصعب خاصة لما يكون الموضوع وطن فرحلتكم فرحلتكم أنتم ورحلة جيل لحمل وطن مهم الواحد يشد الحزام ويرحل ويجاهد على أساس يرجع متسلح جاهز جاهز يستلم الراية ويتحدث عن هذا الموضوع اليوم نحن لقائنا هنا هناك سؤال يطرح نفسه لماذا؟ لهذا السبب أنتم جيل مهمة كنت سعيد جداً أن أرى أكثر البنات والأولاد الذين كنت قابلهم لخصاتهم مشرفة وكثير منكم مهندسة تشرفوا بكم هذا يحظ بلادكم بكم أخواني وجودكم هنا اليوم بساطة جداً هو علشان الطرف والطرف الآخر يفكر بصوت عالي لأننا كلنا شركاء في الموضوع شركاء في هذا الوطن شركاء في همومة شركاء في سعادة شركاء في تقدمة شركاء في أمنة شركاء في حتى رسالة ردعه كلنا شركاء لكن هناك حد مننا من مستلم الراية ويركض فيها وحد مننا من مستلم الراية في فترة أن يسلمها وفي حد مننا من عليه الدور أن يستلم الراية جاية لا محالة سنة الحياة ف مهم جداً للإنسان يفكر بصوت عالي مثل ما أنا سويت اليوم وأمس أول أمس مع عيالي في بيتنا بيتنا الصغير لما عرفت أني أنا بقوم وأتحدث في جيل بالنسبة إلي أنا فارق السن كبير خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة أمسة فحبيت أني أنا أعرف ما يفكرون عيالي وأبوه يقول هذه الفقرات فلما طلعت الورقة المكتوبة بنت عمرها خمسة عشر سنة ورجعت ورجعت في التاريخ لما كان عمري أنا خمسة عشر سنة وعلى فكرة يوم كان أكثر جيلي عمري خمسة عشر سنة فرحت فرحت تعرفون لماذا؟ لأن التحدي في المستقبل أعقد التحدي في المستقبل ثجيل ولو ننظر للتاريخ نلقى الأمور تستاد حقيقة صعوبة تعقيدة الفارق بين الماضي والحاضر والمستقبل الماضي فيه جوع وقلة أمن لكن كلنا في محيط صغير في محيط رواحنا أتذكر أول ما قال لي أبويا رحمة الله عليه بتصير ويأنا قنص وعرفت أني أنا بسير برى الإمارات وذاك اليوم برى بوضبي قبل الاتحاد كنت صغير عمري خمسة سنين نزلت في منطقة اسمها باكستان فتوقعت أنه لا يوجد شيء اسمه دولة في العالم غير بوضبي أو غير محيط نص صغير فتفاجأت أن هناك شيء اسمه باكستان اليوم الذي في السن هذا يعرف أكثر عن محمد بن زايد يوم كان عمري خمسة سنين بوايت واليوم يوم سمعت أفكار من حصة بهذه الطريقة فرحت لأن العلم اللي أنتوا تسلحوا به وال التقنية اللي أنتوا تعلمونها لازم تكون أحسن الموجود في العالم ولأسباب رئيسية نحن عندنا خيار خيار هذا مطروح والكثير يعرفه وهنا اثنين ما لهن ثالث هل نحن نريد نعتمد على الكم الكم ولا نريد نعتمد على النوعية السؤال يطرح نفسه بطريقة أخرى هل دولة الإمارات بلادنا عندنا الخيار هل دولة الإمارات بلادنا عندنا الخيار أن نعتمد على الكم لا فما عندنا خيار إلا نحن نروح للكوليتي للنوعية فمن هذا المنطلق لازم يكون تسليح حقيقي اللي هو العلم الكم بحيث أن نحن ننافس بكم دول عالم بحيث أن نحن نريد ننافس شركة بوينغ كلكم تعرفون من شركة بوينغ نحن نريد ننافس شركة إيرباس كيف نصلنا أحسن طيارة إيرباس نقل سواء مئة مئتين أو خمسمائة راكب ما هذا هدفنا يا أخوان بعيالي نحن هدفنا أن نحن ننافس في اللندا النافس نيوزيلندا النافس حتى كوريا الجنوبية النافس سنغفورة على فكرة أطلب من كل واحد منكم تقرون تاريخ كوريا الجنوبية وتقرون تاريخ سنغفورة وأقولها باختصار في ثلاثين ثانية إذا قدرت الدولتين قبل خمسين سنة كانت دول فقيرة بل تحت الخطس يعني الفقر فدائما الواحد يسأل نفسه كيف كيف هذه الجماعة قدروا فأعيالي من الأخير دائما دائما اللي يسبق الآخر يسبقه بثلاث حاجات رئيسية واحد الحجم لازم يكون حجمه صغير يقدر يناور اثنين وهو مهم لازم يكون عنده سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات ومكانيات ثلاثة لازم تكون هنا قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه موكل يوم اتجاه هذه العوام الرئيسية لأننا نحن مارين على مرحلة اسمها مرحلة انتهاء المكون الرئيسي لاقتصادنا وهو البترول على فكرة جاي في عمركم ليس في عمرنا بس في عمركم لهذا السبب لازم نأمن الأمور من الآن ونأمنها بطريقة بحيث لما انتم كجيل تستلمون الراية تستلمونها وانتم بخير تستلمونها وانتم بعز تستلمونها وانتم عندكم القدرة انكم اضطيرون فيها ما تستلمون الراية وانتم ضعاف لهذا السبب نحن عندنا رهان على ان التعليم في هذه البلد المبروك بكم وبهلكم يكون رقم واحد في العالم ما نقدر ان نقبل رقم اثنين لازم يكون حقيقة اخواني اخوات ان دولة الامارات مغرية مغرية ليش؟ مغرية لان نحن عندنا اليوم اكثر من عشرين مليون سائح تقريبا ثلاثة عشرين مغرية لانها فيها اقتصاد قوي مغرية لان فيها مواصلات واتصالات مميزة على المستوى المنطقة والعالم مغرية لان عندنا امن وامان نحمد الله عليه فهذا الوضع هو اللي لما تسوي المؤسسات المتخصصة استبيان وتسأل شباب مثلكم في دول مختلفة من الدول العربية والسؤال يجي وين الجهة المفضلة تعيش فيها ويجيك الرقم سبعين في المية من الشباب العربي يبايعيش في الإمارات السبب على اساس نحط الأمور في نصابها الحقيقي والصحيح السبب يعيالي هو أن قبل خمسين سنة قبل سبعة واربعين سنة توفقنا بقيادة حكيمة مش دكية بس لا حكيمة حطت البنية التحتية صح حطت الأساس اللي نحن اليوم نتمتع في أن نتنفس أكسجين في دولة الإمارات نقي بسعادة كل اللي صاير اليوم يعيالي وينشوفه من الشرقها لغربها هو فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم من معانا الله يرحمهم ويطول أعماركم وعمار أهلكم أمورنا طيبة لكن نحن قاعدين نحط رؤية خمس وعشرين سنة قدام خمسين سنة قدام أكيد عندنا وحدة في عمر حصة أكيد موجودة أنتوا عندكم أهلكم حد عمره خمس وستين سنة أكيد في حد من أهلكم عمره خمس وستين سنة وأكيد حد من أهلكم اللي عمره خمس وستين سنة بخير وصاحي وفرح ويحبكم وأنتوا تحبونه صح؟ طيب لما نقول خمسين سنة قدام هذا عمر حصة خمس وستين سنة بعد خمس وستين سنة هذا عمره بيكون السؤال هي في وضع فرح وسعادة وأمان مثلكم؟ نحن ما نقبل اللي يكون أحسن منكم قبل أن أنتقل من الموضوع هذا، أريد أن أقول أن ترى أنتوا أمل هذه البلاد، أنتوا مستقبلها، وأنتوا السلاح الحقيقي، ترى، ليس الثلاثة مليون برميل، لا، أنتوا مستقبلها بلد، أنتوا صمام أمانها، مسيرتكم يمكن تشوفونها طويلة، إنسان ما يقول؟ يقول، عشرة سنين فاتت علي، أتذكر يوم كنت في صف لفلانة، وأنا اليوم مرت عشرة سنين، بسرعة، لكن لما تنظر الوجه الآخر، تقول عشرة سنين قدام، أف، متى توصلني؟ لا صدقوني بتوصل، لكن المهم توصل ونحن في أمان، توصل هذه العشرة سنين وبلدنا بخير، أنا متأكد، اللي شفته في تجربتي البسيطة، من مخلطتي البسيطة، مع العقول النيرة، والويوه الفرحة المتفائلة، أننا نراهن على الإنسان الصحيح في مستقبل لأمانة كبيرة مثل دولة الإمارات إذا تسمحوا لي، لدي كتاب هداني يا الشيخ محمد بن راشد، أخويا الشيخ محمد بن راشد جميل، حقيقة، ليس مجاملة في أخويا، لا والله، لكن من أجمل كتب الكريت بقرالكم جمل بسيطة منها، لأن أعتقد لو أنا في سنكم بستفيد منها كثير، مع أني أنا في هذا السن أستفيد وعيد إذا كانت نظرتك إيجابية، رأيت التحديات فرصاً في المستقبل ونجاحاً في الناس وطاقات ومهم يعني الناس هذه الطاقات ووافع أنت تشوفها إيجابية، لكن نحن دائماً ننظر للموضوع بطريقة أخرى أكمل أقرأ في الموضوع هذا لأنه جميل يقول براشد أسوأ شيء أسوأ شيء تفعله هو أن تنتظر لأن الانتظار ضياع الوقت وضياع للسنوات وفوات للإنجازات الإنسان الإيجابي لا ينتظر لابتسامة الحظ له بل يبتسم هو للحياة، هو يسعى منطلقاً خلف أحلامه وطموحاته القائد الإيجابي يستطيع أن يتحكم في الفرعون الصغير الذي بداخله ويتواضع للناس وينسب النجاح لفريق عمله قبل الأخير في جملة حلوة البوراشدنية يقول فيها الرياضة تعلمنا الإصرار والعمل الجماعي واحترام القوانين والعدالة مع خصومنا جميلة خصومنا المقصودة حسب اعتقادي أنه حتى لو تلعب مباراة بنقبونغ مثلاً وتنغلب وتصير تهني صاحبك آخر فقرة بقراها كتابة براشد لما أرسل الكتاب لي لأن جملة فيها وايد تأثرت منها يقول الأخ والصديق والرفيق المسيرة محمد بن زايد قال نهيان تعلمنا من مؤسسي الإمارات بأن المستحيل هو وجهة نظر بأن المستحيل هو وجهة نظر وبأن الإيجابية والتفائل هو أسلوب حياة وبأن سعادة شعب الإمارات هي غاية العمل الحكومي في دولتنا جميلة يا أخواني إذا مشكور يا أبو راشد وينما تكون والله يحفظك إن شاء الله أريد أنتقل إلى موضوع دخلناه في التربية والتعليم اللي هو مادة الأخلاق كثير من الناس يتساءل ليش وكثير من الناس يفرض راية لوجهة نظر مختلفة وأنا أقدر أقول كل وجهة نظر صحيحة بنسبة وتناسب لكن خلوني أقول لكم من وين نحن جينا لهذا الموضوع وين حطناه العالم تغير العالم اليوم ممكن تركب طيارة الإمارات تريق عند هلك الصبح تتغدى في بريطانيا على غدى اجتماع وبعدين تركب الطيارة لبريتش وتطلع من لندن في نفس اليوم وتنزل في نيويورك تتعشى على اجتماع وبعدين تركب الطيارة في نفس الليلة وترجع بلادك أجدادنا اللي أنتوا أجدادكم يعني اللي عشناوا ياهم كانوا على أساس يروحون لعمرة أو الحج كان رايح على مركوب كان هذا أي كان ياخذ التشهور وخمسين في المئة المركوب ما يرجع لأنه ممكن يموت في الطريق وإذا الله سلم يعني الشايب ولا زوجت ذاك اليوم وترجع بالسلامة فكانت الحياة مختلفة اليوم نحن نعيش في حياة مختلفة الشيء الثاني على أساس أطرقهم بسرعة على أساس ما أخرق لو كل واحد يرجع لخلفية في التاريخ أو يروح عند هله وينسكون أمه ولا جدته بيحصلهم في قرية أي أن كان قرية وبيحصل هذه القرية ما قل فيها من جنس آخر اليوم نحن المتأثرات اللي موجودة علينا ناهيك عن السوشال ميديا أو الإعلام حتى لو تعيش في مدينة جارك وهو جارك وولد عمك ساكن عنك ركوب سيارة وما أريد أدخل في تفاصيل أكثر بس أريد أشرحها بالطريقة هاي وأقول أن اللي يأثر علينا واي ونحن في المقابل ما عندنا أنتيبيوتكلة ما عندنا المضاد الحي وينأخذه والأنتيك اللي نأخذه نأخذه من وقت قصير من الوالد للوالدة والأصدقاء اللي ممكن يكون عنده شوية حكمة على فهم للموضوع لكن إذا كان هذا غريب على دولة الإمارات مع أننا نحن اليوم عندنا تسعة مليون غير إماراتي وعندنا سوشال ميديا ودخلنا هذا المادة في السنة اللي فاتت منهج التربية والتعليم اليابانية سنة ألف وثمانمية وآخر سبعين يعني دعنا نقول في آخر ألف وثمانمية نحن نتكلم عن حوالي مئة واربعين سنة طيب ليش اليابانين دخلوها لأنه حسوا شوية في أن بعض العادات والتقاليد بتنهز عندهم نحن نحتاج دائما منبه ينبهنا الصبح تحط الساعة خمس ونص يدق الجرس عشان تنش نحن نحب يكون عندنا صديق مو بقريب وايد لكن قريب بحيث إذا تورطنا نتصل فيه يا فلان أو فلان شو رايك طيب نحتاج أيضا شيء ينبهنا في أننا نحن نحافظ على هذه القيم ونحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة ما نبهى تنخطف عنها ما نبهى أن يدخل علينا شيء غريب يخرب من قيمنا قبل أن نتفق على أن تكون هنا جامعة N.Y.U في بلادكم تجدتها مدير الجامعة وتحدثت في الموضوع هذا مطولا لكن ما الذي يجعلنا يتشجع أن تكون جامعة N.Y.U في دولة المرات عامل رئيسي مهم هو أن تكون جامعة مميزة صحيح لكن من ميزة هذه الجامعة يعيالي هو أن N.Y.U موجودة في الأرجنتيا فرع موجودة في باريس وعند علم تكلم عن كذا سنة أنها بتفتح في آسيا أظن الآن فتحت في الصين أنا عندي قناعة أن تذكرون القصة في باكستان لما تكلم في باكستان عندي قناعة أن نحن على الدخل اللي يانا هذا من عادات وتقاليد مختلفة بدنا ندفع ضريبة لكن في المقابل ردت الفعل عند نسبة معينة من مجتمعنا بتكون غير مسيطر عليها طيب كيف تقدر تسوي جمع لهذا المجتمع بحيث أنك أنت تسيطر أنت تخرج بطريقة جميلة لازم تدخل هذه المادة واتدخل مادة أخرى التي موجودة ومميزة فيها نو نحن كمجتمع شرق وسطي نحن كعرب كمسلمين تعلمنا شيء تعلمنا نحن دائما صح وهذه كارثة حقيقة ترى نحن ما اخترعنا الويلة على أساس نكون دائما صح ويد مهم نتعلم وعلى فكرة العلم هذا مو مربوط بالسن العلم هذا مربوط باجتهاد لكن نحن كعرب تعلمنا دائما نقول نحن صح وهذه تحدي في الكلتر ما لنا ترى في ناس وايد صح هناك تحت الطرف الثاني من الكرة الأرضية والطرف الآخر صح أيضا أقول لكم قصة خارج عن النص هذا أتمنى أني مم مسجل لايف سوالي واحد تلفون أنا السباب السباب ستعرفونها بعدين لكن كيف سن غفورة وصلت إلى اليوم نحن نطرش أولادنا يدرسون أو أو شيبان يتعالج مع أنها كانت من أفقر الدول الموجودة في العالم كوريا الجنوبية على أساس الشيء بشيء يذكر كانت لقبل العشرين سنة تاخذ معونات من دول غنية اليوم من الجي تونتي نحن في دولة الإمارات لازم نعرف الكلتش الطرف الآخر عادات وتقاليد الطرف الآخر نحن بالنسبة لنا في دولة الإمارات لازم نعرف في جيلكم في عمركم بعد خمسة وعشرين سنة من اليوم لازم نعرف كيف نتعامل مع تشاين ولازم نعرف كيف نتعامل مع تشيلي ونوقع عقود وياهم ونفوز نحن بالعقود ونربح شركات إماراتية كنت أقول بالنسبة لثروتنا فيكم أهم من ثروة ثلاثة مليون برميل وهي حقيقة بدونكم لا يوجد ثلاثة مليون برميل بدونكم لا نستطيع نكمل المسيرة لهذا السبب بسمه الشيخ محمد بن راشد لحفظ وحفظكم قام بخلق وزارة بسمكم مش وزارة بسم غيركم بسمكم أنتم وحط فيها من أكفى بناتنا على فكرة اللي حصل أولاد أكفى منها حطينا ما حصلنا بهاي المناسبة أريد أذكر في دقيقتين موضوع مهم يخص الأغلبية في القاعة كل عام أنتم طيبين إن شاء الله يقال دائما اللي مرات فيها ريال لمرات فيها رجال صحيح لكن والله الرجال لنتم الله حوالك نحن لازم في مثل يقال في الغرب يقول نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50% ولا لا حقيقة هي الأم والمربية وهي الأخة وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة في مواصفات جميلة فيكم لكن اللي يهم في الموضوع هو أن نحن ترى إذا نتكلم عن أن نحن نستغل الدولار هذا بحجمها الكامل ونشد بحيث أن نستفيد من كل فلس فيه هو أن نحن نستفيد منكم ما نقدر نهمش 52% من مجتمع دولة لمرأة مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة في أن تقوم فيه مناصب لما أنا كنت ضابط القوات المسلحة ما كنت أحلى من المرأة وكنت تسويها اليوم عندنا وحدة اسمها مريم المنصوري أريد بهذا اليوم المبروك وكل عام أنتم طيبين إن شاء الله أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على المهاتكم والله المبروكات وبالنسبة لي لا أريد أن نذكر أمهات شهدان أريد أتحدث بالمصطلح لمرأتي أكثر نحن الحرم المبروكة لما جبلنا ولد أو بنت مبروكة نقول يا أل بطنها الجنة وحقيقة أنا أشهد بالله أن هذه اللمهات التي أنا زرت وتحدثت وياها فقدوا عز ما يملكون واحد أنا أشهد أنهم ربا وإن شاء الله نحسب عيالهم عند ربي من الشهداء شيء ثاني أريد أقول أن هذه اللمهات ترحقهم علينا هنا لا يمكن أن ننساهم وهم بالنسبة لي أنا قدوة المجتمع حقيقة في في قصة جميلة أريد أذكرها ويمكن تسمعها صاحبة الحدث نعزي وحدة في ولدها فتقول أنا بخير فحسيت بها أنها متأثرة فرديت عليها طرح مرة ثانية وكان طرحي أمي يعني أحسن الله أعزات ونحن عيالس كلنا قالت يا محمد أنا مبزعنا أنا متأثرة على ولدي غالي سار أنا مبزعنا أنا بالمناسبة هذه أريد أشكرك فتفاجأت فتفاجأت كيف أم فاقد ولدها ظناها تبت أشكرني في هذا لحظة قالت محمد أنا أدري لو هذا ما تم هناك هذا بيتم هناك تعرفون هاي النظرية شو تقول بالنسبة لي هاي نظرية استراتيجية على فكرة في كل حدث يصير في العالم على مرور التاريخ إذا انتظرت هيك لين بيتك انتهى الموضوع سواء محاربة مخدرات أو إرهاب أو حرب بعينها هذه الحرمة اللي كانت تكلمني ما كانت متعلمة كانت أمكم خدكم لكن تشوف الموضوع بطريقة ثانية في عندنا أمهات في هذه البلد خلقتهم الأحداث قسم بالله يا عيالي ما تصدقون حتى لو تنسرد القصة لكم الواحد يعني يفتخر أن عندنا نساء بهذا الشكل كل عام أنتم طيبين نقطة قبل الأخير هي كثير منكم متخصصة أو يتخصص أنا دائما كنت أقول كلمة في هذا الموضوع وأريد أعيدها مرة ثانية اللي عنده شك في أي مجال يروح الموضوع موه بصعب أو مستحيل أحدد أنك أنت تروح في مكان تحترفي أنت تكون موضوع موضوع لن تروح في مكان أنت هاوي تروح له هناك فرق بين الهواية والاحتراف نحن عندنا هواية كريائيين لنعب كرة قدم كرة طائرة كرة يد هذه هواية تشتغل مهندس في عدنوك تشتغل في اتصالات مهندس تشتغل في شركات إلى آخر وهذه المناسبة تذكرني بس مع رضايدكس مع رضايدكس مريت على شركتين أريد أذكرهم بالاسم ولكن في شركات أخرى لا أريد أن أتحدث عنهم لكن الشركات هذه ممكن سمعتهم واحدة اسمها ووحدة اسمها شفت مهندسين ومهندسات موجودات يسوون تقنية على فكرة خمسين أو ستين في المئة ما لها دخل في الشق العسكري لكن عندهم كوالتي نوعية من الصناعة أنا فخور أن هذه الصناعات موجودة في بلادي تصنع بيدين مهندسين إماراتيين تخصصات تخصصات المختلفة التي تفكرون فيها بدون شك نحن نحتاج إلى تخصصات أمة ولكن بلادكم تقنية تخصصات مختلفة لحيالي فلا تفكرون في هذا الموضوع ويد المهم أن تركزون على أن هذه احتراف وليس هواية أنا من الناس المتفائلين جدا مثل ما ذكرتم ساعبكم ومتفائل جدا في خمسين سنة جاية مع العلم أننا نحن في منطقة غير مستقرة منطقة صعبة فيها تحديات فيها وجهات نظر مختلفة لكن أنا عندي قناعة أن بلادنا المرات اليوم مثل النور اللي منور في أرض مظلمة قدوة للآخرين ما احترامي لكل جيرانا وقدوة حسنة وعلى فكرة أنا ما أزايد ولا أرفع الهمم اليوم أنا أقول حقائق في أرقام حقائق والأرقام يا أخواني يا أخواتي عمرها ما تنافق إذا تحط رقم ورقم يطلع الرقب صحيح بس المهم تحسب صح فدولة الإمارات غض النظر عن التحديات في المنطقة إلا أن قدوة حسنة لمنطقة في الشرق الأوسط تعرفوا ما حاولنا نسوي نحن في دولة الإمارات خلال ستين سنة لمرت ترى من منطقة الشرق الأوسط حد يروح يسوي بحث كم رسالة إيجابية طلعت من منطقة الشرق الأوسط للعالم بلادكم هذه كل يوم نحاول نرسل رسالة إيجابية للعالم أننا نحن عايشين في منطقة فيها الحرارة خمسين والرطوبة مية والمنطقة فيها هذه الأوضاع ولكن نحن نحاول نرسل الرسالة الإيجابية توصل شرق وغرب أقصاه إلى أقصاه وهذه حقيقة لما تكلمنا عن اليابان بساعة تكلمنا عن المادة التي دعني أرجع لها حقيقة حادثة صارت في مكان ما اليوم خلثني أزعل النتيجة من إماراتي هذا الطرح نحن 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 نستعدين نخدم بلادنا في كل شي أنا لا أريد أن أدخل في التفصيل الموضوع الذي تصار ترى ترى مو بعيب الواحد يشتغل يا أخواني في بلاده يخم لا والله بكم سمح لي بكم مو بعيب واحد يشتغل في بلاده سونك تكسي وخاصة إذا كانت مناسبة إذا في شيء اسمه إكسبو ونحن قاعدين نعرض للعالم والعالم كله موجود عندنا في دول في الإمارات لازم نظهر للعالم مو بالمبنى اللي موجود الإنسان اللي موجود الإمارات هو معدن أشوه اليابان من أقوى اقتصادات العالم اليابان من أجمل تاريخ يكتب عن الدول اليابان دولة يخليك وضعك لما تشوف اليابانيين يتصرفون في هذا التصرف اللي تشوف جدامك تحترم نفسك أنا متأكد أنكم قريتوا هذا الموضوع وعرفتوا عن هذه البلد وعادتوا وتقاليدها لكن ترى هذا ما يجي من فراغ مش معقولة اليابان صار فيها هذا الأدب والأخلاق والاحترام بناء على نحن بنقول في اللهزة المحلية الضرب الوسمي وظهر العشر لا ما بطريقة هذا جيل يورث على جيل هذه صنعة تصنعها أنت تصنعها وتحك جيل طيب أنا رايح في هذا الاتجاه في الطرح كل واحد منكم كل وحدة منكم سفير لبلاده يمثل بالطريقة اللي لما ينظر لبلاده ومجزاته أو ينظر لبلاده وحبه وحجم حبه لبلاده يقول أنا بتصرف بطريقة هاي لا نكابر يا عيالي على بلادنا وسمعة بلادنا أبدا وايد مهم أن نفكر مرتين نعطي نفسنا خمس ثواني تفكير لأنكم أنتم سفراء حد منكم بيبقى حد منكم بيروح يتعلم برا الناس ما بتعرف هذا الإنسان اللي جايينها اسمه العامري ولا من الفجيرة ولا من العين مدينة ولا من قرية ولا من العائلة الفلانية أي شيء بتسويه إيجابي بيقولون الإماراتي أي شيء بتسويه سلبي بيقولون الإماراتي ونحن كنا مسؤولين للصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد لأن كنا كلكم راعا كلكم راعا على سمعة هذه البلاد وخاصة وخاصة الإنسان لما يتغرب أرجع مرة ثانية وأقول الأمل فيكم كبير لأنكم أنتو تعلمتوا صح وأنتو تربيتوا صح وأنتو أحسن منا ولازم تكونون أحسن منا مو بكيفكم لازم تكونون أحسن من إبهاتكم ويدودكم هذا السلاح اللي أنتو تشلونا عشان المرحلة الجاية مرحلتكم لازم تكون سهلة لكن سهلة بالعلم اللي بتعلمون سعدت أراكم مرة ثانية وكان يوم طيب وكل عام أنتم طيبين السلام على أهل العيال يشرفني أن أدعو راعي هذا المجلس العامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للحوات المسلم اشتركوا في القناة شكرا خبر السيح خبر السيح السلام عليكم ومساكم الله بالخير في حد من دس وراء الصفوف يسمحوا لي ما شفتكم اللي موجودين لكن حياكم الله جميع بداية يسعدني جدا أن أشوف هذه ديو النيرة المتفائلة الطموحة اللي نحن نراهن عليهم نراهن عليهم بمسؤولية مسؤولية بلد مسؤولية أمة مسؤولية أهل مسؤولية جيل بعدكم وإن شاء الله تفرحوا بهم لكن قبل ما أبدأ في الكلمة أريد أن أبلغ وصية للجميع سلام من الشيخ خليفة أبوه الجميع وسلام خاص من الشيخ محمد بن راشد على الجميع من أبوه 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 الجميع أنا متأكد أن كثير منكم أخواني أخواتي شافوا هذا الذي تم عرضته لكن المغزة من الموضوع هو الحكمة في هذا الموضوع كل إنسان كل إنسان تمر في حياة تحديات تحديات هذه مرة تكون صعبة مرة تكون أصعب خاصة لما يكون الموضوع وطن وطن فرحلتكم أنتم ورحلة جيل لحمل وطن مهم الواحد يشد الحزام ويرحل ويجاهد على أساس يرجع متسلح جاهز يستلم الراية وبتحدث عن هذا الموضوع اليوم نحن لقائنا هنا فيه سؤال يطرح نفسه ليه لهذا السبب أنتم جيل مهمة كنت سعيد جدا لأن أشوف أكثر البنات والأولاد الذين كنت قابلهم تخصاتهم مشرفة كثير منكم هندسة تشرف بكم نحن هذه حظ بلادكم بكم أخوانا أخوانا وجودكم هنا اليوم بساطة جدا هو على الشان الطرف والطرف الآخر يفكر بصوته عالي لأننا كلنا شركاء في الموضوع شركاء في هذا الوطن شركاء في همومة شركاء في سعادة شركاء في تقدمة شركاء في أمنة شركاء في حتى رسالة ردعة كلنا شركاء لكن في حد مننا من مستلم الراية ويركض فيها وحد مننا من مستلم الراية في فترة أن يسلمها وفي حد مننا من عليه الدورة أن يستلم الرأيه جاية لا محالة سنة الحياة فمهم جداً للإنسان يفكر بصوت عالي مثل ما أنا سويت اليوم وأمس أول أمس مع عيالي في بيتنا بيتنا الصغيرة لما عرفت أني أنا بقوم وبتحدث في جيل بالنسبة إلي أنا فارق السن كبير خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة فحبيت أني أنا عرف ما يفكرون عيالي والمناسبة جبت واحدة من بناتي اسمها حصة جبت لنا عندها فكار زينة حقيقة يعني عندي ورقة لم أجبتها للأسف كانت كاتبت أنها يروحها فتقول لي أبويا يقول هذه الفقرات فلما طلعت الورقة المكتوبة بنت عمرها خمسة عشر سنة ورجعت في التاريخ لما كان عمري أنا خمسة عشر سنة وعلى فكرة اليوم كان أكثر جيلي عمرها خمسة عشر سنة فرحت تعرفون لماذا لأن التحدي في المستقبل أعقد التحدي في المستقبل ثقيل ولو ننظر للتاريخ نلقى الأمور تستاد حقيقة صعوبة تعقيدة الفارق بين الماضي والحاضر والمستقبل الماضي فيه جوع وقلة أمن لكن كنا في محيط صغير في محيط رواحنا أتذكر أول ما قال لي أبويا رحمة الله عليه بتصير ويانا قنص وعرفت أني أنا بسير برى الإمارات وذاك اليوم برى بوضبي قبل الاتحاد كنت صغير عملي خمس سنين نزلت في منطقة اسمها باكستان فتوقعت أن ما فيه شيء اسمه دولة في العالم غير بوضبي أو غير محيط نص صغير فاتفاجأت أن فيه شيء اسمه باكستان اليوم اللي في السن هذا يعرف أكثر عن محمد بن زايد يوم كان عمري خمس سنين بوايد واليوم يوم سمعت أفكار من حصة بهذه الطريقة فرحت لأن العلم اللي أنتوا تسلحوا به وال التقنية اللي أنتوا تتعلمونها لازم تكون أحسن الموجود في العالم ولأسباب رئيسية نحن عندنا خيار خيار هذا مطروح والكثير يعرفه وهن ثنين ما لهن ثالث هل نحن نريد نعتمد على الكم ولا نريد نعتمد على النوعية السؤال يطرح نفسه بطريقة أخرى هل دولة الإمارات بلادنا عندنا الخيار أن نعتمد على الكم لا فما عندنا خيار إلا نحن نروح للكوليتي للنوعية فمن هذا المنطلق لازم يكون تسليح حقيقي اللي هو العلم الكم بحيث أننا نحن ننافس بكم دول عالم أنا لا أريد أن أقول أننا نحن نريد ننفس شركة بوينج كلكم تعرفون من شركة بوينج نحن نريد ننفس شركة إيرباس كيف نصنع أحسن طيارة إيرباس نقل سواء مئة مئتين أو خمسمائة راكب ما هذا هدفنا يا أخوان بعيالي نحن هدفنا أننا نحن ننفس ننفس فنلندا ننفس نيوزيلندا ننفس حتى كوريا الجنوبية ننفس سنغفورة على فكرة أطلب من كل واحد منكم تقرون تاريخ كوريا الجنوبية وتقرون تاريخ سنغفورة وبقولها باختصار في ثلاثين ثانية إذا قدرت الدولتين قبل خمسين سنة كانت دول فقيرة بل تحت الخطص الفقر فدائما الواحد يسأل نفسه كيف كيف هذه الجماعة قدروا فأعيالي من الأخير دائما دائما اللي يسبق الآخر يسبقه بثلاث حاجات رئيسية رئيسية واحد الحجم لازم يكون حجمه صغير يقدر يناور اثنين وهو مهم لازم يكون عنده سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات ومكانيات ثلاثة لازم تكون هناك قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه مو كل يوم اتجاه هذه العوام الرئيسية لأننا نحن مارين على مرحلة اسمها مرحلة انتهاء انتهاء المكون الرئيسي لاقتصادنا وهو البترول على فكرة جاي في عمركم وليس في عمرنا لكن في عمركم لهذا السبب يجب أن نأمن الأمور من الآن ونأمنها بطريقة بحيث عندما أنتم كجيل تستلمون الرأي تستلمونها وانتم بخير تستلمونها وانتم بعز تستلمونها وانتم عندكم القدرة أنكم اضطيرون فيها ما تستلمون الرأي وانتم ضعاف لهذا السبب نحن عندنا رهان على أن التعليم في هذه البلد المبروك بكم وبهلكم يكون رقم واحد في العالم لا نستطيع أن نقبل رقم اثنين لازم يكون حقيقة أخواني أخوات أن دولة الإمارات مغرية مغرية ليش مغرية لأن نحن عندنا اليوم أكثر من عشرين مليون ساعة تقريبا ثلاثة عشرين مغرية لأنها فيها اقتصاد قوي مغرية لأن فيها مواصلات واتصالات مميزة على المستوى المنطقة والعالم مغرية لأن عندنا أمن وأمان نحمد الله عليه فهذا الوضع هو اللي لما تسوي المؤسسات المتخصصة استبيان وتسأل شباب مثلكم في دول مختلفة من الدول العربية والسؤال يأتي وين الجهة المفضلة تعيش فيها ويأتي كل رقم سبعين في المئة من الشباب العربي يبايعيش في الإمارات السبب على أساس نحط الأمور في نصابها الحقيقي والصحيح السبب يعيالي هو أن قبل خمسين سنة قبل سبعة واربعين سنة توفقنا بقيادة حكيمة مش ذكية بس لا حكيمة حطت البنية التحتية صح حطت الأساس اللي نحن اليوم نتمتع في أن نتنفس أكسجين في دولة الإمارات نقي بسعادة كل اللي صاير اليوم يعيالي ونشوفه من الشرق الغرب هو فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم ممعنا الله يرحمهم ويطول أعماركم وأعمارهلكم أمورنا طيبة لكن نحن قاعدين نحط رؤية 25 سنة قدام 50 سنة قدام أكيد عندنا وحدة في عمر حصة أكيد موجودة أنتو عندكم أهلكم حد عمره 65 سنة أكيد في حد من أهلكم عمره 65 سنة وأكيد حد من أهلكم اللي عمره 65 سنة بخير وصاحي وفرح ويحبكم وأنتو تحبون صح؟ طيب لما نقول 50 سنة قدام هذا عمر حصة 65 سنة بعد 65 سنة هذا عمره بيكون السؤال هي في وضع فرح وسعادة وأمان مثلكم نحن ما نقبل اللي يكون أحسن منكم قبل ما ننتقل من الموضوع هذا أريد أن أقول أن أنتو أمل هذه البلاد أنتو مستقبلها وأنتو السلاح الحقيقي ترى ليس الثلاثة مليون برميل لا أنتو مستقبلها بلد أنتو صمام أمانها مسيرتكم يمكن تشوفونها طويلة الإنسان ما يقول يقول عشر سنين فاتت علي أنتو صف لفلانة وأنا اليوم مرت عشر سنين بسرعة لكن لما تنظر الوجه الآخر تقول عشر سنين قدام ومتى بتوصلني لا صدقوني بتوصل لكن المهم توصل ونحن في أمان توصل هذه العشر سنين وبلدنا بخير أنا متأكد اللي شفته في تجربتي البسيطة من مخلطتي البسيطة مع العقول النيرة والويوه الفرحة المتفائلة أن نحن نراهن على الإنسان الصحيح في مستقبل لأمانة كبيرة مثل دولة الإمارات أمانة كبيرة العقول إذا تسمحوا لدي كتاب هداني يا الشيخ محمد بن راشد أخويا الشيخ محمد بن راشد جميل حقيقة مش مجاملة في أخويا لا والله لكن من أجمل كتب اللي قرأت أقرأ لكم جمل بسيطة منها لأن أعتقد لو أنا في سنكم باستفيد منها كثير مع أني أنا في هذا السن أستفيد وعيد إذا كانت نظرتك إيجابية رأيت التحديات فرصا في المستقبل ونجاحا في الناس وطاقات وماهم يعني الناس هذه الطاقات ووافع أنت بتشوفها إيجابية لكن نحن دائما ننظر للموضوع بطريقة أخرى أكمل أقرأ في الموضوع هذا لأنه جميل يقول براشد أسوأ شيء أسوأ شيء تفعله هو أن تنتظر لأن الانتظار ضياع الوقت وضياع للسنوات وفوات للإنجازات الإنسان الإيجابي لا ينتظر الابتسامة الحظ الإنسان الإيجابي لا ينتظر الابتسامة الحظ له بل يبتسم هو للحياة هو يسعى منطلقا خلف أحلامه وطموحاته القائد الإيجابي يستطيع أن يتحكم في الفرعون الصغير الذي بداخله ويتواضع للناس وينسب النجاح لفريق عمله قبل الأخير في جملة حلوة البوراست يقول فيها الرياضة تعلمنا الإصرار والعمل الجماعي واحترام القوانين والعدالة مع خصومنا جميلة خصومنا المقصود حسب اعتقادي أنه حتى لو تلعب مباراة بنج بونج مثلا وتنغلب متير تهني صاحبك آخر فقرة بقراها كتابة براشد لما أرسل الكتاب لي لأن الجملة فيها وايد تأثرت منها يقول الأخ والصديق والرفيق المسيرة محمد بن زايد على نهيان تعلمنا من مؤسسي الإمارات بأن المستحيل هو وجهة نظر بأن المستحيل هو وجهة نظر وبأن الإيجابية والتفائل هو أسلوب حياة وبأن سعادة شعب الإمارات هي غاية العمل الحكومي في دولتنا جميلة يا أخواني إذا مشكور يا براشد وين ما تكون والله يحفظك إن شاء الله أريد أنتقل إلى موضوع دخلناه في التربية والتعليم اللي هو مادة الأخلاق كثير من الناس يتساءل ليش وكثير من الناس يفرض راية لوجهة نظر مختلف وأنا أقدر أقول كل وجهة نظر صحيحة بالنسبة والتناسب لكن دعوني أقول لكم من وين نحن نجينا لهذا الموضوع أو وين حطنا العالم تغير العالم اليوم ممكن تركب طيارة في الإمارات تتريق عند هلك الصبح تتغدى في بريطانيا على غدا اجتمار وبعدين تركب الطيارة لبريتش وتطلع من لندن في نفس اليوم وتنزل في نيويورك تتعشى على اجتماع وبعدين تركب الطيارة في نفس الليلة وترجع بلادك أجدادنا اللي أنتوا أجدادكم يعني اللي عشنا وياهم كانوا على أساس يروحون العمرة أو الحج كان رايح على مركوب كان هذا أين كان كان يأخذ ستة شهور وخمسين في المئة المركوب لا يرجع لأنه يمكن يموت في الطريق وإذا الله سلم يعني الشايب ولا زوج هذاك اليوم وترجع بالسلامة فكانت الحياة مختلفة اليوم نحن نعيش في حياة مختلفة الشيء الثاني على أساس أطرقهم بسرعة على أساس ما أخرق لو كل واحد يرجع خلفية في التاريخ أو يروح عند هلا وينسكون أمه ولا جدته بيحصلهم في قرية أي كان قرية وبيحصل هذه القرية ما قل فيها من جنس آخر اليوم نحن المتأثرات الموجودة علينا ناهيك عن السوشال ميديا أو الإعلام حتى لو تعيش في مدينة جارك وهو جارك وولد عمك ساكن عنك ركوب سيارة وما أريد أدخل في تفاصيل أكثر بس أريد أشرحها بالطريقة وأقول أن اللي يأثر علينا وي ونحن في المقابل ما عندنا أنتي بايتكلا ما عندنا المضاد الحي ويناخذه والأنتيك اللي ناخذه ناخذه من وقت قصير من الوالد وللوالدة والأصدق اللي ممكن يكون عنده شوية حكمة على فهم للموضوع لكن إذا كان هذا غريب على دولة الإمارات مع أن نحن اليوم عندنا تسعة مليون غير إماراتي وعندنا سوشال ميديا ودخلنا هذا المادة في السنة اللي فاتت طيب أنا وايد أقدر تاريخ اليابان اليابان هذه المادة دخلت في منهاج الياباني منهاج التربية والتعليم اليابانية سنة 1870 يعني دعنا نقول في آخر 1800 نحن نتكلم عن حوالي 140 سنة طيب ليش اليابانيين دخلوها لأنه حسوا شوية في أن بعض العادات والتقاليد بتنهز عندهم نحن نحتاج دائما منبه ينبهنا الصبح تحط الساعة خمس ونص يدق الجرس عشان تنش نحن نحب يكون عندنا صديق مبقريب وايد لكن قريب بحيث إذا تورطنا نتصل فيه يا فلان أو فلان شو رايك طيب نحتاج أيضا شيء ينبهنا في أن نحن نحافظ على هذه القيم ونحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة ونبهت نخطف عنها ما نبه أن يدخل علينا شيء غريب يخرب من قيمنا قبل ما نتفق على أن تكون هنا جامعة إنو أيو في بلادكم تلاقيت هي مدير الجامعة وتحدثت في الموضوع هذا مطولا لكن ما الذي خلاني أتشجع أن تكون جامعة إنو ويو في دولة المرات عامل رئيسي مهم هو أن تكون جامعة مميزة صحيح لكن من ميزة هذه الجامعة يعيالي هو أن إنو موجودة في الأرجنتيا فرع موجودة في باريس وعندي علم تكلم عن كذا سنة أنها بتفتح في آسيا أظن الآن فتحت في الصين أنا عندي قناعة أن تذكرون القصة في باكستان لما تكلم في باكستان عندي قناعة أن نحن على الدخل اللي يانا هذا من عادات وتقاليد مختلفة بدنا ندفع ضريبة لكن في المقابل ردة الفعل عند نسبة معينة من مجتمعنا بتكون غير مسيطرة عليها طيب كيف تقدر تسوي جمع لهذا المجتمع بحيث أنك أنت تسيطر في أنك أنت تخرج بطريقة جميلة لازم تدخل هذه المادة واتدخل مادة أخرى اللي موجودة ومميزة فيها إنواء نحن كمجتمع شرق أوسطي نحن كعرب كمسلمين تعلمنا شيء تعلمنا نحن دائما صح وهذه كارثة حقيقة ترى نحن ما اخترعنا الويلة على أساس نكون دائما صح وايد مهم نتعلم وعلى فكرة العلم هذا مو مربوط بالسن العلم هذا مربوط باجتهاد لكن نحن كعرب تعلمنا دائما نقول نحن صح وهذه تحدي في الكلشور ما لا ترى في ناس وايد صح هناك تحت الطرف الثاني من الكرة الأرضية والطرف الآخر صح أيضا أقول لكم قصة خارج عن النص هذا أتمنى أني لم أسجل لايف سوالي واحد تلفون أنا لم أريد أخوض في هذا الموضوع كثير لكن الذي أريد أقول أن هناك صح في طرف آخر نتعلم منه مبعيد ترى سنغفورة قبل خمسين سنة عفوا كانت مستنقعات وإذا تعرفون الأسباب إذا قريتم عن هذا الموضوع السنغفورة كيف خرجت من ماليزيا السباب بتعرفونها بعدين لكن كيف سنغفورة وصلت إلى اليوم نحن نطرش أولادنا يدرسون أو شيباننا يتعالجون مع أنها كانت من أفقر الدول الموجودة في العالم كوريا الجنوبية على أساس الشيء بشي يذكر كانت لقبل العشرين سنة تاخذ معونات من دول غنية اليوم من الجي تونتي نحن في دولة الإمارات لازم نعرف الكلتر الطرف الآخر عادات وتقاليد الطرف الآخر نحن بالنسبة لنا في دولة الإمارات لازم نعرف في جيلكم في عمركم بعد 25 سنة من اليوم لازم نعرف كيف نتعامل مع تشاينة ولازم نعرف كيف نتعامل مع تشيلي ونوقع عقوده وياهم ونفوز نحن بالعقود والربح شركات إماراتية كنت أقول بالنسبة لثروتنا فيكم أهم من ثروة ثلاثة مليون برميل وهي حقيقة بدونكم ما في ثلاثة مليون برميل بدونكم ما نقدر نكمل المسيرة لهذا السبب بسمه الشيخ محمد بن راشد لحفظه وحفظكم قام بخلق وزارة بسمكم مش وزارة بسم غيركم بسمكم أنتم وحط فيها من أكفى بناتنا على فكرة والذي حصل أولاد أكفى منها حطينا ما حصلنا هذه المناسبة أريد أذكر في دقيقتين موضوع مهم يخص الأغلبية في القاعة كل عام أنتم طيبين إن شاء الله يقال يقال دائما لمرات فيها ريال لمرات فيها رجال صحيح لكن والله الرجال يقال في الغرب يقول نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50% لا لا حقيقة هي الأم والمربية وهي الأخة وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة في مواصفات جميلة فيكم لكن اللي يهم في الموضوع هذا لأننا نحن ترى إذا نتكلم عن أن نحن نستغل الدولار هذا بحجمه الكامل وإن شده شد بحيث أن نستفيد من كل فلس فيه هو أن نحن نستفيد منكم لا نستطيع أن نهمش 52% من مجتمع دولة المرأة مع أن المرأة لديها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة في أن تقوم في مناصب لما أنا كنت ضابط القوات المسلحة ما كنت أحلى من المرأة وكنت تسويها اليوم عندنا وحدة اسمها مريم المنصوري أريد بهذا اليوم المبروك وكل عام أنتم طيبين إن شاء الله أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم والله وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات وبالنسبة لي لا أريد أن يفوتني أيضاً أن نذكر أمهات شهدان أريد أن أتحدث بالمصطلح لمرأتي أكثر نحن الحرم المبروكة لما جيب لنا ولد أو بنت مبروكة نقول يا أل بطنها الجنة وحقيقة أنا أشهد بالله أن هذه الأمهات التي أنا زرت وتحدثتوا يا فقدوا عز ما يملكون واحد أنا أشهد أنهم رباً وإن شاء الله نحسب عيالهم عند ربي من الشهداء شيء ثاني أريد أقول أن هذه الأمهات ترى حقهم علينا هنا لا يمكن أن ننساهم وهم بالنسبة لي أنا قدوة المجتمع حقيقة في في قصة جميلة أريد أذكرها ويمكن تسمعها صاحبة الحدث نعزي وحدة في ولدها فتقول أنا بخير فحسيت بها أنها متأثرة فرديت عليها الطرح مرة ثانية وكان طرحي أم يعني أحسن الله أعزات ونحن عيالك كلنا قالت يا محمد أنا وبزعلان أنا متأثرة على ولدي غالي سار أنا وبزعلان أنا بالمناسبة هذه أريد أشكرك فاتفاجأت كيف أم فاقدة ولدها ضناها تبت تشكرني في هذا كل لحظة قالت محمد أنا أدري لو هذا ما تم هناك هذا بيتم هناك تعرفون هاي النظرية شو تقول بالنسبة لي هاي نظرية استراتيجية على فكرة في كل حدث يصير في العالم على مرور التاريخ إذا انتظرت هيك لين بيتك انتهى الموضوع سواء محاربة مخدرات أو إرهاب أو حرب بعينها هذه الحرمة اللي كانت تكلمني ما كانت متعلمة كانت أمكم خدكم لكن تشوف الموضوع بطريقة ثانية في عندنا أمهات في هذه البلد خلقتهم الأحداث قسم بالله يا عيالي ما تصدقون حتى لو تنسرد القصة لكم الواحد يعني يفتخر أنه عندنا نساء بهذا الشكل كل عام أنتم طيبين النقطة التي قبل الأخير هي كثير منكم متخصصة أو يتخصص أنا دائما كنت أقول كلمة في هذا الموضوع وأريد أعيدها مرة ثانية اللي عنده شك في أي مجال يروح الموضوع ليس بصعب أو مستحيل أحدد أنك أنت تروح في مكان تحترفي أنت تكون مستحيل لن تروح في مكان أنت هاوي تروح له هاوي هناك فرق بين الهواية والاحتراف نحن عندنا هواية كريائية لنلعب كرة قدم كرة طائرة كرة يد هذه هواية تشتغل مهندس في عدنوك تشتغل في اتصالات مهندس تشتغل في شركات إلى آخر وهذه المناسبة تذكرني بس مع رضايدكس مريت على شركتين أريد أذكرهم بالاسم ولكن في شركات أخرى لا أريد أن أتحدث عنهم لكن الشركات هذه ممكن سمعتهم واحدة اسمها ووحدة اسمها شفت مهندسين ومهندسات موجودات يسوون تقنية على فكرة خمسين أو ستين في المئة ما لها دخل في الشرق العسكري لكن عندهم كواليتي نوعية من الصناعة أنا فخور أن هذه الصناعات موجودة في بلادي بيدين تصنع بيدين مهندسين إماراتيين وهذا التخص الذي في المستقبل هو مستقبل أمة ولكن بلادكم بتقبلكم في تخصات مختلفة يا عيالي فلا تفكرون في هذا الموضوع ويد المهم أن تركزون على أن هذه احتراف وليس هواية أنا من الناس المتفائلين جداً مثل ما ذكرت مساعة بكم ومتفائل جداً مختلفة لكن أنا عندي قناعة أن بلادنا اللي مرات اليوم مثل النور اللي منور في أرض مظلمة قدوة للآخرين ما احترامي لكل جيرانا وقدوة حسنة وعلى فكرة أنا ما أزايد ولا أرفع الهمم اليوم أنا أقول حقائق في أرقام حقائق والأرقام يا أخواني يا أخواتي عمرها ما تنافق إذا تحط رقم ورقم يطلع الرقب صحيح بس المهم تحسبه صح فدولة الإمارات غض النظر عن التحديات في المنطقة إلا أن قدوة حسنة لمنطقة في الشرق الأوسط وتعرفوا ما حاولنا نسوي نحن في دولة الإمارات خلال 60 سنة لمرات ترى من منطقة الشرق الأوسط حد يروح يسوي بحث كم رسالة إيجابية طلعت من منطقة الشرق الأوسط للعالم بلادكم هذه كل يوم نحاول نرسل رسالة إيجابية للعالم أننا نحن عايشين في منطقة فيها الحرارة 50 والرطوبة 100 والمنطقة فيها هذه الأوضاع ولكن نحن نحاول نرسل رسالة إيجابية توصل شرق وغرب أقصاه إلى أقصاه وهذه حقيقة لما تكلمنا عن اليابان بساعة تكلمنا عن المادة اللي خليني أرجع لها حقيقة حادثة صارت في مكان ما اليوم خلتني أزعل النتيجة من إماراتي هذا الطرح نحن ترام مستعدين نخدم بلادنا في كل شيء أنا مريد أدخل في التفصيل الموضوع الذي تصار ترامو بعيب الواحد يشتغل يا أخواني في بلاده يخم لا يجب أن نظهر للعالم ليس بالمبنى الموجود الإنسان الذي موجود الإماراتي ومعدن أشوه اليابان أنا متأكد أنكم فرثة على جيل هذه صنعة تصنعها أنت تصنعها وتحكها جيل طيب أنا رايح في هذا الاتجاه في الطرح كل واحد منكم كل وحدة منكم سفير لبلاده يمثل بالطريقة اللي لما ينظر لبلاده ومنجزاته أو ينظر لبلاده وحبه وحجم حبه لبلاده يقول أنا بتصرف بطريقة هاي لا نكابر يا عيالي على بلادنا وسنعة بلادنا أبدا وايد مهم أن نفكر مرتين نعطي نفسنا خمس ثواني تفكير لأنكم أنتوا سفراء حد منكم بيبقى حد منكم بيروح يتعلم براء الناس ما بتعرف هذا الإنسان اللي جايينها اسمه العامري ولا من الفجيرة ولا من العين مدينة ولا من قرية ولا من العائلة الفلانية أي شيء بتسويه إيجابي بيقولون الإماراتي أي شيء بتسويه سلبي بيقولون الإماراتي ونحن وأنتوا تربيتوا صح وأنتوا أحسن مننا ولازم تكونون أحسن مننا ليس بكيفكم لازم تكونون أحسن من إبهاتكم ويدودكم هذا السلاح اللي أنتوا تشلونا عشان المرحلة الجاية مرحلتكم لازم تكون سهلة لكن سهلة بالعلم اللي بتعلمون سأتشوفكم مرة ثانية وكان يوم طيب وكل عام أنتوا طيبين السلامة على أهل يشرفني أن أدعو راعي هذا المجلس العامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للحواس المستمع السلام عليكم ومساكم الله بالخير في حد من دس وراء الصفوف يسمحوا لي ما شفتكم اللي موجودين لكن حياكم الله جميع بداية بداية يسعدني جدا أن أشوف هذه ديوه النيرة المتفائلة الطموحة اللي نحن نراهن عليهم نراهن عليهم بمسؤولية مسؤولية بلد مسؤولية أمة مسؤولية أهل مسؤولية جيل بعدكم وإن شاء الله تفحوا بهم لكن قبل ما أبدأ في الكلمة أريد أبلغ وصية للجميع سلام من الشيخ خليفة أبوه الجميع وسلام خاص من الشيخ محمد بن راشد على الجميع فياديو لنشترك لتف вижу أبوه جميع التال Sadlyperry gives us anality with three types of people the first type he talks about is lift people the second branch people and the third root people according to Mr. Perry ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كل إنسان تمر في حياته تحديات تحديات هذه مرة تكون صعبة مرة تكون أصعب خاصة لما يكون الموضوع وطن فرحلتكم أنتوا ورحلة جيل لحمل وطن مهم الواحد يشد الحزام ويرحم ويجاهد على أساس يرجع متسلح جاهز يستلم الراية ويتحدث عن هذا الموضوع اليوم نحن لقائنا هنا في سؤال يطرح نفسه ليه لهذا السبب أنتوا جيل مهمة كنت سعيد جدا أنني أراه أكثر البنات والأولاد الذين كنت أقابلهم تخصاتهم مشرفة وكثير منكم هندسة نشرف بكم نحن هذه حظ بلادكم بكم يا أخواني أخواني وجودكم هنا اليوم بساطة جداً هو علشان الطرف والطرف الآخر يفكر بصوت عالي لأننا كلنا شركاء في الموضوع شركاء في هذا الوطن شركاء في همومة شركاء في سعادة شركاء في تقدمة شركاء في أمنة شركاء في حتى رسالة ردعه كلنا شركاء لكن هناك حد مننا من مستلم الرأي ويركض فيها وحد مننا من مستلم الرأي في فترة أن يسلمها وفي حد مننا من عليه الدور أن يستلم الرأي جاية لا محالة سنة الحياة فمهم جداً للإنسان يفكر بصوت عالي مثل ما أنا سويت اليوم وأمس أول أمس مع عيالي في بيتنا بيتنا الصغير لما عرفت أني أنا بقوم وأتحدث في جيل بالنسبة إلي أنا فارق سن كبير 25 سنة 30 سنة فحبيت أني أنا عرف ما يفكرون عيالي والمناسبة إلي أنا والمناسبة إلي أنا أحبت أحداً من بناتي يسمى حص صهني أحبت لنا لديها فكار زينة حقيقةً يعني عندي ورقة وما أجبتها للأسف كانت كاتبت أنها يروحها فتقول لي أبويا يقول هذه الفقرات فلما طلعت الورقة المكتوبة بنت عمرها 15 سنة ورجعت في التاريخ لما كان عمري أنا 15 سنة وعلى فكرة يوم كان أكثر جيلي عمرها 15 سنة فرحت تعرفون لي لأن التحدي في المستقبل أعقد التحدي في المستقبل ثقيل ولو ننظر للتاريخ نلقى الأمور تستاد حقيقةً صعوبة عقيد الفارق بين الماضي والحاضر والمستقبل الماضي فيه جوع وقلة أمن لكن كنا في محيط صغير في محيط رواحنا أذكر أول ما قال لي أبويا رحمة الله عليه بتصير ويأنا قنص وعرفت أني أنا بسير برى الإمارات وذاك اليوم برى بوضبي قبل الاتحاد كنت صغير عمري خمس سنين نزلت في منطقة اسمها باكستان فتوقعت أن ما في شيء اسمه دولة في العالم غير بوضبي أو غير محيطنا الصغير فتفاجأت أني في شيء اسمه باكستان اليوم الذي في السن هذا يعرف أكثر عن محمد بن زايد يوم كان عمره خمس سنين بوايد واليوم يوم سمعت أفكار من حصة بهذه الطريقة فرحت لأن العلم الذي أنتم تسلحوا به والتقنية التي أنتم تتعلمونها لازم تكون أحسن الموجود في العالم ولأسباب رئيسية نحن عندنا خيار خيار هذا مطروح والكثير يعرف وهنا ثنين ما لهن ثالث هل نحن ريد نعتمد على الكم ولا ريد نعتمد على النوعية السؤال يطرح نفسه بطريقة أخرى هل دولة الإمارات بلادنا عندنا الخيار أن نعتمد على الكم لا فما عندنا خيار إلا نحن نروح للكوليتي للنوعية فمن هذا المنطلق لازم يكون تسليح حقيقي اللي هو العلم الكم بحيث أننا نحن النافس بكم دول العالم أنا ما ريد أقول أننا نريد النافس شركة بوينج كلكم تعرفون من هو شركة بوينج نحن ما نريد النافس شركة إيرباس كيف نصنع أحسن طيارة إيرباس نقل سواء مئة مئتين أو خمسمائة راقب ما هذا هدفنا يا أخوان بعيالي نحن هدفنا أننا نحن النافس في اللندا النافس نيوزيلندا النافس حتى كوريا الجنوبية النافس سنغفورة على فكرة أطلب من كل واحد منكم تقرون تاريخ كوريا الجنوبية وتقرون تاريخ سنغفورة وبقولها باختصار في ثلاثين ثانية إذا قدرت الدولتين قبل خمسين سنة كانت دول فقيرة بل تحت الخطس يعني الفقر فدائما الواحد يسأل نفسه كيف كيف هذه الجماعة قدروا فأعيالي من الأخير دائما دائما اللي يسبق الآخر يسبقه بثلاث حاجات رئيسية رئيسية واحد الحجم لازم يكون حجمه صغير يقدر يناور اثنين وهو مهم لازم يكون عنده سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات وإمكانيات ثلاثة لازم تكون هناك قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه موكل يوم اتجاه هذه العوام الرئيسية لأننا نحن مارين على مرحلة اسمها مرحلة انتهى المكون الرئيسي لاقتصادنا وهو البترول على فكرة جاي في عمركم وليس في عمرنا بس في عمركم لهذا السبب لازم نأمن الأمور من الآن ونأمنها بطريقة بحيث لما انتوا كجيل تستلمون الرأي تستلمونها وانتوا بخير تستلمونها وانتوا بعز تستلمونها وانتوا عندكم القدرة انكم اضطيرون فيها ما تستلمون الراية وانتوا ضعاف لهذا السبب نحن عندنا رهان على أن التعليم في هذه البلد المبروك بكم وبهلكم يكون رقم واحد في العالم ما نقدر من قبل رقم سنين لازم يكون حقيقة أخواني أخوات أن دولة الإمارات مغرية مغرية لماذا؟ مغرية لأن نحن عندنا اليوم أكثر من 20 مليون ساعة تقريبة 23 مغرية لأنها فيها اقتصاد قوي مغرية لأنها فيها مواصلات واتصالات مميزة على المستوى المنطقة والعالم مغرية لأنها أمن وأمان نحمد الله عليه فهذا الوضع هو اللي لما تسوي المؤسسات المتخصصة استبيان وتسأل شباب مثلكم في دول مختلفة من الدول العربية والسؤال يأتي وين الجهة المفضلة تعيش فيها ويأتي كل رقم سبعين في المئة من الشباب العربي يبايعيش في الإمارات السبب على أساس نحط الأمور في نصابها الحقيقي والصحيح السبب يعيالي هو أن قبل خمسين سنة يشرفني أن أدعو راعي هذا المجلس العامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مهيان ولي عهد أبو غبي نائب القائد الأعلى للقوات المستمرة شكرا للمشاهدة صاحب السلام عليكم وشكرا للمشاهدة السلام عليكم مساكم الله بالخير بداية يسعدني جدا أن أشوف هذه ديوء النيرة المتفائلة الطموحة التي نحن نراهن عليها نراهن عليهم بمسؤولية مسؤولية بلد مسؤولية أمة مسؤولية أهل مسؤولية جيل بعدكم وإن شاء الله تفحوا بهم لكن قبل ما أبدأ في الكلمة أريد أن أبلغ وصية للجميع سلام من الشيخ خليفة أبوه الجميع وسلام خاص من الشيخ محمد بن راشد على الجوة ترجمة نانسي قنقر أبوه الجميع ترجمة نانسي قنقر أبوه الجميع The second branch people And the third root people According to Mr. Perry Some people come into your life And they are like leaves on a tree They are only there for a season You can't depend on them Or count on them Because they are weak And only there to give you shade Like leaves They are there to take what they need And as soon as it gets cold Or a wind blows in your life They are gone You can't be angry at them It's just who they are The second type of people Branch people There are some people Who come into your life And they are like branches on a tree They are stronger than leaves But you have to be careful with them They will stick around Through most seasons But if you go through a storm Or two in your life It's possible that you can lose them Most times they break away When it's tough Although they are stronger than leaves You have to test them out Before you run out there And put all your weight on them In most cases They can't handle too much weight But again You can't be mad with them It's just who they are The final type of people Are root people If you can find some people In your life Who are like roots of a tree Then you have found something special Like roots of a tree They are hard to find Because they are not trying to be seen Their only job is to hold you up And help you live a strong and healthy life If you thrive They are happy for you They are still low key And don't let the world know That they are there And if you go through an awful storm They will hold you up Their job is to hold you up Come what may To nourish you Feed you And water you Just like a tree has many limbs And many leaves There are few roots Look at your own life How many leaves Branches and roots Do you have And what are you In other people's lives You may want to call them today Or send them a message Just to thank them For being roots In your life Thank you I think that many of you You may have seen This one Who was able to do That he was able to do That he was able to do The problem Is the problem In this problem In this problem Every person Is to be able to do In life A lot of things In life A lot of things This is a lot A lot of things A lot of things مرة تكون أصعب خاصة لما يكون الموضوع وطن فرحلتكم أنتم رحلة جيل لحمل وطن مهم الواحد يشد الحزام ويرحل ويجاهد على أساس يرجع متسلح جاهز يستلم الرأي وبتحدث عن هذا الموضوع اليوم نحن لقائنا هنا في سؤال يطرح نفسه ليه لهذا السبب أنتم جيل مهمة كنت سعيد جدا أن أرى أكثر البنات والأولاد التي كنت قابلهم تخصاتهم مشرفة كثير منكم مهندسة تشرف بكم نحن هذه حظ بلادكم بكم أخواني وجودكم مني اليوم بساطة جداً هو على شان الطرف والطرف الآخر يفكر بصوت عالي لأننا نحن كلنا شركاء في الموضوع شركاء في هذا الوطن شركاء في همومة شركاء في سعادة شركاء في تقدمة شركاء في أمنة شركاء في حتى رسالة ردعة كلنا شركاء لكن هناك حد مننا من مستلم الراية ويركض فيها وحد مننا من مستلم الراية وفي فترة أن يسلمها وفي حد مننا من عليه الدور أن يستلم الراية جاية لا محالة سنة الحياة مهم جداً للإنسان يفكر بصوت عالي مثل ما أنا سويت اليوم وأمس أول أمس مع عيالي في بيتنا بيتنا الصغير لما عرفت أني أنا بقوم وبتحدث في جيل بالنسبة لي أنا فارق سن كبير 25 سنة 30 سنة فحبيت أني أنا عرف ما يفكرون عيالي والمناسبة جبت واحدة من بناتي اسمها حصة همي جبت لنا عندها فكار زينة حقيقة يعني عندي ورقة وما جبت للأسف كانت كاتبت أنها يروحها فأقول لي أبويا يقول هذه الفقرات فلما طلعت الورقة المكتوبة بنت عمرها 15 سنة ورجعت في التاريخ لما كان عمري أنا 15 سنة وعلى فكرة يوم كان أكثر جيلي عمري 15 سنة فرحت تعرفون لأن التحدي في المستقبل أعقد التحدي في المستقبل ثقيل ولو ننظر للتاريخ نلقى الأمور تستاد حقيقة صعوبة تعقيد الفارق بين الماضي والحاضر والمستقبل الماضي فيه جوع وقلة أمن لكن كنا في محيط صغير في محيط رواحنا الذكر أول ما قال لي أبويا رحمة الله عليه بتصير ويأنا قنص وعرفت أني أنا بسير برى الإمارات وذاك اليوم برى بوضبي قبل الاتحاد كنت صغير عمري خمس سنين نزلت في منطقة اسمها باكستان فتوقعت أن ما في شيء اسمه دولة في العالم غير بوضبي أو غير محيط نص صغير فتفاجعت أن في شيء اسمه باكستان اليوم اللي في السن هذا يعرف أكثر عن محمد بن زايد يوم كان عمره خمس سنين بوايد واليوم يوم سمعت أفكار من حصة بهذه الطريقة فرحت لأن العلم الذي أنتم تسلحوا به والتقنية اللي أنتم تعلمونها لازم تكون أحسن الموجود في العالم ولأسباب رئيسية نحن عندنا خيار خيار هذا مطروح والكثير يعرف وهن اثنين ما لهن ثالث هل نحن نريد نعتمد على الكم ولا نريد نعتمد على النوعية السؤال يطرح نفسه بطريقة أخرى هل دولة الإمارات بلادنا عندنا الخيار أن نعتمد على الكم لا فما عندنا خيار إلا نحن نروح للكوليتي للنوعية فمن هذا المنطلق لازم يكون تسليح حقيقي اللي هو العلم الكم بحيث أن نحن ننافس بكم دول عالم أنا لا أريد أن نحن نريد ننافس شركة بوينج كلكم تعرفون من شركة بوينج نحن نريد ننافس شركة إيرباس كيف نصنع أحسن طيارة إيرباس نقل سواء مئة مئة أو خمسمائة راكب وش هذا هدفنا يا أخوان بعيالي نحن هدفنا أن نحن النافس في اللندا النافس نيوزيلندا النافس حتى كوريا الجنوبية النافس سنغفورة على فكرة أطلب من كل واحد منكم تقرون تاريخ كوريا الجنوبية وتقرون تاريخ سنغفورة وبقولها باختصار في ثلاثين ثانية إذا قدرت الدولتين قبل خمسين سنة كانت دول فقيرة بل تحت تحت الخطص يعني الفقر فدائما الواحد يسأل نفسه كيف كيف هذه الجماعة قدروا فأعيالي من الأخير دائما دائما اللي يسبق الآخر يسبق بثلاث حاجات رئيسية رئيسية واحد الحجم لازم يكون حجمه صغير يقدر يناور اثنين وهو مهم لازم يكون عنده سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات ومكانيات ثلاثة لازم تكون هنا قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه موكل يوم اتجاه هذه العوام الرئيسية لأننا نحن مارين على مرحلة اسمها مرحلة انتهاء المكون الرئيسي لاقتصادنا وهو البترول على فكرة جاي في عمركم واش في عمرنا بس في عمركم لهذا السبب لازم نأمن الامور من الآن ونأمنها بطريقة بحيث لما انتو كجيل تستلمون الرأي تستلمونها وانتو بخير تستلمونها وانتو بعز تستلمونها وانتو عندكم القدرة انكم اضطيرون فيها ما تستلمون الراية وانتو ضعاف لهذا السبب نحن عندنا رهان على ان التعليم في هذه البلد المبروك بكم وبهلكم يكون رقم واحد في العالم ما نقدر نقبل رقم اثنين لازم يكون حقيقة اخواني اخوات ان دولة الامارات مغرية مغرية ليش مغرية لان نحن عندنا اليوم اكثر من عشرين مليون ساعة تقريبا ثلاثة عشرين مغرية لان فيها اقتصاد قوي مغرية لان فيها مواصلات واتصالات مميزة على المستوى المنطقة والعالم مغرية لان عندنا امن وامان نحمد الله عليه فهذا الوضع هو اللي لما تسوي المؤسسات المتخصصة استبيان وتسأل شباب مثلكم في دول مختلفة من الدول العربية والسؤال يجي وين الجهة المفضلة تعيش فيها لو يجيك الرقم سبعين في المئة من الشباب العربي يعيش في الإمارات السبب على أساس نحط الأمور في نصابها الحقيقي والصحيح السبب يعيش يعيش هو أن قبل خمسين سنة قبل سبعة واربعين سنة توفقنا بقيادة حكيمة مش دكية بس لا حكيمة حطت البنية التحدية صح حطت حطت الأساس اللي نحن اليوم نتمتع في أن نتنفس أكسجين في دولة الإمارات نقي بسعادة كل كل اللي صاير اليوم يعيش ونشوفه من الشرق الغرب هو فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم ممعانا الله يرحمهم ويطول عماركم وعمار أهلكم أمورنا طيبة لكن نحن قاعدين نحط رؤية خمس وعشرين سنة قدام خمسين سنة قدام أكيد عندنا وحدة في عمار حصة أكيد موجودة أنتوا عندكم أهلكم حد عمار خمس وستين سنة أكيد في حد من أهلكم عمار خمس وستين سنة وأكيد حد من أهلكم اللي عمار خمس وستين سنة بخير وصاحي وفرح ويحبكم وأنتوا تحبونا صح طيب لما نقول خمسين سنة قدام هذا عمار حصة خمس وستين سنة بعد خمس وستين سنة هذا عمار بيكون السؤال هي في وضع فرح وسعادة وأمان مثلكم نحن ما نقبل اللي يكون أحسن منكم قبل ما ننتقل من الموضوع هذا أنا أريد أن أقول أن أنتوا أمل هذه البلاد أنتوا مستقبلها وأنتوا السلاح الحقيقي ترى ليس الثلاثة مليون برميل لأ أنتوا مستقبلها بلد أنتوا صمام أمانها مسيرتكم يمكن تشوفونها طويلة إنسان ما يقول يقول عشر سنين فاتت علي ما هذا أتذكر يوم كنت في صف لفلان وأنا اليوم مرت عشر سنين بسرعة لكن لما تنظر الوجه الآخر تقول عشر سنين ومتى بتوصلني لا صدقوني بتوصل لكن المهم توصل ونحن في أمان توصل هذه العشر سنين وبلدنا بخير أنا متأكد الذي شفته في تجربتي البسيطة من مخلطتي البسيطة مع العقول النيرة والويوه الفرحة المتفائلة أن نحن نراهن على الإنسان الصحيح في مستقبل لأمانة كبيرة مثل دولة الإمارات شكراً لأمانة كبيرة هداني يا الشيخ محمد بن راشد دخوية الشيخ محمد بن راشد جميل حقيقة مش مجاملة في خوية لا والله لكن من أجمل الكتب لك بقرالكم جمل بسيطة منه لأن أعتقد لو أنا في سنكم بستفيد منها كثير مع أني أنا في هذا السن أستفيد وعيد إذا كانت نظرتك إيجابية رأيت التحديات فرصاً في المستقبل ونجاحاً في الناس وطاقات ومهم يعني الناس هذه الطاقات ووافة أنت بتشوفها إيجابية لكن نحن دائماً ننظر للموضوع بطريقة أخرى بكمل أقرأ في الموضوع هذا لأنه جميل يقول براشد أسوأ شيء أسوأ شيء تفعله هو أن تنتظر لأن الانتظار ضياع الوقت وضياع السنوات وفوات للإنجازات الإنسان الإيجابي لا ينتظر لابتسامة الحظ الإنسان الإيجابي لا ينتظر لابتسامة الحظ له بل يبتسم هو للحياة هو يسعى منطلقاً خلف أحلامه وطموحاته وطموحاته قبل الأخير في جملة حلوة البراشد يقول فيها الرياضة تعلمنا الإصرار والعمل الجماعي واحترام القوانين والعدالة مع خصومنا جميلة خصومنا المقصود حسب اعتقادي أن حتى لو تلعب المباراة بنج بونج مثلا وتنغلب وتصير تهني صاحبك آخر فقرة بقراها كتابة براشد لما أرسل الكتاب لي لأن جملة فيها وايد تأثرت منها يقول الأخ والصديق والرفيق المسيرة محمد بن زايد على نهيان تعلمنا من مؤسسي الإمارات بأن المستحيل هو وجهة نظر بأن المستحيل هو وجهة نظر وبأن الإيجابية والتفائل هو أسلوب حياة وبأن سعادة شعب الإمارات هي غاية العمل الحكومي في دولتنا جميلة يا أخواني إذا مشكور يا براشد وينما تكون والله يحفظك إن شاء الله أريد أن أتقل إلى موضوع دخلناه في التربية والتعليم اللي هو مادة الأحلاق كثير من الناس يتساءل ليش وكثير من الناس يفرض راية لوجهة نظر مختلفة وأنا أقدر أقول لك كل وجهة نظر صحيحة بنسبة وتناسب لكن دعوني أقول لكم من وين نحن نجينا لهذا الموضوع وين حطنا العالم تغير العالم اليوم ممكن تركب طيارة الإمارات تتريق عند هلك الصبح تتغدى في بريطانيا على غدى اجتماع وبعدين تركب الطيارة لبريتش وتطلع من لندن في نفس اليوم وتنزل في نيويورك تتعشى على اجتماع وبعدين تركب الطيارة في نفس الليلة وترجع بلاتك أجدادنا اللي أنتوا أجدادكم يعني اللي عشنا وياهم كانوا على أساس يروحون لعمرة أو الحج كان رايح على مركوب كان هذا أي كان ياخذ ستة شهور وخمسين في المئة المركوب ما يرجع لأنه يمكن يموت في الطريق وإذا الله سلم يعني الشايب ولا زوج ذاك اليوم وترجع بالسلامة فكانت الحياة مختلفة اليوم نحن نعيش في حياة مختلفة الشيء الثاني على أساس أطرقهم بسرعة على أساس ما أخرق لو كل واحد يرجع الخلفية في التاريخ أو يروح عند هلا ونسكون أمه ولا جدته بحصلهم في قرية أي كان قرية وبيحصل هالقرية ما قل فيها من جنس آخر اليوم نحن المتأثرات اللي موجودة علينا ناهيك عن السوشال ميديا أو الإعلام حتى لو تعيش في مدينة جارك وهو جارك وولد عمك ساكن عنك ركوب سيارة وما أريد أدخل في تفاصيل أكثر بس أريد أشرحها بالطريقة هاي وأقول أن اللي يأثر علينا وي ونحن في المقابل ما عندنا أنتيبيوتكلة ما عندنا المضاد الحي ويناخذه والأنتيك اللي ناخذه ناخذه من وقت قصير من الوالد إلى الوالدة والأصدقة اللي ممكن يكون عنده شوية حكمة على فهم للموضوع لكن إذا كان هذا غريب على دولة الإمارات مع أن نحن اليوم عندنا تسعة مليون غير إماراتي وعندنا سوشال ميديا ودخلنا هذا المادة في السنة اللي فاتت طيب أنا وايد أقدر تاريخ اليابان اليابان من هذه المادة دخلت في منهاج الياباني منهاج التربية والتعليم اليابانية سنة 1870 يعني دعنا نقول في آخر 1800 نحن نحن نتكلم عن حوالي 140 سنة طيب لماذا الياباني ندخلوها لأن حسوا شوية في أن بعض العادات والتقاليد تنهز عندهم نحن نحتاج دائما منبه ينبهنا الصبح تحط الساعة خمس ونص يدق الجرس عشان تنش نحن نحب يكون عندنا صديق مو بقريب وايد لكن قريب بحيث إذا تورطنا نتصل فيه يا فلان أو فلان شرائك طيب نحتاج أيضا شيء ينبهنا في أن نحن نحافظ على هذه القيم ونحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة ما نبهت نحن نخطف عنا ما نبهت أن يدخل علينا شيء غريب يخرب من قيمنا قبل ما نتفق على أن تكون هنا جامعة إنو أيو في بلادكم تجد مدير الجامعة وتحدثت في الموضوع هذا مطولا لكن ما يجعلني تشجع أن تكون جامعة إنو في دولة المرات عامل رئيسي مهم هو أن تكون جامعة مميزة صحيح لكن من ميزة هذه الجامعة يعيالي هو أن إنو موجودة في الأرجنتين فرع موجودة في باريس وعندي علم أنها تفتح في آسيا أظن أن فتحت في الصين أنا عندي قناعة أن تذكرون القصة في باكستان لما تكلم في باكستان عندي قناعة أن نحن على الدخل اللي يانا هذا من عادات وتقاليد مختلفة بدنا ندفع ضريبة لكن في المقابل ردة الفعل عند نسبة معينة من مجتمعنا بتكون غير مسيطر عليها طيب كيف تقدر تسوي جمع لهذا المجتمع بحيث أنك أنت تسيطر في أنك أنت تخرج بطريقة جميلة لازم تدخل هذه المادة وتدخل مادة أخرى اللي موجودة ومميزة فيها نو نحن كمجتمع شرق وسطي نحن كعرب كمسلمين تعلمنا شيء تعلمنا نحن دائما صح وهذه كارثة حقيقة نحن ترى نحن ما خطر عن الويلة على أساس نكون دائما صح ويد مهم نتعلم وعلى فكرة العلم هذا مو مربوط بالسن العلم هذا مربوط باجتهاد لكن نحن كعرب تعلمنا دائما نقول نحن صح وهذه تحدي في الكلتر مالنا ترى في ناس وايد صح هناك تحت الطرف الثاني من الكرة الأرضية والطرف الآخر صح أيضا أقول لكم قصة خارج عن النص هذا أتمنى أنني ممسجل لايف سوالي واحد تلفون أنا لا أريد أخوض في هذا الموضوع كثير لكن يريد أن هناك صح في طرف آخر نتعلم منه مبعيب ترى سنغفورة قبل خمسين سنة عفوا كانت مستنقعات وإذا تعرفون الأسباب إذا قريتم عن هذا الموضوع السنغفورة كيف خرجت من ماليزيا أسباب تعرفون بعد سنغفورة وصلت اليوم نحن نطرش أولادنا يدرسون أو شيبان يتعالجون مع أنها كانت من أفقر الدول الموجودة في العالم كوريا الجنوبية على أساس الشيء بالشيء يذكر كانت لقبر العشرين سنة تأخذ معونات من دول غنية اليوم من الجي تونتي نحن في دولة الإمارات لازم نعرف الكلتشور الطرف الآخر عادات وتقاليد الطرف الآخر نحن بالنسبة لنا في دولة الإمارات لازم نعرف في جيلكم في عمركم بعد خمسة وعشرين سنة من اليوم لازم نعرف كيف نتعامل مع تشينا ولازم نعرف كيف نتعامل مع تشيلي ونوقع عقوده ونفوز نحن بالعقود ونربح شركات إماراتية كنت أقول بالنسبة لثروتنا فيكم أهم من ثروة ثلاثة مليون برميل وهي حقيقة بدونكم لا يوجد ثلاثة مليون برميل بدونكم لا نستطيع أن نكمل المسيرة لهذا السبب بسمه الشيخ محمد بن راشد على حفظه وحفظكم قام بخلق وزارة بسمكم مش وزارة بسم غيركم بسمكم أنتم وحط فيها من أكفى بناتنا على فكرة اللي حصلها أولاد أكفى منها حطينا ما حصلنا بهاي المناسبة أريد أذكر في دقيقتين موضوع مهم يخص الأغلبية في القاعة كل عام أنتم طيبين إن شاء الله يقال دائما أن اللي مرات فيها ريال لمرات فيها رجال صحيح لكن والله الرجال أنتم الله حوالكم نحن لازم في مثل يقال في الغرب يقول نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50% ولا لا حقيقة هي الأم والمربية وهي الأخة وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة في مواصفات جميلة فيكم لكن الذي يهم في الموضوع هو أن نحن ترى إذا نتكلم عن أن نحن نستغل الدولار هذا بحجمه الكامل ونشده شد بحيث أن نستفيد من كل فلس فيه هو أن نحن نستفيد منكم لا نستطيع أن نهمش 52% من مجتمع دولة المرأة مع أن المرأة لديها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة في أن تقوم فيه مناصب لما أنا كنت ضابط القوات المسلحة ما كنت أحلى من المرأة وما كنت تسويها اليوم عندنا وحدة اسمها ماريام المنصوري أريد بهذا اليوم المبروك وكل عام أنتم طيبين إن شاء الله أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على المهاتكم المبروكات وبالنسبة لي لا أريد أن يفوتني أيضا أن نذكر أمهات شهدان أريد أتحدث بالمصطلح لمرأتي أكثر نحن الحرم المبروكة لما تجيب لنا ولد أو بنت مبروكة نقول بطنها الجنة وحقيقة أنا أشهد بالله أن هذه الأمهات التي أنا زرت وتحدثت فقدوا عز ما يملكون واحد أنا أشهد أنهم ربا وإن شاء الله نحسب عيالهم عند ربي من الشهداء شيء ثاني أريد أن أقول أن هذه الأمهات ترحقهم علينا هنا لا يمكن أن ننساهم وهن بالنسبة لي أنا قدوة المجتمع حقيقة في قصة جميلة أريد أذكرها ويمكن تسمعها صاحبة الحدث نعزي وحدة في ولدها فتقول أنا بخير فحسيت بها أنها متأثرة فرديت عليها الطرح مرة ثانية وكان طرحي أم يعني أحسن الله أعزات ونحن عيالك كلنا قالت يا محمد أنا وبزعلان أنا متأثرة على ولدي غالي أنا أنا وبزعلان أنا بالمناسبة هذه أريد أشكرك فتفاجأت كيف أم فاقدة ولدها ظناها تبت أشكرني في هذه اللحظة قالت محمد أنا أدري لو هذا ما تم هناك هذا بيتم هنا تعرفون هذه النظرية شو تقول بالنسبة لي هذه نظرية استراتيجية على الفكرة في كل حدث يصير في العالم على مرور التاريخ إذا انتظرت إيك لن بيتك انتهى الموضوع سواء محاربة مخدرات أو إرهاب أو حرب بعينها هذه الحرمة التي كانت تكلمني لم يكن متعلمة كانت أمكم خدكم لكن تشوف الموضوع بطريقة ثانية في عندنا أمهات في هذه البلد خلقتهم الأحداث قسم بالله يا عيالي ما تصدقون حتى لو تنسرد القصة لكم الواحد يعني يفتخر أنه عندنا نساء بهذا الشكل كل عام أنتم طيبين النقطة التي قبل الأخير هي كثير منكم متخصصة أو يتخصص أنا دائما كنت أقول كلمة في هذا الموضوع وأريد أعيدها مرة ثانية الذي عنده شك في أي مجال يروح الموضوع مو بصعب أو مستحيل أحدد أنك أنت تروح في مكان تحترف أنت تكون موضوع لنه مو بتروح في مكان أنت هاوي تروح له في فرق بين الهواية والاحتراف نحن عندنا هواية كريائيين لنعب كرة قدم كرة طائرة كرة يد هاي هواية تسنو 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 تشتغل مهندس في عدنك تشتغل في اتصالات مهندس تشتغل في شركات إلى آخري وهي المناسبة تذكرني بس مع رضايدكس مع رضايدكس مريت على شركتين أريد أذكرهم بالاسم ولكن في شركات أخرى يعني لا أريد أتحدث عنهم لكن الشركات هذه ممكن سمعت من واحدة اسمها دارك أنا فخور أن هذه الصناعات موجودة في بلادي بيدين تصنع بيدين مهندسين إماراتيين تخصصات المختلفة التي تفكرون فيها بدون شك نحتاج إلى تخصصات الهندس هذا التخصص الذي لا نستطيع أن نقول كفاية منه وهذا التخص الذي في المستقبل هو مستقبل أمة ولكن بلادكم بتقبلكم في تخصصات مختلفة إلى عيالي فلا تفكرون في هذا الموضوع المهم أن تركزون على أن هذه احتراف وليس هواية أنا من الناس المتفائلين جدا مثل ما ذكرتم ساعبكم ومتفائل جدا في خمسين سنة جاية مع العلم أننا في منطقة غير مستقرة منطقة صعبة فيها تحديات فيها وجهات نظر مختلفة لأن أنا عندي قناعة أن بلادنا لمرات اليوم مثل النور اللي منور في أرض مظلمة قدوة للآخرين ما احترامي لكل جيران وقدوة حسنة وعلى فكرة أنا ما أزايد ولا أرفع الهمم اليوم أنا أقول حقائق في أرقام حقائق والأرقام يا أخواني يا أخواتي عمرها ما تنافق إذا تحط رقم ورقم يطلع الرقب صحيح بس المهم تحسب صح فدولة الإمارات غض النظر عن التحديات في المنطقة إلا أن قدوة حسنة لمنطقة في الشرق الأوسط تعرفوا ما حاولنا نسوي نحن في دولة الإمارات خلال الستين سنة الإمارات ترى من منطقة الشرق الأوسط حد يروح يسوي بحث كم رسالة إيجابية طلعت من منطقة الشرق الأوسط للعالم بلادكم هذه كل يوم نحاول نرسل رسالة إيجابية للعالم أن نحن عايشين في منطقة فيها الحرارة خمسين والرطوبة مية والمنطقة فيها هذه الأوضاع ولكن نحن نحاول نرسل رسالة إيجابية توصل شرق وغرب أقصاه من إلى أقصاه وهذه هذه حقية لما تكلمنا عن اليابان مساعة تكلمنا عن المادة التي دعني أرجع لها حقيقة حادثة صارت في مكان ما اليوم خلتني أزعل النتيجة من إماراتي هذا الطرح نحن نستعدين نخدم بلادنا في كل شيء أنا لا أريد أن أدخل في التفصيل الموضوع الذي تصار لا بعيد أن يشتغل في بلاده يخم لا أكمل سمحني أكمل ليس بعيد أن يشتغل في بلاده يسونك تكسي وخاصة إذا كانت مناسبة إذا هناك شيء اسمه إكسبو ونحن نعرض للعالم والعالم كله موجود عندنا في دار ثلاث المرات لازم نظهر للعالم ليس بالمبنى الموجود الإنسان اللي موجود الإمارات ومعدن أشوه اليابان من أقوى اقتصادات العالم اليابان من أجمل تاريخ يكتب عن الدول اليابان دولة يخليك وضعك لما تشوف اليابانيين يتصرفون بهذا التصرف الذي تشوف ه قدامك تحترم تحترم نفسك أنا متأكد أنكم قريتوا هذا الموضوع وعرفتوا عن هذه البلد وعاداته وتقاليده لكن ترى هذا ما يجي من فراغ ليس معقولة اليابان صار فيها هذا الأدب والأخلاق والاحترام بناء على نحن نقول في اللهزة المحلية الضرب الوسمي وظهر العشب لا ما بالطريقة هذا جيل يورث على جيل هذه صنعة تصنعها أنت تصنعها وتحك جيل طيب أنا رايح في هذا الاتجاه في الطرح كل واحد منكم كل وحدة منكم سفير لبلاده يمثل بالطريقة اللي لما ينظر لبلاده ومجزاته أو ينظر لبلاده وحبه وحجم حبه لبلاده يقول أنا بتصرف بطريقة لا نكابر يا عيالي على بلادنا وسمعت بلادنا أبدا وايد مهم أن نفكر مرتين نعطي نفسنا خمس ثواني تفكير لأنكم أنتم سفراء حد منكم بيبقى حد منكم بيروح يتعلم برا الناس ما بتعرف هذا الإنسان اللي جاي ينهان اسمه العامري ولا من الفجيرة ولا من العين مدينة ولا من قرية ولا من العائلة الفلانية أي شيء بتسويه إيجابي بيقولون الإماراتي أي شيء بتسويه سلبي بيقولون الإماراتي ونحن ونحن كنا مسؤولين للصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد لأن كنا كلكم راعا كلكم راعا على سمعة هذه البلاد وخاصة الإنسان لما يتغرب أرجع مرة ثانية وأقول أمل فيكم كبير لأنكم أنتم تعلمتم صح وأنت تربيتوا صح وأنت أحسن منا ولازم تكونون أحسن منا ليس كيفكم لازم تكونون أحسن من إبهاتكم ويدودكم هذا السلاح الذي تشلونه لأن المرحلة الجاية مرحلتكم لازم تكون سهلة لكن سهلة بالعلم الذي تتعلمون سأت أراكم مرة ثانية وكان يوم طيب وكل عام أنتم طيبين السلام على أهل يشرفني أن أدعو راعي هذا المجلس العامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مهيان ولي عهد أبو ضبي نائب 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 القائد الأعلى للحواس المسلم حول البانيز شكراً لكم شكراً لكم عليهم بمسؤولية مسؤولية بلد مسؤولية أمة مسؤولية أهل مسؤولية جيل بعدكم وإن شاء الله تفحوا بهم لكن قبل ما أبدأ في الكلمة أريد أن أبلغ وصية للجميع سلام من الشيخ خليفة أبوه الجميع وسلام خاص من الشيخ محمد بن راشد على الجميع في فيديو لنك أبوه كميا شكراً لكم شكراً لكم تحديد But if you go through a storm or two in your life, it's possible that you can lose them. Most times, they break away when it's tough. Although they are stronger than leaves, you have to test them out before you run out there and put all your weight on them. In most cases, they can't handle too much weight. But again, you can't be mad with them. It's just who they are. The final type of people are root people. If you can find some people in your life who are like roots of a tree, then you have found something special. Like roots of a tree, they are hard to find because they are not trying to be seen. Their only job is to hold you up and help you live a strong and healthy life. If you thrive, they're happy for you. They're still low-key and don't let the world know that they are there. And if you go through an awful storm, they will hold you up. Their job is to hold you up, come what may, to nourish you, feed you, and water you. Just like a tree has many limbs and many leaves, there are few roots. Look at your own life. How many leaves, branches, and roots do you have? And what are you in other people's lives? You may want to call them today or send them a message just to thank them for being roots in your life. I think many of you, friends and friends, have seen these things that got started. But the regret of this problem is that the regret of this problem is this problem. كل إنسان تمر في حياته تحديات تحديات هذه مرة تكون صعبة مرة تكون أصعب خاصة لما يكون الموضوع وطن فرحلتكم أنتم ورحلة جيل لحمل وطن مهم الواحد يشد الحزام ويرحل ويجاهد على أساس يرجع متسلح جاهز يستلم الراية وبتحدث عن هذا الموضوع اليوم نحن لقائنا هنا في سؤال يطرح نفسه ليه؟ لهذا السبب أنتوا جيل مهمة كنت سعيد جداً أن أرى أكثر البنات والأولاد والأولاد التي كنت قابلهم تخصاتهم مشرفة كثير منكم مهندسة تشرف بكم نحن هذه حظ بلادكم بكم أخواني أخواني وجودكم هنا اليوم بساطة جداً لكي الطرف والطرف الآخر يفكر بصوت عالي لأننا كلنا شركاء في الموضوع شركاء في هذا الوطن شركاء في همومة شركاء في سعادة شركاء في تقدمة شركاء في أمنة شركاء في حتى رسالة ردعة كلنا شركاء لكن في حد مننا من مستلم الراية ويركض فيها وحد مننا من مستلم الراية وفي فترة أن يسلمها وفي حد مننا من عليها الدور أن يستلم الراية جاية لا محالة سنة الحياة ف مهم جداً للإنسان يفكر بصوت عالي مثل ما أنا سويت اليوم وأمس أول أمس مع عيالي في بيتنا بيتنا الصغير لما عرفت أني أنا بقوم وبتحدث في جيل بالنسبة إلي أنا فارق السن كبير 25 سنة 30 سنة فحبيت أني أنا عرف ما يفكرون عيالي والمناسبة جبت واحدة من بناتي اسمها حصة هنا جبت لنا عندها فكار زينة حقيقة يعني عندي ورقة وما جبت للأسف كانت كاتبت أنها يروحها فأقول لي أبويا يقول هذه الفقرات فلما طلعت الورقة المكتوبة بنت عمرها 15 سنة ورجعت في التاريخ لما كان عمري أنا 15 سنة وعلى فكرة يوم كان أكثر جيلي عمرها 15 سنة فرحت تعرفون لي لأن التحدي في المستقبل أعقد التحدي في المستقبل ثقيل ولو ننظر للتاريخ نلقى الأمور تستاد حقيقة صعوبة تعقيد الفارق بين الماضي والحاضر والمستقبل الماضي فيه جوع وقلة أمن لكن كنا في محيط صغير في محيط رواحنا أتذكر أول ما قال لي أبويا رحمة الله عليه بتصير ويأنا قنص وعرفت أني أنا بسير برى الإمارات وذاك اليوم برى بوظبي قبل الاتحاد كنت صغير عمري خمس سنين نزلت في منطقة اسمها باكستان فتوقعت أن ما فيه شيء اسمه دولة في العالم غير بوظبي أو غير محيط نص صغير فاتفاجأت أن فيه شيء اسمه باكستان اليوم الذي في السن هذا يعرف أكثر عن محمد بن زايد يوم كان عمره خمس سنين بوايد واليوم يوم سمعت أفكار من حصة بهذه الطريقة فرحت لأن العلم الذي تسلحوا به والتقنية التي تتعلمون لازم تكون أحسن الموجود في العالم ولأسباب رئيسية نحن عندنا خيار خيار هذا مطروح والكثير يعرف وهن اثنين ما لهن ثالث هل نحن نريد نعتمد على الكم ولا نريد نعتمد على النوعية السؤال يطرح نفسه بطريقة أخرى هل دولة الإمارات بلادنا عندنا الخيار أن نعتمد على الكم لا فما عندنا خيار إلا نحن نروح للكوليتي للنوعية فمن هذا المنطلق لازم يكون تسليح حقيقي اللي هو العلم الكم بحيث أن نحن ننافس بكم دول عالم بحيث 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 أنا لا أريد أن أقول أننا نريد أن نريد أن ننفذ شركة بوينغ كلكم تعرفون من شركة بوينغ نحن لا نريد أن ننفذ شركة إيرباس كيف نصنع أحسن طيارة إيرباس نقل سواء 100 200 أو 500 راكب ليس هذا هدفنا يا أخوان بعيالي نحن هدفنا أن نحن النافس في اللندا النافس نيوزيلندا النافس حتى كوريا الجنوبية النافس سنغفورة على فكرة أطلب من كل واحد منكم تقرون تاريخ كوريا الجنوبية وتقرون تاريخ سنغفورة وبقول باختصار في 30 ثانية إذا قدرت الدولتين قبل 50 سنة كانت دول فقيرة بل تحت تحت الخطص يعني الفقر فدائما الواحد يسأل نفسه كيف كيف هذه الجماعة قدروا فأعيالي من الأخير دائما دائما اللي يسبق الآخر يسبق بثلاث حاجات رئيسية رئيسية واحد الحجم لازم يكون حجمها صغير يقدر يناور اثنين وهو مهم لازم يكون لازم يكون عندها سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات ومكانيات ثلاثة لازم تكون هناك قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه موكل يوم اتجاه هذه العوام الرئيسية لأننا نحن مارين على مرحلة اسمها مرحلة انتهاء المكون الرئيسي لاقتصادنا وهو البترول على فكرة جاي في عمركم مش في عمرنا بس في عمركم لهذا السبب لازم نأمن الأمور من الآن ونأمنها بطريقة بحيث لما انتوا كجيل تستلمون الرأي تستلمونها وانتوا بخير تستلمونها وانتوا بعز تستلمونها وانتوا عندكم القدرة تستلمونها وانتوا ضعف لهذا السبب نحن عندنا رهان على أن التعليم في هذه البلد المبروك بكم وبهلكم يكون رقم واحد في العالم لا نستطيع أن نقبل رقم اثنين لازم يكون حقيقة حقيقة أن دولة الإمارات مغرية مغرية ليش؟ مغرية لأن نحن عندنا اليوم أكثر من عشرين مليون ساعة تقريبا ثلاثة عشرين مغرية مغرية لأنها فيها اقتصاد قوي مغرية لأن فيها مواصلات واتصالات مميزة على المستوى المنطقة والعالم مغرية لأنه عندنا أمن وأمان نحمد الله عليه فهذا الوضع هو اللي لما تسوي المؤسسات المتخصصة استبيان تسأل شباب مثلكم في دول مختلفة من الدول العربية والسؤال يأتي وين الجهة المفضلة تعيش فيها ويأتي كل رقم سبعين في المئة من الشباب العربي يبايعيش في الإمارات؟ السبب على أساس نحط الأمور في مصابهات الحقيقي والصحيح السبب يعيالي هو أنه قبل خمسين سنة قبل سبعة واربعين سنة توفقنا بقيادة حكيمة مش ذكية بس لا حكيمة حطت البنية التحتية صح حطت الأساس اللي نحن اليوم نتمتع في أننا نتنفس أكسجين في دولة الإمارات نقي بسعادة كل اللي يصاير اليوم يعيالي ويشوفه من الشرق الغربه هو فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم ممعانا الله يرحمهم ويطولوا عماركم وعمارهلكم أمورنا طيبة لكن نحن قاعدين نحط رؤية خمس وعشرين سنة قدام خمسين سنة قدام أكيد عندنا واحدة في عمر حصة أكيد موجودة أنتوا عندكم أهلكم حد عمره خمس وستين سنة أكيد في حد من أهلكم عمره خمس وستين سنة وأكيد حد من أهلكم اللي عمره خمس وستين سنة بخير وصاحي وفرح ويحبكم وأنتوا تحبونا صح؟ طيب لما نقول خمسين سنة قدام هذا عمر حصة خمس وستين سنة بعد خمس وستين سنة هذا عمرها بيكون السؤال هي في وضع فرح وسعادة وأمان مثلكم؟ نحن ما نقبل اللي يكون أحسن منكم شكراً 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 كذلكم شكراً شكراً وانتوا السلاح الحقيقي ترى مش الثلاثة مليون برميل لا انتوا مستقبلها بلد انتوا صمام امانها مسيرتكم يمكن تشوفونها طويلة الانسان الشي يقول يقول عشر سنين فاتت علي اذكر يوم كنت في صف لفلانة وانا اليوم مرت عشر سنين بسرعة لكن لما تنظر الوجه الاخر تقول عشر سنين قدام ومتى بتوصلني لا صدقوني بتوصل بس المهم توصل ونحن في امان توصل هذه العشر سنين وبلدنا بخير انا متأكد اللي شفته في تجربتي البسيطة من مخلطتي البسيطة مع العقول النيرة والويوه الفرحة المتفائلة ان نحن نراهن على الانسان الصحيح في مستقبل لامانة كبيرة مثل دولة الامارات اذا بتسمحوا لي عندي كتاب هداني يا الشيخ محمد بن راشد اخويا الشيخ محمد بن راشد جميل حقيقة مش مجاملة في اخويا لا والله لكن من اجمل كتب اللي قرأت بقرالكم جمل بسيطة منها لان اعتقد لو انا في سنكم باستفيد منها كثير مع اني انا في هذا السن استفيد وايد اذا كانت نظرتك ايجابية رأيت التحديات فرصا في المستقبل ونجاحا في الناس وطاقات وماهم يعني الناس هذه الطاقات ووافع انت بتشوفها ايجابية لكن نحن دائما ننظر للموضوع بطريقة اخرى بكمل اقرأ في الموضوع هذا لانه جميل يقول براشد اسوأ شيء اسوأ شيء تفعله هو ان تنتظر لان الانتظار ضياع الوقت وضياع للسنوات وفوات للانجازات الانسان الاجابي لا ينتظر الابتسامة الحظ الانسان الاجابي لا ينتظر الابتسامة الحظ له بل يبتسم هو للحياة ويسعى منطلقا خلف احلامه وطموحاته القائد الاجابي يستطيع ان يتحكم في الفرعون الصغير الذي بداخله ويتواضع للناس وينسب النجاح لفريق عمله قبل الاخير في جملة حلوة البراش يقول فيها الرياضة تعلمنا الاسرار والعمل الجماعي واحترام القوانين والعدالة مع خصومنا جميلة خصومنا المقصود بحسب اعتقادي ان حتى لو تلعب مباراة بينغ بونغ مثلا وتنغلب وتصير تهني صاحبك اخر فقرة بقراها كتابة براشد لما ارسل كتاب لي لان جملة فيها وايد تأثرت منها يقولي الاخ والصديق والرفيق المسيرة محمد بن زايد قال نهيان تعلمنا من مؤسسي الامارات بان المستحيل هو وجهة نظر بان المستحيل هو وجهة نظر وبان الايجابية والتفائل هو اسلوب حياة وبان سعادة شعب الامارات هي غاية العمل الحكومي في دولتنا جميلة يا أخواني اذا مشكور يا براشد وين ما تكون والله يحفظك ان شاء الله أريد أنتقل إلى موضوع دخلناه في التربية والتعليم اللي هو مادة الأحلاق كثير من الناس يتساءل ليش وكثير من الناس يفرض راية لوجهة نظر مختلفة وأنا أقدر أقول كل وجهة نظر صحيحة بالنسبة وتناسب لكن دعوني أقولكم من وين نحن نجينا لهذا الموضوع أو وين حطنا العالم تغير العالم اليوم ممكن تركب طيارة الإمارات تتريق عند هلك الصبح تتغدى في بريطانيا على غدى اجتماع وبعدين تركب الطيارة لبريتش وتطلع من لندن في نفس اليوم وتنزل في نيويورك تتعشى على اجتماع وبعدين تركب الطيارة في نفس الليلة وترجع بلادك أجدادنا اللي أنتوا أجدادكم يعني اللي عشنا وياهم كانوا على أساس يروحون لعمرة أو الحج كان رايح على مركوب كان هذا أي كان كان ياخذ ستة شهور وخمسين في المئة المركوب لا يرجع لأنه يمكن يموت في الطريق وإذا الله سلم يعني الشايب ولا زوج ذاك اليوم وترجع بالسلامة فكانت الحياة مختلفة اليوم نحن نعيش في حياة مختلفة الشيء الثاني على أساس أطرقهم بسرعة على أساس لو كل واحد يرجع خلفها في التاريخ أو يروح عند هلا وين سكون أمه ولا جدته بحصلهم في قرية أي كان قرية وبيحصل هالقرية ما قل فيها من جنس آخر اليوم نحن المتأثرات اللي موجودة علينا ناهيك عن السوشال ميديا أو الإعلام حتى لو تعيش في مدينة جارك وهو جارك وولد عمك ساكن عنك ركوب سيارة وما أريد أدخل في تفاصيل أكثر بس أريد أشرحها بالطريقة هاي وأقول أن اللي يأثر علينا واي ونحن في المقابل ما عندنا أنتي بايتك له ما عندنا المضاد الحي ويناخذه والأنتيك اللي ناخذه ناخذه من وقت قصير من الوالد وللوالدة والأصدقاء اللي ممكن يكون عنده شوية حكمة على فهم للموضوع لكن إذا كان هذا غريب على دولة الإمارات مع أن نحن اليوم عندنا تسعة مليون غير إماراتي وعندنا سوشال ميديا ودخلنا هذا المادة في السنة اللي فاتت طيب أنا وايد أقدر تاريخ اليابان اليابان هذه المادة دخلت في منهاج الياباني منهاج التربية والتعليم اليابانية سنة 1870 يعني دعنا نقول في آخر 1800 نحن نتكلم عن حوالي 140 سنة طيب ليش اليابانيين دخلوها لأنه حسوا شوية في أن بعض العادات والتقاليد بتنهز عندهم نحن نحتاج دائما منبه ينبهنا الصبح تحطه الساعة خمس ونص يدق الجرس عشان تنش نحن نحب يكون عندنا صديق مو بقريب وائد لكن قريب بحيث إذا تورطنا نتصل فيه يا فلان أو فلان شو رايك طيب نحتاج أيضا شيء ينبهنا في أن نحن نحافظ على هذه القيم ونحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة ما نبهى تنخطف عنها ما نبهى أن يدخل علينا شيء غريب يخرب من قيمنا قبل ما نتفق على أن تكون هنا جامعة إنوأيو في بلادكم جامعة تلاقيت مدير الجامعة وتحدثت في الموضوع هذا مطولا لكن ما الذي يجعلنا يتشجع أن تكون جامعة إنوأيو في دولة المرات عامل رئيسي مهم هو أن تكون جامعة مميزة صحيح لكن من ميزة هذه الجامعة يعيالي هو أن إنوأيو موجودة في الأرجنتيا فرع موجودة في باريس وعندي علم تكلم عن كذا سنة أنها بتفتح في آسيا أظن إلحين فتحت في الصين أنا عندي قناعة أن تذكرون القصة باكستان لما تكلمت باكستان عندي قناعة أن نحن على الدخل اللي يانا هذا من عادات وتقاليد مختلفة بدنا ندفع ضريبة لكن في المقابل ردت الفعل عند نسبة معينة من مجتمعنا بتكون غير مسيطر عليها طيب كيف تقدر تسوي جمع لهذا المجتمع بحيث أنك أنت تسيطر في أنك أنت تخرج بطريقة جميلة لازم تدخل هذه المادة واتدخل مادة أخرى اللي موجودة ومميزة فيها إنوائي نحن كمجتمع شرق أوسطي نحن كعرب كمسلمين تعلمنا شيء تعلمنا نحن دائما صح وهذه كارثة حقيقة ترى نحن ما اخترعنا الويلة على أساس نكون دائما صح وايد مهم نتعلم وعلى فكرة العلم هذا مو مربوط بالسن العلم هذا مربوط بالاجتهاد لكن نحن نحن كعرب تعلمنا دائما نقول نحن صح وهذه تحدي في الكلش صح نتعلم منه مبعب ترى سنغفورة قبل خمس سنة كانت مستنقعات وإذا تعرفون الأسباب إذا قريتم عن هذا الموضوع السنغفورة كيف خرجت من ماليزيا أسباب بتعرفونها بعدي لكن كيف سنغفورة وصلت إلى اليوم نحن نطرش أولادنا يدرسون أو شيباننا يتعالجون مع أنها كانت من أفقر الدول الموجودة في العالم كوريا الجنوبية على أساس الشيء بشيء يذكر كانت لقبل عشرين سنة تأخذ معونات من دول غنية اليوم من الجي تونتي نحن في دولة الإمارات لازم نعرف الكلتشر الطرف الآخر عادات وتقاليد الطرف الآخر نحن بالنسبة لنا في دولة الإمارات لازم نعرف في جيلكم في عمركم بعد خمسة وعشرين سنة من اليوم لازم نعرف كيف نتعامل مع تشاينة ولازم نعرف كيف نتعامل مع تشيلي ونوقع عقوده ياهم ونفوز نحن بالعقود والربح شركات إماراتية كنت أقول بالنسبة للا ثروتنا فيكم أهم من ثروة ثلاثة مليون برميل وهي حقيقة بدونكم ما في ثلاثة مليون برميل بدونكم ما نقدر نكمل مسيرة لهذا السبب بسمه الشيخ محمد بن راشد اللي حفظه وحفظكم قام بخلق وزارة بسمكم مش وزارة بسم غيركم بسمكم أنتم وحط فيها من أكفى بناتنا على فكرة اللي حصلها أولاد أكفى منها حطينا ما حصلناها بهاي المناسبة أريد أذكر في دقيقتين موضوع مهم يخص الأغلبية في القاعة كل عام أنتم طيبين إن شاء الله يقال دائماً لمرات فيها ريال لمرات فيها رجال صحيح لكن والله الرجال أنتم يقال في الغرب يقول تصوير لمرات في الوصف حسناً نحن عندنا المرات تمثل أكثر من 50% ولا لا حقيقة هي الأم والمربية وهي الأخة وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة في مواصفات جميلة فيكم لكن اللي يهم في الموضوع هذا أننا نحن ترى إذا نتكلم عن أن نحن نستغل الدولار هذا بحجمه الكامل وإنشده شد بحيث أن نستفيد من كل فلسفيه هو أن نحن نستفيد منكم ما نقدر نهمش 52% من مجتمع دولة المرأة مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة في أن تقوم في مناصب لما أنا كنت ضابط القوات المسلحة ما كنت أحلى من المرأة وإن كنت تسويها اليوم عندنا وحدة اسمها مريم المنصوري أريد بهذا اليوم المبروك وكل عام أنتم طيبين إن شاء الله أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم المبروكات وبالنسبة لي لا أريد أن يفوتني أيضا أن نذكر أمهات شهدان أريد أن أتحدث بالمصطلح لمرأتي أكثر نحن الحرم المبروكة لما جيب لنا ولد أو بنت مبروكة نقول يا أل بطنها الجنة وحقيقة أنا أشهد بالله أن هذه الأمهات التي أنا زرت وتحدثت فقدوا عز ما يملكون واحد أنا أشهد أنهم ربا وإن شاء الله نحسب عيالهم عند ربي من الشهداء شيء ثاني أريد أقول أن هذه الأمهات ترى حقهم علينا هنا لا يمكن أن ننساهم وهن بالنسبة لي أنا قدوة المجتمع حقيقة في في قصة جميلة أريد أذكرها ويمكن تسمعها صاحبة الحدث نعزي وحدة في ولدها فتقول أنا بخير فحسيت بها أنها متأثرة فرديت عليها الطرح مرة ثانية وكان طرحي وكان طرحي أمي يعني أحسن الله أعزات ونحن عيالك كلنا قالت يا محمد أنا مبزع لان أنا متأثرة على ولدي غالي سار أنا مبزع لان أنا بالمناسبة هذه أريد أشكرك فاتفاجأت كيف أم فاقدة ولدها أظناها تبت أشكرني في هذا كل لحظة قالت محمد أنا أدري لو هذا ما تم هناك هذا بيتم هناك تعرفون هذه النظرية ما تقول بالنسبة لي هذه نظرية استراتيجية على فكرة في كل حدث يصير في العالم على مرور التاريخ إذا انتظرتها ييك لين بيتك انتهى الموضوع سواء محاربة مخدرات أو إرهاب أو حرب بعينها هذه الحرمة التي كانت تكلمني لم تكن متعلمة كانت أمكم خدكم لكن ترى الموضوع بطريقة ثانية فيه عندنا أمهات في هذه البلد خلقتهم الأحداث قسم بالله يا عيالي ما تصدقون حتى لو تنسرد القصة لكم الواحد يعني يفتخر أنه عندنا نساء بهذا الشكل كل عام أنتوا طيبين النقطة التي قبل الأخير هي كثير منكم متخصصة أو يتخصص أنا دائما كنت أقول كلمة في هذا الموضوع وأريد أعيدها مرة ثانية اللي عنده شك في أي مجال يروح الموضوع ليس بصعب أو مستحيل أحدد أنك أنت تروح في مكان تحترف فيه أنت تكون مستحيل لن تروح في مكان أنت هاوي تروح له هناك فرق بين الهواية والاحتراف نحن عندنا هواية كريائية لنلعب كرة قدم كرة طائرة كرة يد هذه هواية ليس مستحيل تشتغل مهندس في عدنك تشتغل في اتصالات مهندس تشتغل في شركات إلى آخر وهذه المناسبة تذكرني مع رضايدكس مع رضايدكس مريت على شركتين أريد أذكرهم بالاسم ولكن هناك شركات أخرى لا أريد أن أتحدث عنهم لكن الشركات هذه سمعتهم من واحدة اسمها دارك متر وواحدة اسمها أرث شفت مهندسين ومهندسات موجودات يسوون تقنية على فكرة خمسين أو ستين في المئة ما لها دخل في الشق العسكري لكن عندهم كواليتي نوعية من الصناعة أنا فخور أن هذه الصناعات موجودة في بلادي بيدين تصنع بيدين مهندسين إماراتيين تخصصات المختلفة التي تفكرون فيها بدون شك نحن نحتاج إلى تخصصات الهندسية هذا التخصص الذي نحن لا نستطيع نقول كفاية منه وهذا التخصص الذي في المستقبل هو مستقبل أمة ولكن بلادكم بتقبلكم في تخصصات مختلفة لا تفكرون في هذا الموضوع المهم تركزون على أن هذه احتراف وليس هواية أنا من الناس المتفائلين جدا مثل ما ذكرتم ساعبكم ومتفائل جدا في خمسين سنة جاية مع العلم أننا نحن في منطقة غير مستقرة منطقة صعبة فيها تحديات فيها وجهات نظر مختلفة لكن أنا عندي قناعة أن بلادنا اللي مرات اليوم مثل النور اللي منور في أرض مظلمة قدوة للآخرين ما احترامي لكل جيران وقدوة حسنة وعلى فكرة أنا ما أزايد ولا أرفع الهمم اليوم أنا أقول حقائق فيها أرقام حقائق والأرقام يا أخواني يا أخواتي عمرها ما تنافق إذا تحط رقم ورقم يطلع الرقب صحيح بس المهم تحسبها صح فدولة الإمارات غض النظر عن التحديات في المنطقة إلا أن قدوة حسنة لمنطقة في الشرق الأوسط وتعرفوا ما حاولنا نسوي نحن في دولة الإمارات خلال ستين سنة اللي مرت ترى من منطقة الشرق الأوسط حد يروح يسوي بحث كم رسالة إيجابية طلعت من منطقة الشرق الأوسط للعالم بلادكم هذه كل يوم نحاول نرسل رسالة إيجابية للعالم أننا نحن عايشين في منطقة فيها الحرارة خمسين والرطوبة مية والمنطقة فيها هذه الأوضاع ولكن نحن نحاول نرسل رسالة إيجابية توصل شرق وغرب أقصاه إلى أقصاه وهذه حقير لما تكلمنا عن اليابان بساعة تكلمنا عن المادة اللي خليني أرجع لها حقيقة حادثة صارت في مكان ما اليوم خلتني أزعل النتيجة من إماراتي هذا الطرح نحن ترى نستعدين نخدم بلادنا في كل شيء أنا لا أريد أن أدخل في التفصيل الموضوع الذي تصار ترى مو بعيب الواحد يشتغل يا أخواني في بلاده يخم لا والله سمحني بكم مو بعيب الواحد يشتغل في بلاده يسونك تكسي وخاصة إذا كانت مناسبة إذا في شيء اسمه إكسبو ونحن نعرض للعالم والعالم كله موجود عندنا في دار أثنين مرات لازم نظهر للعالم مو بالمبنى اللي موجود الإنسان اللي موجود الإماراتي ومعد نشوه اليابان اليابان من أقوى اقتصادات العالم اليابان من أجمل تاريخ يكتب عن الدول اليابان دولة يخليك يخليك وضعك لما تشوف اليابانيين يتصرفون في هذا التصرف الذي تشوف يدامك تحترم نفسك أنا أنا متأكد هذا جيل هذا جيل يورث على جيل هذا صنعة تصنعها أنت تصنعها وتحك جيل طيب أنا رايح في هذا الاتجاه في الطرح كل واحد منكم كل وحدة منكم سفير لبلادة يمثل بالطريقة اللي لما ينظر لبلادة ومجزاتها أو ينظر لبلادة وحبه وحجم حبه لبلادة يقول أنا بتصرف بطريقة هاي لا نكابر يا عيالي على بلادنا وسمعة بلادنا أبدا وايد مهم أن نفكر مرتين نعطي نفسنا خمس ثواني تفكير لأنكم أنتوا سفراء حد منكم بيبقى حد منكم بيروح يتعلم براء الناس لا يعرف هذا الإنسان اللي جاينا اسمه العامري ولا من الفجيرة ولا من العين مدينة ولا من قرية ولا من العائلة الفلانية أي شيء بتسويه إيجابي بيقولون الإماراتي أي شيء بتسويه سلبي بيقولون الإماراتي ونحن وأنتوا تربيتوا صح وأنتوا أحسن مننا ولازم تكونون أحسن مننا ليس بكيفكم لازم تكونون أحسن من إبهاتكم ويدودكم هذا السلاح اللي أنتوا تشلونا عشان المرحلة الجاية مرحلتكم لازم تكون سهلة لكن سهلة بالعلم اللي بتعلمونا سأتشوفكم مرة ثانية وكان يوم طيب وكل عام أنتوا طيبين السلامة على أهل العيال يشرفني أن أدعو راعي هذا المجلس العامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل مهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للحوات المستمع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم بداية يسعدني جدا أن أشوف هذه ديوه النيرة المتفائلة الطموحة اللي نحن نراهن عليهم نراهن عليهم بمسؤولية مسؤولية بلد مسؤولية أمة مسؤولية أهل مسؤولية جيل بعدكم وإن شاء الله تفحوا بهم لكن قبل ما أبدأ في الكلمة أريد أبلغ وصية للجميع سلام من الشيخ خليفة أبوه الجميع والسلام خاص من الشيخ محمد بن راشد على الجميع في فيديو لنك أبروكم يا تالي تالي أبروكم تالي نصف نهاتك نصف وإن تسى لن تأتي لذلك عمدهم أو معهم لأنهم وجود they are weak and only there to give you shade like leaves they are there to take what they need and as soon as it gets cold or a wind blows in your life they are gone you can't be angry at them it's just who they are the second type of people branch people there are some people who come into your life and they're like branches on a tree they are stronger than leaves but you have to be careful with them they will stick around for more season but if you go through a storm or two in your life it's possible that you can lose them most times they break away when it's tough although they are stronger than leaves you have to test them out before you run out there and put all your weight on them in most cases they can't handle too much weight but again you can't be mad with them it's just who they are the final type of people are rude people if you can find some people in your life who are like roots of a tree then you are from something special like roots of a tree they had to find because they are not trying to be seen their only job is to hold you up and help you live a strong and healthy life if you thrive they're happy for you they're still low-key and don't let the world knows that they are there and if you go through an awful storm they will hold you up their job is to hold you up come what may to nourish you feed you and water you just like a tree has many limbs and many leaves there are few roots look at your own life how many leaves branches and roots do you have and what are you in other people's lives you may want to call them today or send them a message just to thank them for being roots in your life I'm sure that many of you and my friends have seen this one who came to work with them but the المغزى من الموضوع هو الحكمة في هذا الموضوع كل إنسان تمر في حياته تحديات تحديات هذه مرة تكون صعبة مرة تكون أصعب خاصة لما يكون الموضوع